بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الاول من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في اصول الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل تأليف موفق الدين عبدالله بن احمد بن محمد ابن قدامة المقدسي يقرأ الكتاب عليكم احمد هزت المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه الى يوم الدين اما بعد فان ارجح المطالب واربح المكاسب واعظم المواهب هو العلم وذلك لانه عمل القلب الذي هو اشرف الاعضاء وسعي العقل الذي هو اعز الاشياء والمقصود بالعلم هو العلم الشرعي الذي هو اشرف العلوم واكملها والعلوم الشرعية كثيرة ومتنوعة وعلم اصول الفقه في الدرجة العليا والمرتبة العظمى من تلك العلوم حيث اجتمع فيه الرأي والشرع واصطحبا فيه العقل مع السمع وهو قاعدة الاحكام الشرعية واساس الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا ولقد صنف في اصول الفقه مصنفات عديدة منها ما هو مبسوط ومنها ما هو مختصر وثالث بينهما ومن هذه المصنفات كتاب روضات الناظر وجنة المناظر لموفق الدين عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله واسكنه فسيح جنته وقد عقدت العزم عزيز المستمع اي المحقق والمعلق الدكتور عبد الكريم ابن علي ابن محمد النملة يقول وقد عقدت العزم على اخراج هذا الكتاب لطلاب العلم محققا موثقا لامور من اهمها اولا ان هذا الكتاب بطبعته الحالية مليء بالاخطاء والتحريفات والتصحيفات وسقوط بعض العبارات في بعض المواضع عزيز المستمع نقرأ في الطبعة الخامسة والتي صدرت عام سبعة عشر واربعمائة والف هجرية الموافق لعام سبعة وتسعين وتسعمائة والف ميلادية يقول اولها ان هذا الكتاب بطبعته الحالية مليء بالاخطاء والتحريفات والتصحيفات وسقوط بعض العبارات في بعض المواضع وزيادتها في مواضع اخرى مما جعله صعب الفهم لدى كثير من طلاب العلم مما اوجب تحقيقه تحقيقا علميا على اصوله المخطوطة لتسهل الاستفادة منه وفهمه فهما دقيقا والثقة بنصوصه وانها من كلام ابن قدامه قد يقول قائل ان في هذا الكلام الذي ذكرته شيئا من المبالغة اقول للقائل عليك ان تقارن بين ما طبع من كتاب الروضة سابقة وبين هذه الطبعة المحققة او تنظر الى هوامش هذه الطبعة المحققة حيث قد اشرت الى فروق النسخ وتحريفات وتصحيفات وسقوط وزيادة بعض العبارات فستجد ما يؤيد ويقوي ما قلته والله من وراء القصد ثانيا ان هذا الكتاب يعتبر من كتب الحنابلة الاصولية المهمة وهو مرجع من المراجع الاساسية التي لا يستغنى عنها ثالثا ان مؤلفه اعتمد على مصادر اصيلة في الاصول والفروع وسيأتي زيادة بيان لذلك في مبحث مصادر الكتاب رابعا ان هذا الكتاب وان كان صغير الحجم الا انه غزير العلم مستعذب اللفظ مشتمل على محط المهم خال عن الاغراق في خلاف العلماء في الحدود والتعارف التي غالبا ما يذكرها المصنفون في هذا الفن وسيأتي زيادة بيان لذلك في بيان محاسن الكتاب خامسا ان في اخراجي لهذا الكتاب بهذا الشكل من التحقيق والتوثيق والتعليق اكون قد قمت ببعض ما يجب علي لخدمة العلم واهله ابتغاء الاجر والثواب من الله تعالى مع القصد الى الاستزادة من العلم والخوض فيما يتكلمون عنه من الجزئيات ومعرفة طرقهم فيها كل ذلك يحصل بتحقيق هذا الكتاب والكتب الاخرى هذه الامور الخمسة مع غيرها هي التي جعلتني اقوم بتحقيقه وسيأتي زيادة بيان لذلك عند ذكر قيمة الكتاب العلمية وما فيه من محاسن ان شاء الله هذه الامور الخمسة مع غيرها هي التي جعلتني اقوم بتحقيقه من ست نسخ مخطوطة والسابعة مطبوعة وتوثيق نقوله والتعليق عليه واخراجه كما وضعه مؤلفه ابن قدامة رحمه الله او بصورة قريبة من ذلك لا سيما وان هذا الكتاب وهو روضة الناظر قد جعلته كلية الشريعة بجامعات هذه البلاد المحمية المرجع الاولى لطلابها في مادة اصول الفقه هذا وطوال عملي في هذا التحقيق والتوثيق والتعليق على هذا الكتاب كنت واضعا امامي امهاتي كتب الاصول الاصلية المطبوعة منها والمخطوطة ويتضح هذا في هوامش الكتاب وما ذلك الا من اجل ان استعين بها على فهم نصي وتصحيحه من مراجع ابن قدامة ومن غيرها وارجاع كل مذهب او تعريف الى قائله وقد بذلت في ذلك من الجهد والوقت ما الله به عليم ارجو من الله العلي القدير ان يجعل عملي هذا خالصا لوجهه وان يقبله بمنه وكرمه هذا وقد تكلمت في هذه المقدمة عن ابن قدامة وعن الكتاب المحقق وعن طريقتي في التحقيق والتعليق ولا بد من الكلام عن هذه الامور الثلاثة تمهيدا وتوطئة للدخول في هذا الكتاب وحتى يحيط القارئ الكريم قبل للطلاع على نفس الكتاب بمؤلفه ومعلومات عن هذا الكتاب وما فعلته من جهد في هذا الكتاب من تحقيق وتعليق فقسمت ذلك الى ثلاثة فصول اما الفصل الاول فقد تكلمت فيه عن مؤلف الكتاب وهو ابن قدامة من حيث اسمه نسبه لقبه كنياته مولده نشأته رحلاته في طلب العلم شيوخه صفاته الخلقية عقيدته مذهبه الفقهي عز المستمع وربما يقصد كذلك صفاته الخلقية مكانته وجهوده وثناء العلماء عليه شعره تلامذته اولاده وفاته اثاره العلمية اما الفصل الثاني فقد خصصته في الكلام عن الكتاب وهو روضة الناظر وجنة المناظر من حيث ذكر نسخه واماكن وجودها وصف كل نسخة سبب ثقوط المقدمة المنطقية من بعض النسخ تحقيق عنوان الكتاب توثيق نسبته الى المؤلف محتويات الكتاب وترتيبه منهجه في تأليفه مصادره الكتب التي ألفت حوله قيمة الكتاب العلمية وما فيه من محاسن المآخذ عليه اما الفصل الثالث فهو في ذكر طريقتي في التحقيق والتعليق عزيز المستمع تم توجيهنا هنا الى قراءة المتن دون الشرح والتعليق والهوامج الفصل الاول في المؤلف ابن قدامة اجتمل الكلام عن ذلك على ما يلي اولا اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ثانيا مولده ونشأته ورحلاته في طلب العلم ثالثا شيوخه رابعا صفاته الخلقية خامسا عقيدته سادسا مذهبه الفقهي سابعا مكانته وجهوده وثناء العلماء عليه ثامنا شعره تاسعا تلامذته عاشرا اولاده حادي عشر وفاته ثاني عشر اثاره العلمية اولا اسمه ونسبه ولقبه وكنيته هو عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة ابن مقدام ابن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي ابو محمد موفق الدين اما سبب تكنيه بابي محمد فلان له ولدا اسمه محمد ابو الفضل سيأتي ذكره وقد اشتهر به اما سبب كوني لقبه بموفق الدين فلعله قد اخذ من بيت شار قاله واشتهر وهو اذا سئلوا عني اجابوا واعولوا وادمعهم تنهلوا هذا الموفق ثانيا مولده ونشأته ورحلاته في طلب العلم اولد بن قدامة في شعبان من عام واحد واربعين وخمسمائة هجرية في جماعيل من قرى نابلس وبعد ان بلغ عشر سنين ارتحل مع اهله واقاربه الى دمشق فقرأ القرآن ودرس على مشائخها فحفظ بعض المتون والتي منها مختصر الخراقي في الفقه وفي عام واحد وستين وخمسمائة هجرية رحل الى بغداد واقام بها اربع سنوات درس في هذا الوقت على علمائها الفقه والحديث والخلاف ثم عاد في عام خمسة وستين وخمسمائة هجرية الى دمشق وجلس فيها مدة تزيد عن سنة ونصف ثم رحل مرة اخرى الى بغداد وذلك في عام سبعة وستين وخمسمائة هجرية ثم حج عام ثلاثة وسبعين وخمسمائة هجرية وسمع من علماء مكة المكرمة وذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة أن ابن قدامة حج عام أربعة وسبعين وخمسمائة هجرية ورجع مع وفد العراق الى بغداد وأقام بها سنة سامع من بعض العلماء فيها منهم ابن المني ثم رجع عام خمسة وسبعين وخمسمائة هجرية الى دمشق واشتغل بالتدريس والتعليم والتأليف والتصنيف ثالثا شيوخه مما سبق اتضح لك أن ابن قدامة تتلمذ على كثير من العلماء في دمشق وبغداد ومكة والموصي فمن العلماء الذين تتلمذ عليهم في دمشق واحد والده احمد بن محمد بن قدامة المقدسي تتلمذ عليه سنة نيف وستين ذكر ذلك ابو شامه في ذيل الروضتين وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة اثنان ابو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن احمد بن علي بن صابق السلمي الدمشقي ذكر ذلك ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وابو شامه في ذيل الروضتين ثلاثة ابو المكارم عبد الواحد بن محمد بن المسلم ابن هلال الازدي الدمشقي ذكر ذلك ابو شامه في ذيل الروضتين والذهبي في سير اعلام النبلاء ومن المشائخ الذين تتلمذ عليهم في مكة المكرمة المبارك ابن علي البغدادي الحنبلي المحدث الفقيه الحافظ المجاور بمكة وامام الحنابلة بالحرم ابو محمد ذكر ذلك الذهبي في سير اعلام النبلاء وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ومن العلماء الذين تتلمذ عليهم في بغداد واحد احمد بن صالح ابن شافع الجيلي البغدادي الحافظ ذكر ذلك المنذري في تكملة وفيات نقله وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة اثنان احمد بن المقرب ابن الحسين البغدادي الكرخي ذكر ذلك الذهبي في سير اعلام النبلاء ثلاثة خديجة بنت احمد بن الحسين النهر وانية ذكر ذلك الذهبي في سير اعلام النبلاء اربعة سعد الله ابن نصر بن الدجاجي ابو الحسن ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وابو شام في ذيل الروضتين خمسة شهدة بنت احمد بن الفرج الدين ورية مسندة العراق ذكرها الذهبي في سير اعلام النبلاء وابو شام في ذيل الروضتين ستة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي ابو زرعة ذكره ياقود في معجم البلدان والمنذري في تكملة وفيات النقلة سبعة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي البغدادي الحنبلي ذكر ذلك أبو شام في ذيل الروضتين والذهبي في سير اعلام النبلاء ثمانية عبد القادر بن عبد الله بن جنكي الجيلي الحنبلي شيخ بغداد المعروف ذكر ذلك الذهبي في سير اعلام النبلاء والعبر وابن رجب في ذيل طبقة الحنابلة تسعة عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب البغدادي المحدث النحوي ذكره أبو شام في ذيل الروضتين ذكر أبو شام أن ابن قدامة قال عنه كان إمام عصره في علم العربية والنحو واللغة ولم أتمكن من الإكثار من مجالسته والتعلم منه لكثرة الزحام عليه عشرة عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور البغدادي المحدث أبو بكر ذكر ذلك المنذري في التكملة وابن رجب في ذيل طبقة الحنابلة حادي عشر علي بن عبد الرحمن بن محمد التوصي البغدادي ابن التاج القراء الزاهد ذكر ذلك الذهبي في سير اعلام النبلاء ثاني عشر المبارك بن علي بن محمد بن خضير البغدادي المحدث ذكر ذلك المنذري في التكملة وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ثالث عشر محمد بن عبد الباق بن أحمد بن سلمان ابن البطي البغدادي ذكره من مشائخه الذهبي في العبر رابع عشر نصر ابن فتيان بن مطر بن المني النهرواني الحنبلي المفتي ناصح الإسلام أبو الفتح ذكره من مشائخه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة والذهبي في العبر ومن العلماء الذين تتلمذ عليهم في الموصل عبد الله بن أحمد بن محمد الطوصي ثم البغدادي الشافعي خطيب الموصل ذكره أبو شامة في ذيل الروضتين والذهبي في سير اعلام النبلاء هؤلاء من أهم العلماء الذين تتلمذ عليهم ابن قدامة رابعا صفاته الخلقية كان ابن قدامة رحمه الله نحيف الجسم تام القامة صغير الرأس لطيف اليدين والقدمين أبيض مشرق الوجه أدعج كأن النور يخرج من وجهه لحسنه واسع الجبين قائم الأنفي مقرون الحاجبين خامسا عقيدته عقيدة ابن قدامة هي عقيدة أهل السنة والجماعة ذكر سبط بن الجوزي في مرآة الزمان أن ابن قدامة كان صحيح الاعتقاد مبغضا للمشبهة وذكر ابن رجب في ذيل طبقة الحنابلة أنه لم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارة ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تفسير ولا تكيف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل سادسا مذهبه الفقهي ابن قدامة حملي المذهب يدل على ذلك كلامه في كتبه والتي من أهمها المغني والمقنع والكافي والروضة وخرجه عن المذهب في بعض المسائل لا يخرجه عن كونه حنبلية ونقل الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الضياء المقدسي سمعت المفتي أبا بكر محمد بن معالي ابن غنيمة يقول ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموافق سابعا مكانته وجهوده وثناء العلماء عليه بعد أن استقر في دمشق وجمع ما جمع من شتى العلوم والفنون تصدر للتدريس في جامع دمشق مدة طويلة وكان يأم الناس بالجامع المظفري ويغطب يوم الجمعة إذا حضر وكان رحمه الله يجلس بعد الجمعة للمناظرة ويجتمع إليه الفقاهاء كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء وزاد أنه كان يشتغل إلى ارتفاع النهار ومن بعد الظهر إلى المغرب دون ملل ولا ضجر ويسمعون عليه وكان لا يراه أحد إلا أحبه وذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة أنه ربما قرأ عليه بعد المغرب وهو يتعشى وكان يصلي بخشوع ولا يكد يصلي سنة الفجر والعشاءين إلا في بيته وكان محبا للفقراء يعطف عليهم ويقربهم ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن ابن قدامه إذا صلى العشاء انصرف إلى منزله بدرب الدولعي بالرصيف وأخذ معه من الفقراء من تيسر يأكلون معه طعمه وكان لا يكاد يناظر أحدا إلا قطعه وتغلب عليه بقوة الحجج والبراهين قيل إنه ناظر ابن فضلان الشافعي الذي كان يضرب به المثل في المناظرة فقطعه وهو عالم بشتى العلوم والفنون إلا أنه برز في الفقه وذكر الصفدي في الوافي بالوفيات أن ابن قدامه كان أوحد زمانه إماما في علم الفقه والعصول والخلاف والفرائض والنحو والحساب والنجوم السيارة والمنازل اشتغل الناس عليه مدة بمختصر الخراقي والهداية ثم بمختصر الهداية ثم اشتغلوا عليه بمؤلفاته وقال صلاح الدين أبو عيسى موسى ابن محمد بن خلف بن راجح المقدسي لما توفي ابن قدامه يصفه شعرا لم يبق لي بعد الموفق رغبة في العيش إن العيش سم منقع صدر الزمان وعينه وطرازه ركن الأنام الزاهد المتورع وقال الشيخ يحيى الصرصري يصف بعض كتب ابن قدامه شعرا كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول وأغنى بمغن الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصلي وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمألي تدل على المنطوخ أو في دلالة وتحمل في المفهوم أحسن محملي وقال فيه أبو شامة في ذيل الروضتين كان إماما من آئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين في العلم والعمل صنف كتبا حسانا في الفقه وغيره عارفا بمعاني الآثار والأخبار وقال سبط بن الجوزي في مرآة الزمان كان إماما في فنون ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمر أزهد منه وكان معرضا عن الدنيا وأهلها هينا لينا متواضعا حسن الأخلاق جوادا سخيا من رآه كأنما رأى بعض الصحابة وكأن النور يخرج من وجهه ثامنا شعره ابن قدامة كان ينظم الشعر الفصيح وتناول في شعره أغراضا من أهمها الوعظ والإرشاد والحكمة فمن ذلك قوله أبعد بياض الشيبي أعمر مسكنا سوى القبر إني إن فعلت لأحمق يخبرني شيبي بأني ميت وشيكا وينعاني إلي فيصدق تخرق عمري كل يوم وليلة فهل أستطيع رقع ما يتخرقه كأني بجسمي فوق نعشي ممددا فمن ساكت أو معول يتحرق إذا سئلوا عني أجابوا وأعولوا وأدمعهم تنهلوا هذا الموافق وغيبت في صدع من الأرض ضيق وأودعت في لحد به التراب مطبق ويحث علي التراب أوثق صاحب ويسلمني للترب من هو مشفق فيارب كلي مؤنسا يوم وحشتي فإني بما أنزلته لم صدق وما ضرني أني إلى الله صائر ومن هو من أهلي أبر وأرفق ومن ذلك قوله أتغفل يا ابن أحمد والمنايا شوارع تخترمنك عن قريبي أغرك أن تخططك الرزايا فكم للموت من سهم مصيبي كؤوس الموت دائرة علينا وما للمرء بد من نصيبي إلى كم تجعل التسويف دأبا أما يكفيك إنذار المشيبي أما يكفيك أنك كل حين تمر بغير خل أو حبيبي كأنك قد لحقت بهم قريبا ولا يغنيك إفراط النحيبي ومن ذلك قوله لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره ويقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره وتركه وقصد ربها تقضى ورب الدار كاره تاسعا تلامذته قلنا فيما سبق إن ابن قدامة قد استقر في دمشق متصدرا للتدريس في جامع دمشق وإن الطلاب قد اشتغلوا عليه وطلبوا العلم على يديه بدراسة كتبه عليه أو غيرها ونبغ منهم كثير يصعب حصرهم نذكر فيما يالي التلاميذ الذين برزوا بعد وفاة الموفق من حيث كثرة دروسهم وتأثيرهم على المجتمع وكثرة مصنفاتهم فأقول من هؤلاء واحد تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني المقدسي الصالحي الحنبلي شيخ الحنابلة المتوفى عام ثلاثة واربعين وستمائة هجرية كان الشيخ الموفق جده لأمه اثنان صفي الدين أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن يحيى الشقراوي الحنبلي القاضي المتوفى عام ثمانية وسبعين وستمائة هجرية ثلاثة شرف الدين أبو محمد حسن بن عبد الله بن عبد الغني المقدسي الصالحي الحنبلي الفقيه المتوفى عام تسعة وخمسين وستمائة هجرية أربعة أبو الصفى خليل بن أبي بكر بن صديق المراغي الحنبلي الفقيه الأصولي القاضي نزيل مصر المتوفى عام خمسة وثمانين وستمائة هجرية خمسة أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي الحنبلي المتوفى عام أربعة وعشرين وستمائة هجرية ستة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي المتوفى عام خمسة وستين وستمائة هجرية شهاب الدين سبعة أبو الفرج عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز الحوراني ثم الدمشقي الحنبلي المتوفى مقتولا عام ستة وخمسين وستمائة هجرية ثمانية ثمانية أبو سليمان عبد الرحمن بن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي الفقيه تسعة أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجمعيلي الحنبلي المتوفى عام ثنين وثمانين وستمائة هجرية الموفق يكون عمه عشرة أبو الحسن علي بن أحمد علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي الصالحي الحنبلي المتوفى عام تسعين وستمائة هجرية فخر الدين حادي عشر أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي قاضي القضاة بن العماد نزيل مصر المتوفى عام ستة وسبعين وستمائة هجرية ثاني عشر أبو عبد الله محمد بن محمود بن عبد المنعم المراتبي البغدادي الحنبلي الفقيه الإمام المتوفى عام أربعة واربعين وستمائة هجرية ثالث عشر أبو المظفر يوسف ابن قزغلي التركي صبت بن الجوزي الحنفي الحافظ المؤرخ المعروف عاشرا أولاده واحد عيسى أبو المجد وهذا خلف ولدين صالحين ومات وانقطع عاقبه اثنان محمد أبو الفضل ثلاثة يحيى أبو العز أربعة صفية خمسة ثاطمة ومات أولاده الثلاثة في حياته ولم يذكر المؤرخون شيئا عن أولاده حادي عشر وفاته توفي ابن قدامة رحمه الله يوم السبت يوم عيد الفطر سنة عشرين وستمائة هجرية ورثاه صلاح الدين أبو عيسى موسى بن محمد بن خلف بن راجح المقدسي بقصيدة له يقول فيها لم يبق لي بعد الموفق رغبة في العيش إن العيش سم منقع صدر الزمان وعينه وطرازه ركن الأنام الزاهد المتورع ثاني عشر آثاره العلمية قلنا فيما سبق إن ابن قدامة لما استقر في دمشق اشتغل بالتدريس والتأليف والتصنيف وكانت مصنفاته مقبولة عند الناس وإذا نظرنا إلى ما وصل إلينا من مؤلفاته وآثاره أو قرأنا عنها وجدناه قد صنف في عدد من العلوم ولم يقتصر على علم واحد فهو قد صنف في أصول الدين وأصول الفقه والتفسير والحديث والفقه والفضائل والأنساب فمن كتبه في أصول الفقه روضة الناظر وجنة المناظر وهو هذا الكتاب الذي نقدم له ومن كتبه في الفقه واحد رسالة في المذاهب الأربعة نسبها إليه براكلمان في تاريخ الأدب العربي الملحق اثنان عمدة الأحكام نسبه إليه ابن شاكر في فوات الوفيات وقال إنه مجلد لطيف وذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وقال إنه مجلد صغير وذكره أيضا حاجي خليفة في الكاشف ثلاثة فتاوى ومسائل منثورة نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة أربعة فقه الإمام نسبه إليه براكلمان في تاريخ الأدب العربي الملحق خمسة الكافي نسبه إليه الذهبي في سير أعلام النبلاء وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وهو مطبوع في دمشق عام ثلاثمائين وثلاثمائة وألف هجرية بتحقيق زهير شاويش ستة مختصر الهداية نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وابن شاكر في ثوات الوفيات والهداية كتاب في الفقه من تأليف أبي الخطاب الحنبلي صاحب التمهيد في أصول الفقه سبعة المغني شرح مختصر الخرقي نسبه إليه الذهبي في سير أعلام النبلاء وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ونقل عن الحافظ ابن الدبيثي أن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام أن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام كان يستعير المجلى والمحلى لابن حزم ويقول ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المجلى والمحلى وكتاب المغني للشيخ موفق الدين ابن قدامى في جودتها وتحقيق ما فيها كما نقل عنه قوله لم تطب نفسي بالفتية حتى صار عندي نسخة المغني طبع المغني عدة طبعات كان آخرها طبعة هجر عام ستة واربعمائة وألف هجرية من تحقيق الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ثمانية مقدمة في الفرائض نسبه إليه إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين تسعة المقنع نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وابن كثير في البداية والنهاية وهو مطبوع عدة طبعات كان آخرها طبعة الدجوي في القاهرة عام ألف واربعمائة هجرية في أربعة أجزاء وهو من منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض عشرة مناسك الحج نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ومن كتبه في العقيدة واحد الاعتقاد نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وابن شاكر في فوات الوفيات اثنان ذم التأويل نسبه إليه الصفدي في الوافي بالوفيات وسبط بن الجوزي في مرأة الزمان وهو مطبوع ضمن مجموع بمطبعة كروستان بمصر عام تسعة وعشرين وثلاثمائة وألف هجرية ثلاثة رسالة إلى الشيخ فخر الدين بن تيمية في تخليد أهل البدع في النار نسبها إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة أربعة رسالة في اعتقاد أهل السنة والجماعة وهي لمعة الاعتقاد نسبها إليه بروكلمان في تاريخ الأدب العربي الأصل والملحق خمسة مسألة العلو نسبها إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة واسماعيل باشا في هدية العارفين ستة مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام نسبها إليه ابن العماد في شذرات الذهب ومن كتبه في الفضائل واحد فضائل الصحابة نسبه إليه سبط بن الجوزي في مرآة الزمان والذهبي في سير أعلام النبلاء اثنان فضائل عاشوراء نسبه إليه بهذا الاسم صبط بن الجوزي في مرآة الزمان ثلاثة فضائل العشر نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وابن شاكر في فوات الوفيات ومن كتبه في الأنساب واحد الاستبصار في نسب الأنصار نسبه إليه الذهبي في سير أعلام النبلاء وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة اثنان التبليين في نسب القرشيين نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وياقوت في معجم البلدان وهناك كتب أخرى في مواضيع متفرقة منها واحد البرهان نسبه إليه الصفدي في الوافي بالوفيات وابن شاكر في فوات الوفيات اثنان التوابين نسبه إليه الصفدي في الوافي بالوفيات وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ثلاثة ذم الوسواس نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وابن العماد في شذرة الذهب أربعة الرقة والبكاء نسبه إليه ابن العماد في شذرة الذهب وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة خمسة الزهد نسبه إليه صبط بن الجوزي في مرآة الزمان ستة الشافي نسبه إليه ابن كثير في البداية والنهاية سبعة صفة الفالق نسبه إليه ياقود في معجم البلدان ثمانية القنعة نسبه إليه الذهبي في سير أعلام النبلاء وإسماعيل باشا في هدية العارفين تسعة المتحابين في الله نسبه إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وابن شاكر في ثوات الوفيات الفصل الثاني في الكتاب روضة الناظر وجنة المناظر اجتمل الكلام عنه على ما يلي أولا ذكر نسخ الكتاب وأماكن وجودها ووصف كل نسخة ثانيا تحقيق اسم الكتاب ثالثا توثيق نسبة الكتاب إلى ابن قدامة رابعا محتويات الكتاب وترتيبه خمسة منهج ابن قدامة في تأليفه ستة مصادره سبعة الكتب المؤلفة حوله ثمانية قيمة الكتاب العلمية وما فيه من محاسن تسعة المآخذ عليه أولا ذكر نسخ الكتاب وأماكن وجودها ووصف كل نسخة بعد البحث في فهرس المخطوطات وزيارة ما تمكنت من زيارته من دور الكتب في الداخل والخارج استطعت الوقوف على ست نسخ مخطوطة أصلية لهذا الكتاب وإليك وصف كل نسخة مع ذكر مكان وجودها النسخة الأولى نسخة دار الكتب الظاهرية الأهلية التي تحمل رقم سبعة وسبعين أصول بلغ عدد أوراقها ثلاثا وثلاثين ومئة ورقة وعدد الأسطور في كل صفحة سبعة وعشرين سطر وبلغ معدل الكلمات في كل سطر ما بين تسع إلى ثلاث عشرة كلمة ويجدد في هذه النسخة حاشية كتبت بخط الناسخ والناسخ وتاريخ النسخ غير معروف وهذه النسخة لم توجد المقدمة المنطقية فيها وصفحاتها قد ارتبطت بطريقة التعقيبة وهو دأب بعض النسخ والنسخ معتاد بخط مشرقي حسن دقيق وقد رمزت لهذه النسخة بحرف ألف أعزي المستمع هذا لمن يتابع الحواشية والهمش النسخة الثانية نسخة دار الكتب الظاهرية والتي تحمل رقم خمسة وعشرين أصول بلغ عدد أوراقها مئة وأربعة وستين من الورقات وعدد الأسطر في كل صفحة خمسة وعشرين سطر وبلغ معدل كلمات كل سطر من خمس عشر إلى سبع عشرة كلمة هذا إلى الورقة الثالثة والعشرين ثم بدأ الناسخ يكتب في كل صفحة سبع عشرة سطر أو سبعة عشر سطر مع اختلاف في النسخ ويوجد في هذه النسخة حاشية كتبت بخط الناسخ والناسخ هو الشيخ عبد القادر ابن أحمد بن بدران الدمشقي وتاريخ النسخ عام تسعة وثلاثمائة وألف هجرية وذكرت فيها المقدمة المنطقية وبعض صفحاتها قد ارتبطت بطريقة التعقيبة وكتبت بخط مشرقي حسن مع اختلاف في النسخ أو في النسخ وقد رمزت لهذه النسخة بحرف باء النسخة الثالثة نسخة دار الكتب الظاهرية التي برقم واحد وثمانين أصول بلغ عدد أوراقها مئة وثلاثة واربعين ورقة وعدد الأسطر في كل صفحة تسعة عشر سطر ومعدل كلمات كل سطر يتراوح ما بين أحد عشر إلى ثلاث عشرة كلمة والناسخ هو محمد بن أحمد بن محمد الألواحي وتاريخ النسخ سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة وكتب عليها بعض الهوامش بخط غير خط ناسخ المعتاد ولم توجد المقدمة المنطقية فيها ولم ترتبط صفحاتها بطريقة التعقيبة وكتب في أولها وقف أحمد بن علي النجلي وكتبت بخط مشرقي واضح جيد ورمزت لها بحرف صاد النسخة الرابعة نسخة المكتبة الظاهرية تحمل رقم أربعة وسبعين وثمانمائة وألفين بلغ عدد أوراقها مئة واثنتين وسبعين ورقة وعدد الأسطر في كل صفحة خمسة عشر سطر أما الكلمات في كل سطر فهي تتروح ما بين ست عشر إلى تس عشرة كلمة والورقة الأولى منها ساقطة ومن الورقة الثالثة والثلاثين إلى الورقة السادسة والأربعين وجد في بعضها بياض وقد وقع في باب القياس تقديم وتأخير فيها وقد نبهت على هذا كله وذكرت في هذه النسخة المقدمة المنطقية ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ ولم ترتبط صفحاتها بطريقة التعقيبة وكتبت بخط مشرقي قديم ورمزت لهذه النسخة بحرف لام النسخة الخامسة نسخة ابن مفلح أحمد بن محمد بن محمد بن مفلح رحمه الله بلغ عدد أوراقها مئة وخمسة وسبعين ورقة وعدد الأسطر في كل صفحة سبعة عشر سطر وفي بعض الورقات أشرين سطر أما الكلمات في كل سطر فيتتراوح ما بين أربع عشرة كلمة إلى سبع عشرة كلمة ولم تذكر فيها المقدمة المنطقية ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ ولم ترتبط صفحاتها بطريقة التعقيبة وكتبت بخط مختلف ورمزت لهذه النسخة بحرف ميم النسخة السادسة نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة بلغ عدد أوراقها مئة وتسع وتسعين ورقة وعدد الأسطر في كل صفحة خمسة عشرة سطر بل خمسة عشر سطر وكلمات كل سطر تتراوح ما بين ثلاث عشرة كلمة إلى خمس عشرة كلمة وهي ناقصة من آخرها وقف الناسخ عند قول المصنف فاصل ولا يستفت العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد وقد بينت ذلك في موضعه وذكرت فيها المقدمة المنطقية ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ ولم ترتبط صفحاتها بطريقة التعقيبة وكتبت بخط مشرقي قديم ورمزت لهذه النسخة بحرف ها هذه هي النسخ المخطوطة التي اعتمدتها في تحقيق نص الروضة لابن قدامة وهناك نسخة سابعة وهي النسخة المطبوعة مع شرح ابن بدران الدمشقي الطبع الثانية عام اثنين واربعمائة والف هجرية من مكتبة المعارف بالرياض وقد جعلت هذه النسخة المطبوعة نسخة من ضمن النسخ لأني لم أعثر على النسخة المخطوطة التي طبعت عنها هذه النسخة فقابلتها على النص وذكرت فروقها وتصحيفاتها وتحريفاتها وما وقع فيها من أخطاء وزيادة ونقصان وقد ذكرت فيها المقدمة المنطقية وقد رمزت لهذه النسخة بحرف طرق إذن تكون النسخ سبعة سبعة هي ألف باء صاد طا لام ميم ها وقد بينت سبب سقوط المقدمة المنطقية من بعض النسخ في الهامش الثاني من الصفحة الرابعة والستين من هذا الكتاب وبينت وجهة نظري في ذلك هناك الوجه الثاني يبدأ حالا ثانيا تحقيق اسم الكتاب وعنوانه ورد اسم الكتاب في نسخة ألف وباء وصاد هكذا روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب إمام الأئمة ومحي السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وورد اسم الكتاب في نسخة ميم كذا الروضة في الأصول وأما نسخة هاء فقد ورد الاسم فيها هكذا روضة الناظر وجنة المناظر على مذهب الإمام أحمد بن حنبل أما نسخة طاغ فقد ورد الاسم فيها هكذا روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذاب الإمام أحمد بن حمل أما الكتب التي ذكر فيها ترجمه ابن قدامة أو ذكر مؤلفاته فقد تفاوتت في اسم الكتاب فورد الاسم كذا الروضة في أصول الفقه وذلك في ذيل طبقات الحنابلة وشذرات الذهب وسير أعلام النبلاء والوافي بالوفيات والبداية والنهاية وفوات الوفيات وكشف الظنون وهدية العارفين وورد الاسم كذا كتاب في أصول الفقه وذلك في معجم البلدان أما الكتب التي نقلت من كتاب الروضة فقد جاء الاسم فيها كذا الروضة سماه بذلك القرافي في نفائس الأصول والزركشي في البحر المحيط والفتحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير ويظهر مما سبق أن اسم الكتاب هو روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وذلك الاتفاق أكثر نسخ الكتاب على إراد ذلك كما هو واضح من ألف وباء وصاد وطاء وهاء أما سقوط لفظ أصول الفقه من العنوان الذي أورده ناسخ هاء فيبدو أنه بسبب اختصار الاسم أو لأنه معروف أن الكتاب يبحث في أصول الفقه أما ما ذكره ناسخ ميم من أن عنوان الكتاب الروضة في الأصول فهو أيضا اختصار لاسم الكتاب نظرا لشغرته في زمان الناسخ أما ما أورده ناسخ ألف وباء وصاد من زيادة بعض الألفاظ مثل إمام الأئمة ومحيس سنة أبي عبد الله إلى ابن محمد إلى الشيباني فهذه زيادة أوردها هؤلاء تبجيلا لهذا لماء الإمام وحذفها لا يؤثر على الاسم الذي اخترناه حيث إنه يجب أن يختصر الاسم على أقل ما يمكن لا سيما أن بعض النسخ قد حذفت ذلك أما ما أورد بعض المترجمين لابن قدامه من تسمية الكتاب أو ما وردت في الكتب الناقلة عنه فهو اختصار لاسم هذا الكتاب كعادة المؤلفين والمصنفين وهو مشهور بينهم ثالثا توثيق نسبة الكتاب إلى ابن قدامه كتاب روضة الناظر وجنة المناظر هو من تأليف وتصنيف ابن قدامه المقدسي ولا نشك في نسبته إليه دل على ذلك أمور الأول اتفاق جميع نسخ روضة الناظر وجنة المناظر المخطوط منها والمطبوع على نسبة هذا الكتاب إلى ابن قدامه الثاني اتفاق جميع المترجمين لابن قدامه والذاكرين لكتبه على أن الروضة من كتبه الثالث أن الناقلين عن الروضة ينسبونها إلى ابن قدامه من ذلك أن القرافي عد الروضة من مراجعه التي رجع إليها في نفائس الأصول فنسبها إليه وقال أيضا في موضع آخر من النفائس قال موفق الدين في الروضة تقتضي الإضافة العموم ومن ذلك أن الزركشية الشافئي ذكر الروضة ضمن مصادره في تأليف كتابه البحر المحيط فقال في أول هذا الكتاب ومن كتب الحنابلة التمهيد لأبي الخطاب والواضح لابن عقيل والروضة للمقدسي ومن ذلك أن الفتوحي الحنبلي أو الفتوحي الحنبلي قال ما نصه في شرح الكوكب المنير وقال الموفق في الروضة وقال في موضع آخر نحن تابعنا في ذكرها يعني لإلا هنا الشيخ الموفق في الروضة الرابح أن نفم الدين أطوفي قد اختصر روضة الناظر وجنة المناظر بكتاب سماه البلبل في أصول الفقه ولم يشك في نسبتها إلى ابن قدامة وشارح مختصره هذا بكتاب سماه شرح مختصر الروضة الخامس أن فضيلة الشيخ محمد الأمين ابن المختار الشنقيطي قد وضع مذكرة سماها مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ولم يشك في أن الروضة كانت لابن قدامة السادس أن الشيخ يحيى الصرصري نسبها إليه حينما مدح كتبه وذلك في بيت شعر قال فيه وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمألي رابعا محتويات الكتاب وترتيبه كتاب روضة الناظر قد حوى جميع جزئيات علم أصول الفقه تقريبا ولكن بصورة مختصرة غير مخلة قال في أوله أما بعد فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه ودليل كل قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل قول على المختار وعضع في أوله مقدمة في علم المنطق وترتيبه لمواضيع هذا الكتاب مخالف لما سار عليه أكثر المصنفين في أصول الفقه وهو قد رتب كتابه هذا على ترتيب الغزالي لكتابه المستصفى إلا أنه يخرج عنه في بعض المواضيع هذا وقد ذكر ابن قدامة في أول كتابه هذا المواضيع التي بحثها إجمالا قائلا بدأنا بذكر مقدمة لطيفة في أوله ثم أتبعناها ثمانية أبواب الأول في حقيقة الحكم وأقسامه والثاني في تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب الثالث في بيان الأصول المختلف فيها الرابع في تقاسيم الكلام والأسماء الخامس في الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يقتبس من الألفاظ من إشارتها وإيمائها إلى الحكم السادس في القياس الذي هو فرع للأصول السابع في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد الثامن في ترجيمات الأدلة المتعارضة هذا من حيث الإجمال أما ما بحثه من حيث التفصيل فهو موجود في فهارس كل مجلد فلا داعي لأن أذكره هنا لما فيه من التكرار الذي لا يفيد شيئا خامسا منهج ابن قدامة في تأليف هذا الكتاب ابن قدامة رحمه الله قد صرح بالمنهج الذي سيسلكه في تأليف روضة الناظر وذلك في مقدمته لهذا الكتاب إذ قال أما بعد فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه ودليل كل قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل قول على المختار ونبين من ذلك ما نرتضيه ونجيب من خالفنا فيه والحق أن ابن قدامة سار على هذا المنهج بصورة إجمالية وبعد تتبع الكتاب واستقرائه استطعت أن أستخلص طريقته ومنهجه الذي سار عليه في تأليف كتابه هذا أكثر مما ذكره أوجد ذلك فيما يلي واحد أنه غالبا ما يذكر مذهبه الذي اختاره ثم يذكر ما ذهب إليه المخالفون في المسألة ثم يذكر أدلة المخالفين له ثم يبين أدلته على مذهبه المختار ثم يبدأ يناقش أدلة المخالفين له اثنان حرص ابن قدامة رحمه الله على بيان المذهب الحنبلي في كل مسألة غالبة ثلاثة لم يقتصر على ذكر المذهب الحنبلي بل يقارن بينه وبين الآراء الأصولية الأخرى أربعة أن مناقشته للآراء المخالفة وأدلتهم تتسم بالدقة بصورة عامة خمسة يبين أحيانا ثمرة الخلاف في المسألة ستة ابن قدامة يحرص على أن لا يكرر العبارات فإذا وجد الكلام متماثلا في الموضعين فإنه يحيل الكلام الأخير على الكلام الأول كما فعل في النهي حيث قال فصل اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي كذلك في ترجيح المعاني سبعة كان استدلال ابن قدامة بالكتاب والسنة والإجماع والآثار والقياس وكلام العرب ثمانية لا يذكر رحمه الله أسماء الكتب التي ينقل عنها بل يذكر القائلين فقط فيقول قال القاضي والمراد به هو القاضي أبو يعلى الحنبلي ويقول قال أبو الخطاب وهكذا تسعة أنه يذكر روايات الإمام أحمد ويذكر ما يوافق كل رواية من أقوال الحنفية أو الشافعية أو بعضهم أو غيرهم عشرة أنه ينقل بالنص من مراجعه التي سيأتي ذكرها لا سيما من كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي وكتاب التمهيد لأبي الخطاب سادسا مصادره بعد تتبع واستقراء ما ورد في الكتاب من مسائل وجدته لا يخرج عن أربعة كتب في أصول الفقه وهي واحد المستصفى لأبي حامد الغزالي وغالب روضة الناظر من هذا الكتاب اثنان العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الحنبلي ثلاثة التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي هذان الكتابان استفاد منهما روايات الإمام أحمد والمذهب الحنبلي كله أربعة الوصول إلى الأصول لأبي الفتح ابن برهان قد رجع إلى هذا الكتاب واعتمد عليه في بعض المناقشات والترجيحات لكنه لم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد كما فعل عند نقله ما في المستصفى هذه هي مراجعة في هذا الكتاب وما ورد في روضة الناظر من أسماء كتب أخرى في التفسير أو الحديث أو اللغة أو نحو ذلك كسنن الدار قطني أو صحيح مسلم أو صحيح البخاري فقد جاءت في النص الذي نقله من هذه الكتب الأربعة بدليل تطابق الألفاظ في الاستدلال ووجود ذلك بنصه وبحرفه في أحد مراجعه السابقة سابعا الكتب المؤلفة حوله بعد كلامنا السابق عن مراجعه الكتب المؤلفة حوله لما برز كتاب روضة الناظر ألف حوله بعض المؤلفات ومنها واحد البلبل في أصول الفقه وهو مختصر روضة الناظر للموفق للطوفي الحنبلي كذا في صفحة الغلاف لهذا الكتاب وهو مطبوع عام ثلاثة وثمانين وثلاثمائة وألف هجرية بمطبعة النور للطباعة بالرياض شرح الطوفي مختصره هذا بكتاب سماه شرح مختصر روضة قد طبع أخيرا كاملا من تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله ابن عبد المحسن التركي في ثلاثة أجزاء أنيقة فجزاء الله خيرا على هذه العناية الفائقة إلا أنه غير موثق النقول والمذاهب التي ينقلها الطوفي عن غيره وشرح مختصر روضة لا يصلح أن يكون شرحا لروضة الناظر نفسها كما زعم بعضهم وذلك لأن الطوفي في مختصره حذف كثيرا من مهمات الروضة وأدخل في مختصره ما لا يوجد في الروضة فيصبح شرحا لكلام الطوفي وليس بشرح لكلام ابن قدامى اثنان تعليقات ابن بدران الدمشقي على الروضة قام عبد القادر ابن بدران الدمشقي بالتعليق على الروضة كما سماها هو بقوله في أوله وأخذت بكتابة تعليقات عليه تقرب ما نأى من المطالب وتفتح باب تلك الروضة لكل طالب إلا أن بعض تعليقاته تلك لا تناسب ما كتبه ابن قدامى في الروضة في بعض المواطن والسبب في ذلك أنه نقل أكثر كلام الطوفي في شرح مختصره السابق الذكر ووضعه كشرح للروضة ظن منه أن هذا يصلح لهذا وقد وفق في كثير من المواطن دون بعضها ثلاثة مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي على روضة ناظر للعلامة بن قدامى رحمه الله هكذا جاء العنوان على الغلاف وهي مطبوعة متداولة وهي مؤلفة بأسلوب عصري مفهوم إلا أنها لا تكفي عن روضة ناظر بأي شكل من الأشكال حيث إنه رحمه الله حذف كثيرا مما جاء في الروضة أربعة ابن قدامى وآثاره الأصولية لفضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد هكذا جاء العنوان على الغلاف وهو مطبوع متداول داخل جامعة الإمام وقد قسمه مؤلفه إلى قسمين القسم الأول في نشأة وتدوين أصول الفقه وطبقة الحنابلة وابن قدامى وآثاره والقسم الثاني كتب فيه نص الروضة ثامنا قيمة الكتاب العلمية وما فيه من محاسن كتاب روضة الناظر يعرفه جل من درس العلم الشرعية ويعرف قيمته العلمية وما فيه من محاسن ومزايا وبعد تتبع بان لي من ذلك ما يلي واحد أن كتاب الروضة وإن كان صغير الحجم إلا أنه غزير العلم استعذب اللفظ مجتمل على مخط المهم اثنان أنه يعتبر مصدرا من مصادر أصول الحنابلة لا يستغنى عنه بكتب الحنابلة التي تقدمت عليه كالعدة والتمهيد والواضح ويدل على ذلك ألف أن القرافي رحمه الله جعله من مصادره في شرحه للمحصول المسمى نفائس الأصول ورجع إليه في بعض المواضع باء أن بدر الدين الزركشي عد كتاب الروضة من مراجعه في تأليفه لكتابه البحر المحيط جيم أن الفتوحي الحنبلي رجع إليه في كتابه شرح الكوكب المنير فهذا يدل على أنه يعتبر من أصول كتب الحنابلة في أصول الفقه ثلاثة أن هذا الكتاب يخلو من الإغراق في خلاف العلماء في الحدود والتعريفات ونحو ذلك مما لا يرجع إلى القارئ بفائدة كبيرة أربع أنه سليم من الكلام الذي لا يليق فيما يجب على الله وما يستحيل عليه ومن التحسين والتقبيح العقليين ومن مسائل أخرى تبحث عادة في علم الكلام خمسة أن ابن قدامة ملتزم بآداب البحث والمناظرة يناقش آراء الآخرين وما ذكروه من أدلة بأسلوب علمي مقنع بعيدا عن التعصب ستة أنه سليم من تجريح بعض العلماء الذين يخلفهم في الرأي فلا ينال من كرمتهم سبعة أنه يتميز بقوة في التعبير وسلامة من التعقيد في الغالب بعكس ما يقوله بعضهم من أن عباراته تميل إلى التعقيد ثمانية إن كانت المسألة متشعبة فصل القول فيها وحرر محل النزاع أحيانا تسعة يحرص على بيان المذهب الحنبلي وذكر روايات الإمام أحمد في بعض المسائل ويدقق في ذلك حيث إنه يذكر أحيانا الأشخاص الذين رووا تلك الرواية عشرة أنه يربط المذهب الحنبلي بالمذاهب الأخرى فتجدوه يقول للإمام أحمد في ذلك روايتان أحدهما كذا وبذلك قال الشافعية أو الحنفية أو بعضهم وهذا كثير حادي عشر إذا كان الخلاف في المسألة لفظية لا يترتب عليه أثر فقهي بيّنه ثاني عشر كان رحمه الله في كتابه هذا لا يكرر الكلام إذا تماثل في مسألتين بل يرجع القارئ إلى الكلام في الأولى ثالث عشر كانت شخصية ابن قدامه بارزة في الكتاب ويظهر هذا في المذاهب المختارة عنده في كل المسائل الأصولية المذكورة في هذا الكتاب ولم يكن تابعا لأحد كما زعم الطوفي من أنه في كتابه الروضة كان تابع للغزالي وهذا واضح لكل منصف قرأ الكتاب رابع عشر كان يحرص كل الحرص على الاستدلال على مذهبه بنصوص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو آثار الصحابة أو كلام العرب من شعر ونثر لا يهتم غالبا بالأدلة العقلية إلا عند الضرورة تاسعا المآخر عليه إن أي عمل بشري مهما كان لابد أن يعتريه بعض النواقص وما بيّنته فيما سبق من قيمته العلمية وما في الكتاب من محاسن لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات عليه ورأيت أن أنبه على أهمها فأقول واحد إن كتاب روضة ناظر يعتبر مختصرا للمستصفى للغزالي من أوله إلى آخره فقد نقل عنه فصولا كاملة أحيانا باللف وأحيانا أخرى بالمعنى وهذا لا يخفى على أي باحث علمي في هذا الفن ومع ذلك لم يذكر هذا الكتاب أعني كتاب المستصفى لا من قريب ولا من بعيد لا بالصراحة ولا بالإشارة ولم يذكر الغزالي إلا مرة واحدة وذلك في مسألة تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد وهذا غير لائق من عالم كابن قدامة رحمه الله بل اللائق أن يرجع الفضل إلى أهله وكان مما ينبغي عليه أن يذكر ذلك في مقدمته كما فعل مختصر كتب الآخرين مثل تاج الدين الأرموي لما اختصر كتاب المحصول للرازي بكتاب سماه الحاصل من المحصول سراج الدين الأرموي لما اختصر كتاب المحصول للرازي بكتاب سماه التحصيل من المحصول وغيرهما اثنان أنه يستدل أحيانا بأحاديث موضوع مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن وقد تكلمت عنه في موضعه ومثل حديث خطابي للواحد خطاب للجماعة ويستدل بأحاديث ضعيفة وقد بيانت ذلك في موضعه ثلاثة وجد في الكتاب بعض العبارات المطلبة وأجمعت النسخ على ذلك واستعنت على تصحيحها بكتاب المستصفى أربعة أنه يتساهل في عزب الآراء وأمثلة ذلك كثيرة ولكن أذكر من ذلك ما يلي ألف أنه نسب إنكار الواجب المخير إلى المعتزلة كلهم وقد دينت أن الصحيح أنه قول بعضهم فقط أنه نسب إنكار الواجب الموسع إلى أكثر الحنفية وهذه النقطة هي باء والصحيح كما بيانته في موضعه أنه لم ينكر الواجب الموسع إلا القليل من الحنفية أما أكثرهم فهم مع جمهور العلماء جيم أنه نسب القول بأن الأمر يقتضي الفور إلى كل الحنفية وهذا ليس بصحيح كما بيانته بل الذي يرى أن الأمر يفيد الفور هو أبو الحسن الكرخي منهم وتابعه بعض الحنفية دال أنه قطع بنسبة القول بأن زيادة على الواجب واجبة إلى القاضي أبي يعلى والصحيح أنه اختلف النقل عنه في هذه المسألة ها أنه نسب القول بأن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع على الإباحة إلى الحنفية كلهم والصحيح أن هذا قول أكثرهم كما بيانته هناك واو أنه نسب القول بأن الأمر ليس بنهي عن ضده لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه إلى المعتزلة كلهم والصحيح كما وضحته أنه مذهب جمهورهم زي أنه ذكر أن الشافعية منع من نسخ القرآن بالسنة المتواترة عقلا وشرعا والصحيح غير ذلك كما وضحته في مكانه يا أنه نسب القول بأن خبر الواحد إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به إلى أبي حنيفة والصحيح غير ذلك كما بيانته في موضعه خمسة أنه يبحث عدة مسائل في فصل واحد بخلاف ما جرى عليه من تقدمه من المصنفين كالغزالي وأبي يعلى وأبي الخطاب فمثلا ألف قال فصل والتنبيه ينسخ وينسخ به جمع في ذلك الفصل أربع مسائل ب قال في موضع آخر فصل وما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد فقد بحث في هذا الفصل ثلاث مسائل جيم قال في موضوع ثالث فصل يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد والسنة بالقرآن فقد بحث في هذا الفصل أربع مسائل والأمثلة على ذلك كثيرة ولو فصل بين المسائل وبحث كل مسألة وحدها كما فعل غيره لكنا أولى ستة أنه قال في عرض ما سيكتب فيه في هذا الكتاب ما نصه ثم أتبعناها ثمانية أبواب الأول حقيقة الحكم وأقسامه والثاني في تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجمع إلى آخر كلامه ولكنه لم يلتزم بتسمية الأبواب فلم يقل الباب الأول في كذا والباب الثاني في كذا بل قال باب في العموم باب القياس باب النسخ وهكذا سبعة أهمل التعريف اللغوي كثيرا وأهمل التعريف الاصطلاحي قليلا للمسائل التي يتعرض لها فقمت ببيان ذلك وهذا يظهر كثيرا ثمانية يجعل أحيانا التعريف الاصطلاحي قبل التعريف اللغوي كما فعل في الواجب والفرض وهذا خلاف مصطلح عليه العلماء في تصنيفاتهم تسعة أن نقله عن بعض العلماء ينقصه بعض الدقة وقد بيانت ذلك عشر أنه يستدل بالنصوص الشرعية ولكن لا يبين وجه الدلالة منها غالبا حادي عشر أنه وضع بعض المسائل والمباحث في مكان غير لائق به من ذلك ألف أنه جعل تعريف التكليف لغة اصطلاحة وشروطة بعد بحثه للأحكام التكليفية وهذا خلاف الأولى حيث إن الأولى يبحث حقيقة التكليف وشروطة ثم يتكلم عن الأحكام التكليفية باء جعل باب اللغات بعد مبحث الأدلة المختلف فيها وهذا خلاف الأولى إذ الأولى أن يجعل باب اللغات في أول الكتاب كما فعل جمهور الأصوليين ثاني عشر الكتاب يتميز بسهولة اللغة والفصاحة بشكل عام ولكن وقع فيه بعض التعبيرات التي لا تتمشع مع فصيح اللغة من ذلك ألف إدخال أل على غير وهو خطأ عند جل أئمة اللغة باء إدخال أل على بعض وكل وهو مناف لفصيح اللغة العربية عند كثير من النحويين دين مديء أم بعد هل وهو خطأ عند اللغويين مع شيوعه في مؤلفات كثير من العلماء هذه أهم الملاحظات العامة على الكتاب وهناك ملاحظات خاصة وهي كثيرة يمكن أن يددها القارئ بكل سهولة من ذلك واحد أنه خلط في تعريف الفقه بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح الأصوليين وقد دينت ذلك في موضعه اثنان أنه قال أثناء ذكره للمباحث التي سيبحثها في الروضة الأول في حقيقة الحكم وأقسامه وهو لم يبحث حقيقة الحكم مع أهميته ولكنه شرع مباشرة بعد المقدمة المنطقية في الأحكام التكليفية وحقائقها وقد بينت ذلك نظرا لأهميته إلى غير ذلك من الملاحظات التي لا تخفى على من اطلع على الكتاب الفصل الثالث في طريقتي في التحقيق والتعليق واحد بعد الحصول على النسخ بدأت بقراءتها ثم شرعت في النسخ وكتبته على الرسم في العصر الحاضر وأعجم ما أهمل ولا أشير إلى ذلك إلا إذا كان المعنى اختلف بذلك الإعجام اثنان لم أقم باختيار نسخة واحدة لتكون أصلا في مقابلة النسخ الأخرى عليها وأثرت أن أقوم بتحقيق الكتاب على نسخه السبع على طريقة النص المختار حيث أثبت الصواب من الكلمات والعبارات عن أي نسخة أو نسخ وجد فيها ذلك ثم أشير في الهامش إلى ما جاء في بقية النسخ والسبب في ذلك أن كل نسخة لم تخل من سقط وتصحيف وتحريف وأخطاء كثيرة ثلاثة إذا وردت زيادة في إحدى النسخ وكان إثباتها في النص لا يؤثر في المعنى أو كان حذفها يؤثر فيه فإني أثبتها في النص وأشير في الهامش إلى ذلك وإذا كان حذفها أو إثباتها لا يؤثر في المعنى ولم يكن فيه زيادة فائدة فكذلك أثبتها وأشير إلى ذلك في الهامش أما إذا كان إثباتها يخل بالمعنى فإنني لا أثبتها في الصلب بل أكتبها في الهامش وأشير إليها بعبارة ورد هنا في نسخة كذا زيادة أو لقظ أربعة في حالة وجود عبارتين كلاهما يؤدي إلى المعنى المطلوب لكن إحداهما تؤديه بصورة أوضح أثبت منها ما هو أوضح وأقرب إلى مراد المؤلف مستعينا بمصادره لا سيما المستصفى للغزالي والتمهيد لأبي الخطاب والعدة لأبي يعلى خمسة الكلمات أو العبارات الساقطة من إحدى النسخ والعبارات التي أثبتها من خارج النسخ أجعلها بين معقفتين وأشير إلى ذلك في الهامش ستة إذا كان النص مضطربا في جميع النسخ فإن الأمنة تقتضي أن أثبته كما جاء في النسخ ثم أوضح مراد ابن قدامة في هذا النص في الهامش أو أنقل النص الذي نقل منه ابن قدامة وذلك من المستصفى حيث إنه أصل كتاب الروضة سبعة إني لم أضع عناويل لموضوعات الكتاب وذلك لأمرين الأول أن هذا في نظري تدخل غير جائز في نص مؤلث فهو أعلم بكتابه لا سيما وأنه يضع أحيانا عنوانا للفصل الذي يعقده وأحيانا يتركه فقد يكون هذا لغرض في نفسه لم نطلع عليه الثاني أنه أحيانا يبحث في فصل واحد عدة مسائل وقد نبهت على بعض ذلك في ملاحظاتي على الكتاب فهنا لا يمكن أن أضع عنوانا واحدا له لذلك قمت ببيان الموضوع الذي يتحدث عنه كل فصل في الهامش كذلك فهارس الموضوعات تشير إلى ذلك بكل صراحة أما كون المحقق يضع عنوين من عنده فهذا قد يصيب قليلا ويخطئ كثيرا ثمانية قمت بتوثيق النصوص والآراء والأقوال التي ينقلها ابن قدامه عن غيره وأشرت إلى مكان وجوده في الكتاب المنقول عنه تسعة أشرت في الهامش إلى نهاية كل ورقة من أوراق النسخ المخطوطة وذلك حتى يربط النص المطبوع بأصوله المخطوطة ولتسهيل الرجوع إليها لمن أراد عشرة قمت بتوثيق روايات الإمام أحمد من كتب الحنابلة لا سيما من العدة لأبي يعلى والتمهيد لأبي الخطاب حادي عشر بيّنت بداية ابن قدامه في الاستدلال لمذهبه أو لمذهب غيره أو بدايته بالرد على أدلة المخالفين إذا كان في النص بعض الغموض ثاني عشر أشرت إلى المراجع التي استفاد منها ابن قدامه عند كل مسألة أو بحث أو قضية ذكرها وكذلك الإشارة إلى المراجع الأخرى سواء كانت متقدمة لعصر ابن قدامه أم كانت متأخرة عنه وذلك ليسهل على القارئ أو الباحث التوسع والتعمق والمراجعة بدون عناء ومشقة كلما أرد ثالث عشر إذا نقل المؤلف من بعض المراجع السابقة وأشار إلى مؤلفه بقوله مثلا قال القاضي أو قال أبو الخطاب أجعل هذا الكتاب المنقول منه كأنه نسخة أخرى رابع عشر إذا كان الكلام لا يستقيم إلا بزيادة حرف أو كلمة فإني أقوم بذلك مستعينا بمراجع الكتاب وأضع ذلك بين معقوفتين وأشير إلى ذلك في الهامش خامس عشر إذا ذكر ابن قدامه مذهبا أو مذهبين في المسألة فإني أقوم بذكر المذاهب الأخرى فيها أو أقول إن في المسألة مذاهب أخرى مع ذكر مراجع ذلك كله سادس عشر عزوت المذاهب والآراء التي ينقلها ابن قدامه بدون عزو إلى قائليها مع ثبت مراجع ذلك سابع عشر عزوت التعريفات التي يذكرها ابن قدامة في الكتاب إلى قائليها وبينت هل نقل التعريف بنصه أو اختصره مع ثبت مراجع ذلك ثامن عشر قمت بتشكيل بعض الكلمات إذا خشي التباس المراد بغير المراد تاسع عشر قمت بشرح بعض العبارات التي أرى أن فيها غموضا على بعض الطلاب عشرون ذكرت ما أهمل من التعريفات اللغوية والاصطلاحية وأرجعت ذلك إلى المراجع الواحد والعشرون إذا تعرض أو أشار إلى مسألة فقهية فإني أقوم بتوثيقها وذكر أقوال العلماء فيها الثاني والعشرون أربط مباحث الكتاب بعضها مع بعض وذلك بتعين مواضع الإشارات التي يذكرها ابن قدمة كقوله مثلا سبق ذلك أو كما مضى أو سيأتي ذكر ذلك الثالث والعشرون قمت بتحرير محل نزاع في المسألة التي فيها إيهام أو إدخال مسألة في مسألة أخرى أو غموض وعلقت على ذلك الرابع والعشرون بينت مواضع الآيات من السور وجعلت الآيات بين قوسين كذا الخامس والعشرون خرجت الأحاديث مسهبا في الأحاديث التي تكلم عنها أئمة الحديث وقد جعلتها بين قوسين كذا السابس والعشرون خرجت الآثار وجعلتها بين علامتين كذا السابع والعشرون وضعت الحدود والمصطلحات والأسماء داخل علامتي تنصيص خاصة بها تميزها عن بقية النص الثامن والعشرون عزوت الأبيات الشعرية إلى قائلها كما أحلت ذلك على أهم المصادر الشعرية التاسع والعشرون وضعت الجمل الاعتراضية والظروف داخل شرطتين ليمكن بذلك ربط أجزاء الكلام بعضه ببعض الثلاثون ترجمت لكل عالم ورد في النص ترجمة مختصرة مبينا في ذلك الاسم واللقب والكنية وتاريخ الولادة والوفاة وأهم مصنفاته والإشارة إلى مصادر ترجمته الواحد والثلاثون إذا ذكر عدة آراء فإني أجعل كل رأي في سطر مستقل وكذلك الأدلة أجعل كل دليل في سطر مستقل ليسهل على القارئ فهم النص الثاني والثلاثون قمت بالتعريف بالطوائف والفرق والمذاهب التي تعرض لها ابن قدامة الثالث والثلاثون إذا بحث مسألتين أو عدة مسائل في فصل واحد فإني أقوم بفصل ذلك والإشارة إليه في الهمش الرابع والثلاثون عملت فهارس عامة في الكتاب وهي فهرس الآيات فهرس الأحاديث فهرس الآثار فهرس الأشعار فهرس الأماكن فهرس الأعلام فهرس الطوائف والفرق فهرس للمسائل الفقهية فهرس المصادر والمراجع التي رجعت إليها في الدراسة والتحقيق والتعليق وعضعت فهرسا لموضوعات كل مجلد ثم عضعت فهرسا عاما وشاملا لجميع ما جاء في الكتاب هذا وأنا لا أدعي في عملي هذا في هذا الكتاب العصمة في كل ما قمت به فإن ذلك لا يتحقق ولا يتيسر إلا لمن عصمه الله ولكني بذلت جهدا أرجو ثوابه من الله العلي القدير في إخراج هذا الكتاب بصورة تكون قريبة من الصورة التي وضعها ابن قدامة إن لم تكن هي والله أسأل أن يوفقنا إلى طاعته وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المحقق بسم الله الرحمن الرحيم كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي بين عامي واحد واربعين وخمسمائة هجرية إلى عامي أشرين وستمائة وهجرية سنة وفاته المجلد الأول بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وفهم الحمد لله العلي الكبير العليم القدير الحكيم الخبير الذي جل عن الشبيه والنظير وتعالى عن الشريك والوزير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وصلى الله على رسوله محمد البشير النذير السراج المنير المخصوص بالمقام المحمود والحوض المورود في اليوم العبوس القمطرير وعلى أصحابه الأطهار النجباء الأخيار وأهل بيته الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وخصهم بالتطهير وعلى التابعين لهم بإحسان والمقتدين بهم في كل زمان أما بعد هذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه ودليل كل قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل قول على المختار ونبين من ذلك ما نرتضيه ونجيب من خالفنا فيه اختلفها في المقام المحمود والقول الصحيح أن المقصود بالمقام المحمود الذي اختص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والشفاعة للناس يوم القيامة ذهب إلى ذلك عبد الله بن عمر وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم كما ذكر ذلك القرطبي في التذكرة وقد أكرم الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بحوض قد أعطيه في القيامة طوله كما بين آيلة وصنعاء وآنيته وعدد نجوم السماء أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيبوا بالريح المسك من شرب منه شربه لا يضمأ بعدها أبدا ويرد عليه الناس بعد الحساب على الأرجح لأن الناس بعد قيامهم في الموقف قد نالهم شيء من التعب والضيق والحرج فهم في حاجة لورود الحوض والأحاديث الواردة في ذكر الحوض بلغت حد التواتر رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابية وقد ذكر أكثر تلك الأحاديث القرطبي وابن أبي العز الحنفي وقد أنكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفرق والطوائف عنادا ومكابرة عبارة رب زدني علم ووردت أيضا وبه نستعين نقول ونجيب من خالفنا فيه بدأنا بذكر مقدمة لطيفة في أوله ثم أتبعناها ثمانية أبواب الأول في حقيقة الحكم وأقسامه والحقيقة أن ابن قدامى رحمه الله لم يلتزم بهذا المنهج في جميع الروضة بل لحظ أن هناك أدلة للمخالفين له لم يجب عنها وسأنبه عليها إن شاء الله في مكانها ثم أتبعناها ثمانية أبواب الأول في حقيقة الحكم وأقسامه الثاني في تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب الثالث في بيان الأصول المختلف فيها الرابع في تقاسيم الكلام والأسماء الخامس في الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يقتبس من الألفاظ من إشارتها وإيمائها إلى الحكم السادس في القياس الذي هو فرع للأصول السابع في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد الثامن في ترجيحات الأدلة المتعارضة وهذا وابن قدامى رحمه الله قد التزم بهذا الترتيب ولكنه لم يلتزم بتسمية الأبواب فلم يقل الباب الأول في كذا أو الباب الثاني في كذا مثلا ولكنه يقول باب في أدلة الأحكام باب في العموم وهكذا ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نبتغيه هذا ذكره بعد قوله الثامن في ترجيحات الأدلة المتعارضة ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نبتغيه ويوفقنا في جميع الأحوال لما يرضيه ويجعل عملنا صالحا ويجعله لوجهه خالصا بمنه ورحمته وكرمه واعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه والفقه في أصل الوضع الفهم قال الله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام وحلل عقدة من لساني يفقه قوي وفي عرف الفقهاء العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل فإن الخلاف يجتمل على أدلة الفقه لكن من حيث التفصيل كدلالة حديث خاص على مسألة النكاح بلا ولي والأصول لا يتعرض فيها لأحد المسائل إلا على طريق ضرب المثال كقولنا الأمر يقتضي الوجوب ونحوه فبهذا يخالف أصول الفقه فروعة ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية والمقصود اقتباس الأحكام من الأدلة المقدمة اعلم أن مدارك العقول تنحصر في الحد والبرهان وذلك لأن إدراك العلوم على ضربين إدراك الذوات المفردة كعلمك بمعنى العالم والحادث والقديم والثاني إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض نفيا وإثباتا فإنك تعلم أولا معنى العالم والحادث والقديم مفردة ثم تنسب مفردا إلى مفرد فتنسب الحادث إلى العالم بالإثبات فتقول العالم حادث وتنسب القديم إليه بالنفي فتقول العالم ليس بقديم فالضرب الأول يستحيل التصديق والتكذيب فيه إذ لا يتطرق إلا إلى خبر وأقل ما يتركب منه الخبر مفردا والضرب الثاني يتطرق إليه التصديق والتكذيب وقد سمى قوم الضرب الأول تصورا والثاني تصديقا وسمى آخرون الأول معرفة والثاني علما وسمى النحويون الأول مفردا والثاني جملة وينبغي أن يعرف البسيط قبل مركبه فإن من لا يعرف المفرد كيف يعرف المركب ومن لا يعرف العالم والحادث كيف يعرف أن العالم حادث ومعرفة المفردات قسمان أولي وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب كالموجود والشيء ومطلوب وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصل والضرب الثاني قسمان أيضا أولي كالضروريات ومطلوب كالنظريات فالمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد والمطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهان فلذلك قلنا مدارك العقول تنحصر فيهما فصل والحد ينقسم ثلاثة أقسام حقيقي ورسمي ولفظي فالحقيقي هو القول الدال على ماهية الشيء والماهية ما يصلح جوابا للسؤال بصيغة ما هو فإن صيغ السؤال بشيء يتعلق بأمهات المطالب وصيغوه أربعة أحدها هل يطلب بها إما أصل الوجود وإما صفته والثاني لما سؤال عن العلة جوابه بالبرهان فإن صيغ السؤال التي تتعلق بأمهات المطالب أربعة أحدها هل يطلب بها إما أصل الوجود وإما صفته والثاني لما سؤال على العلة جوابه بالبرهان والثالث أي يطلب بها تمييز ما عرف جملته والرابع ما وجوابه بالحد وسائر صيغ السؤال كامتها وأيان وأين يدخل في مطلب هل إذ المطلوب به صفة الوجود والكيفية ما يصلح جوابا للسؤال بكيف والما هي تتركب من الصفات الذاتية والذاتي كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولا لا يتصور فهم معناه بدون فهمه كالجسمية للفرس واللونية للسواد إذ من فهم الفرس فهم جسما مخصوصا فالجسمية داخلة في ذات الفرسية دخولا به قوامها في الوجود والعقل لو قدر عدمها بطل وجود الفرس ولو خرجت عن الذهن بطل فهم الفرس والوصف اللازم ما لا يفارق الذات لكن فهم الحقيقة غير موقوف عليه كالظل للفرس عند طلوع الشمس فإنه لازم غير ذاتي إذ فهم حقيقة الفرس غير موقوف على فهمه وكون الفرس مخلوقة أو موجودة أو طويلة أو قصيرة كلها لازمة لها غير ذاتية فإنك تفهم حقيقة الشيء وإن لم تعلم وجوده وأما الوصف العارض فما ليس من ضرورته أن يلازم بل تتصور مفارقته إما سريعا كحمرة الخجل أو بطيئة كصفرة الذهب والصبى والكهولة والشيخوخة أوصاف عرضية إذ لا يقف فهم الحقيقة على فهمها وتتصور مفارقتها ثم الأوصاف الذاتية تنقسم إلى جنس وفصل فالجنس هو الذاتي المشترك بين شيئين فصاعدا مختلفين بالحقيقة ثم هو منقسم إلى عام لا أعم منه كالجوهر ينقسم إلى جسم وغير جسم والجسم ينقسم إلى نام وغيره والنام ينقسم إلى حيوان وغير حيوان والحيوان ينقسم إلى آدمي وغيره وإلى خاص لا أخص منه كالإنسان ولا أعم من الجوهر إلا الموجود وليس بذاتي ولا أخص من الإنسان إلا الأحوال العرضية من الطول والقصر والشيخوخة ونحوها والفصل ما يفصله عن غيره ويميزه به كالإحساس في الحيوان فإنه يشارك الأجسام في الجسمية والإحساس يفصله عن غيره فيشترط في الحد أن يذكر فيه الجنس والفصل معه وينبغي أن يذكر الجنس القريب ليكون أدل على الماهية فإنك إن اقتصرت على ذكر البعيد بعدت وإن ذكرت القريب معه كررت فلا تقل في حد الآدمي جسم ناطق بل حيوان ناطق وقل في حد الخمر شراب مسكر ولا تقل جسم مسكر انتهى الشريط الأول من كتاب أروضة الناظر وله بقية على الشريط الثاني الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من كتاب أروضة الناظر نتابع الكلام في فصل عن الحد وانقساماته إلى حقيقي ورسمي ولفظي يقول المؤلف فيشترط في الحد أن يذكر فيه الجنس والفصل معه وينبغي أن يذكر الجنس القريب لأكون أدل على الماهية فإنك إن اقتصرت على ذكر البعيد بعوت وإن ذكرت القريب معه كررت فلا تقل في حد الآدمي جسم ناطق بل حيوان ناطق وقل في حد الخمر شراب مسكر ولا تقل جسم مسكر ثم ينبغي أن يقدم ذكر الجنس على الفصل فلا تقل في حد الخمر مسكر شراب بل العكس وهذا لو ترك لشوش النظم ولم يخرج عن الحقيقة وإذا كان للمحدود ذاتيات متعددة فلا بد من ذكر جميعها ليحصل بيان الماهية وينبغي أن يفصل بالذاتيات ليكون الحد حقيقية فإن عصر ذلك عليك فاعدل إلى اللوازم لكي يصير رسمية وأكثر الحدود رسمية لعصر درك الذاتيات نقول وينبغي أن يفصل بالذاتيات ليكون الحد حقيقية فإن عصر ذلك عليك فاعدل إلى اللوازم لكي يصير رسمية وأكثر الحدود رسمية لعسر درك الذاتية واحترز من إضافة الفصل إلى الجنس فلا تقول في حد الخمر مسكر الشراب فيصير الحد لفظيا غير حقيقي وأبعد من هذا أن تجعل مكان الجنس شيئا كان وزال فتقول في الرماد خشب محترق فإن الرماد ليس بخشب وأما الحد الرسمي فهو اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية واللازمة بحيث يضطرد وينعكس كقوله في حد الخمر مائع يقذف بالزبد يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن أو في الدن والدن هنا ربما يقصد عزي المستمع الإناء تجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر بحيث لا يخرج عنه خمر ولا يدخل فيه غير خمر واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهرة المعروفة ولا يحد الشيء بأخفى منه ولا بمثله في الخفاء ولا تحد شيئا بنفي ضده فتقول في الزوج ما ليس بفرد وفي الفرد ما ليس بزوج فيدور الأمر ولا يحصل بيان واجتهد في الإيجاز ما استطعت فإن احتجت فاطلب منها ما هو أشد مناسبة للغرض وأما الحد اللفظي فهو شرح اللفظ بلفظ أشهر منه كقولك في العقار الخمر وفي الليث الأسد ويشترط أن يكون الثاني أظهر من الأول واسم الحد شامل لهذه الأخسام الثلاثة لكن الحقيقي هو الأول فإن معنى الحد يقرب من معنى حد الدار وللدار جهات متعددة إليها ينتهي الحد فتحديدها بذكر جهاتها المختلفة المتعددة التي الدار مخصورة بها مشهورة فإذا سأل عن حد الشيء فكأنما يطلب المعاني والحقائق التي بإتلافها تتم حقيقة ذلك الشيء وتتميز به عما سواه فلذلك لم يسمى اللفظي والرسمي حقيقية وسمي الجميع باسم الحد لأنه جامع مانع إذ هو مشتق من المنع ولذلك سمي البواب حداد لمنعه من الدخول والخروج فحد الحد إذن هو اللفظ الجامع المانع واختلف في حد الحد الحقيقي فقيل هو اللفظ المفسر لمعنى المحدود على وجه يجمع ويمنع وقيل القول الدال على ما هي الشيء وحده قوم به أنه نفس الشيء وذاته وهذا لمعرضة بينه وبين ما ذكرناه لكون المحدود هاهنا غير المحدود ثم وإنما يقع الطارض بعد التوارض على شيء واحد بيانه أن الموجود له في الوجود أربع مراتب الأولى حقيقته في نفسه الثانية ثبوت مثال حقيقته في الذهن وهو المعبر عنه بالعلم الثالثة اللفظ المعبر عما في النفس الرابعة الكناية عن اللفظ وهذه الأربعة متوازية متطابقة فإذن المحدود في أحد الجانبين غير المحدود في الآخر فلا معارضة بينهما والله أعلم فصل وزعم أهل هذا العلم أن الحد لا يمنع لتعذر البرهان على صحته فإن الحد أقل ما يتركب من مفردين فيحتاج في البرهان عن كل مفرد إلى حد يشتمل على مفردين ثم يتسلسل ذلك إلى أن يصير إلى الأوليات المعلومة ضرورة لكن طل ما يمكن إنهاؤه إليها والنظر وضع للتعاون على إظهار الحق فلا يوضع على وجه لا يمكن إثباته أو يعسر بل طريق الاعتراض عليه بالنقض أو المعارضة بحد آخر فإن عجز المستدل عن نقض حد المعترض كان منقطع وإن أبطله صاح حده مثله قولنا في حد الغصب إثبات اليد العادية على مال الغي فربما قال الحنفي لا نسلم أن هذا هو حد الغصب قلنا هو مضطرد منعكس فما الحد عندك فيقول إثبات اليد العادية المزيلة لليد المحقة قلنا يبطل بالغاصب من الغاصب فإنه غاصب يضمن للمالك ولم يزل اليد المحقة فإنها كانت زائلة والله أعلم فصل في البرهان وهو الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالنظر وهو عبارة عن أقاويل مخصوصة أُلفت تأليفا مخصوصا بشرط يلزم منه رأي هو مطلوب الناظر وتسمى هذه الأقاويل مقدمات ويتطرق الخلل إلى البرهان من جهة المقدمات تارة ومن جهة التركيب تارة ومنهما تارة على مثال البيت المبني تارة يختل لعواج الحيطان وانخفاض السقف إلى قرب من الأرض وتارة لشعث اللابنات أو رخاوة الجذوع وتارة لهما جميعا فمن يريد نظم البرهان يبتدي أولا بالنظر في الأجزاء المفردة ثم في المقدمات التي فيها النظم والترتيب وأقل ما يحصل منه المقدمة مفردان وأقل ما يحصل منه البرهان مقدمتان ثم تجمع المقدمتين فيصاغ منهما برهان وينظر كيفية الصيغة فاصل واعلم أن دلالة الألفاظ على المعنى تنحصر في المطابقة والتضمن واللزوم كدلالة رفض البيت على معنى البيت والتضمن كدلالته على السقف ودلالة رفض الإنسان على الجسم واللزوم كدلالة رفض السقف على الحائط إذ ليس جزءا من السقف لكنه لا ينفك عنه فهو كالرفيق الملازم ولا يستعمل في نظر العقل ما يدل بطريق اللزوم لأن ذلك لا ينحصر في حد إذ السقف يلزم الحائط والحائط الأس والأس الأرض فلا ينحصر بل اقتصر على الأولين المطابقة والتضمن ثم اللفظ ينقسم إلى ما يدل على معين كزيد وهذا الرجل وحده اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد وإلى ما يدل على واحد من أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد يسمى مطلقة كقولنا فرس ورجل فإذا دخلت عليه الألف واللام صار عاما يتناول جميع ما يقع عليه ذلك فإن قيل فالسماء والأرض والإله والشمس والقمر مدلولها مفرد مع الألف واللام قلنا امتناع الشركة لم يكن لوضع اللفظ بل لاستحالة وجود المشارك إذ الشمس في الوجود واحدة ولو فرضنا عوالم في كل واحد شمس كان قولنا الشمس شاملا للكل ثم تنقسم الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة ومتواطئة ومشتركة فالمترادفة أسماء مختلفة لمسمى واحد كالليث والأسد والعقار والخمر فإن كان أحدهما يدل على المسمى مع زيادة لم يكن من المترادفة كالسيف والمهند والصارم فإن المهند يدل على السيف مع زيادة نسبته إلى الهند والصارم يدل عليه مع صفة الحدة فخالف إذن مفهومه مفهوم السيف وأما المتباينة فالأسماء المختلفة للمعاني المختلفة كالسماء والأرض وهي الأكثر وأما المتواطئة فهي الأسماء المنطلقة على أشياء متغايرة بالعدد متفقة بالمعنى التي وضع الإسم عليها كالرجل ينطلق على زيد وعمر والجسم ينطلق عليهما وعلى السماء والأرض لاتفاقها في معنى الجسمية وأما المشتركة فهي الأسماء المنطلقة على مسميات مختلفة بالحقيقة كالعين للعضو الباصر والذهب وقد يقع على المتضادين كالجلل للكبير والصغير والجون للأسود والأبيض والقرء للحيض والطهر والشفق للبياض والحمر وقد يقرب المشترك من المتواطئ كالحي يقع على الحيوان والنبات فيظن أنه من المتواطئ وهو من المشترك إذ المراد من حياة النبات الذي يحصل به نماؤه ومن الحيوان الذي يحس به ويتحرك بالإرادة فيسمى هذا مشتبه والمختار يطلق على القادر على الفعل وتركه فلذلك يصيح تسمية المكره مختار ويطلق على من تحكم قدرته في استعماله فلا تحرك دواعيه من خارج وهذا غير موجود في المكره فليفهم هذا وله نظائر في النظريات تاهت فيها عقول كثير من الضعفاء فليستدل بالقليل على الكثير فصل سبب الإدراك يسمى قوة والمعاني المدركة ثلاثة بل المعاني المدركة محسوسة ومتخيلة ومعقولة ففي حدقتك معنى تميزت به عن الجبهة حتى صرطة تبصر بها تسمى قوة باصرة وشرط البصر وجود المبصر فإذا أبصرت شيئا فهو محسوس بحاسة البصر فإذا عدم المبصر إن عدم الإبصار وبقيت صورته في دماغك كأنك تنظر إليها فيسمى ذلك تخيلا فغيبة الشيء تنفي الإبصار ولا تنفي التخيل ولما كنت تحس التخيل في دماغك فاعلم أن في الدماغ غريزة وصفة تهيء للتخيل تباين بها بقية الأعضاء كمباينة العين لها وهذه القوة يشارك فيها الإنسان البهيمة فمهما رأى الفرس الشعير تذكر صورته فيعرف أنه موافق له مستلذ لديه ولو لم تثبت الصورة في خياله لم يبادل إليه ما لم يجربه بالذوق مرة أخرى ثم فيك قوة ثالثة تباين البهيمة بها تسمى عقلا محلها القلب تباين قوة التخيل أشد من مباينة قوة التخيل لقوة الإبصار ثم فيك قوة رابعة تسمى الفكرة شأنها أن تقدر على تفصيل الصورة التي في الخيال وتقطيعها وتركيبها وليس لها إدراك شيء آخر بل إذا خطر في الخيال صورة إنسان قدر أن يجعلها نصفين نصف إنسان ونصف فرس وربما صور إنسانا يطير إذا ثبت في الخيال صورة الإنسان والطيران مفردين والفكرة تجمع بينهما كما تفرق بين نصف الإنسان وليس لها أن تخترع صورة لا مثل لها فصل والتأليف بين مفردين لا يخلو إما أن ينسب أحدهما إلى الآخر بنفي أو إثبات كقولنا العالم حادث والعالم ليس بقديم ويسمي النحيون الأول مبتدى والثاني خبر ويسميه الفقهاء حكما ومحكوما عليه ويسمى الجميع قضية والقضايا أربع قضية في عين نح زيد عالم وقضية مطلقة نح بعض الناس عالم وقضية عامة كقولنا كل جسم متحيز وقضية مهملة كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر وربما وضع بعض المغالطين المهملة موضع العامة كقول الشافعي المطعوم ربوي دليله البر والشعير فيقال إن أردتم كل مطعوم فما دليله والبر والشعير ليس كل المطعومات وإن أردتم البعض لم تلزم النتيجة إذ يحتمل أن السفرجل من البعض الذي ليس بربوي فصل قد ذكرنا أن البرهانة مقدمتان يتولد منهما نتيجة ولا يسمى برهانا إلا إذا كانت المقدمتان قطعية فإن كانت مظنونة سميت قياسا فقهية وإن كانت مسلمة سميت قياسا جدلية وتسميتها قياسا مجاز إذ حاصله إدراج خصوص تحت عموم والقياس تقدير شيء بشيء آخر والبرهان على خمسة أضرب الأول قولنا كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرم فيلزم منه أن كل نبيذ حرم ضرورة متى سلمت المقدمتان إذ كل عقل صدق بالمقدمتين فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما أخضرهما إلى الذهن ووجه دلالته أننا جعلنا المسكرة صفة النبيذ ثم حكمنا على الصفة بالتحريم فبالضرورة يدخل الموصوف فيه ولو بطل قولنا النبيذ حرام مع كونه مسكرة بطل قولنا كل مسكر حرام ثم أعلم أن كل واحدة من المقدمتين تشتمل على جزئين مبتدأ وخبر فتصير أجزاء البرهان أربعة أمور منها واحد مكرر في المقدمتين فتعود إلى ثلاثة إذ لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد مثل قولنا النبيذ مسكر والمغصوب مضمون فلم ترتبط إحداهما بالأخرى ويسمى المكرر علة فإنه لو قيل لك لما حرمت النبيذ قلت لأنه مسكر ويسمى ما جرى مجرى النبيذ محكوما عليه وما جرى مجرى الحرام حكما وما يشتمل على المحكوم عليه المقدمة الأولى وما يشتمل على الحكم المقدمة الثانية ولهذا الضرب شرطان أحدهما أن تكون الأولى مثبته ولو كانت نافية لم تنتج والثاني أن تكون الثانية عامة ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب عمومها فلو قلت النبيذ مسكر وبعض المسكر حرام لم يلزم تحريم النبيذ الضرب الثاني أن تكون العلة حكما في المقدمتين كقولنا لا يقتل المسلم بالكافر لأن الكافر غير مكلف وكل من يقتل به مكاف فهنا ثلاث معان مكاف ويقتل به وثالث الكافر والمكرر المكافئ فهو العلة وهو الحكم في المقدمة الأولى نقول لا يقتل المسلم بالكافر لأن الكافر غير مكاف وكل من يقتل به مكاف فهنا ثلاثة معان مكاف ويقتل به والثالث الكافر والمكرر المكافئ فهو العلة وهو الحكم في المقدمة الأولى وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا قضية نافية ولهذا الضرب شرطان أحدهما أن تختلف المقدمتين في النفي والإثبات والثاني أن تكون الثانية عامة الضرب الثالث أن تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين وتسميه الفقهاء نقضى وينتد نتيجة خاصة كقولنا كل سواد عرض وكل سواد اللون فيلزم منه أن بعض العرض لون ومن الفقه كل بر مطعوم وكل بر ربوي فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي الضرب الرابع التلازم ومثاله إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم أن الصلاة صحيحة فيلزم أن المصلي متطهر أو نقول إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم أن المصلي غير متطهر فيلزم أن الصلاة غير صحيحة ووجه دلالة هذه الجملة أنه جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط ولا يلزم العكس فلو قال إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم أن المصلي متطهر لم يصح إذ قد تفسد الصلاة بأمر آخر وكذلك لو قال ومعلوم أن الصلاة غير صحيحة لا يلزم منه شيء إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا من انتفاء المشروط انتفاء الشرط وتحقيقه أنه مهما جعل شيئا لازما لشيء فيجب أن يكون اللازم أعم من الملزوم أو مساويا له إذ ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم ضرورة وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص ولا من انتفاء الأخص انتفاء الأعم ومثاله إذا قلنا كل حيوان جسم فيلزم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم ومن انتفاء الجسم انتفاء الحيوان ولم يلزم العكس فلذلك قلنا إنه يلزم من صحة الصلاة التطهر ومن انتفاء التطهر انتفاء الصلاة ولم يلزم من في صحة الصلاة انتفاء التطهر ولا من وجود التطهر وجود الصحة لكون التطهر أعم من الصلاة والله أعلم أما إذا كان أحدهما مساويا للآخر فيلزم الوجود بالوجود والانتفاء بالانتفاء لاستحالة تفارقهما وهذا ظاهر كقولنا إن كان زنا المحصن موجودة فالرجم واجب ومعلوم أن الرجم واجب فيكون الزنا موجودة ولكنه غير واجب فلا يكون الزنا موجودة لكن الزنا غير موجود فلا يكون الرجم واجبا وكذلك كل معلول له علة واحدة الضرب الخامس السبر والتقسيم كقولنا العالم إما حادث وإما قديم لكنه حادث فليس بقديم أو لكنه قديم فليس بحادث أو لكنه ليس بحادث فهو قديم وفي الجملة كل ناقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر ونفيه إثبات الآخر ولا يشترط انحصار القضية في قسمين لكن من شرطه استيفاء أقسامه أما إذا لم يخصر احتمل أن الحق في قسم آخر فإن كان الثلاثة كقولنا العدد مساوي أو أقل أو أكثر فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين ونفي الآخرين ينتج إثبات الثالث وإبطال واحد ينتج انحصار الحق في الآخرين فصل وجميع الأدلة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه وحيث تذكر لا على هذا النظم فهو إما لقصور وإما لإهمال إحدى المقدمتين ثم إهمالهما إما لوضوحهما وهو الغالب في الفقهيات كقول القائل هذا يجب رجمه لأنه زنى وهو محصن وترك المقدمة الأولى لاشتهارها وهي وكل من زنى وهو محصن فعليه الرجم وأكثر أدلة القرآن على هذا قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فترك إنهما لم تفسد للعلم به وكذا قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا ثم قد يكون الإهمال للمقدمة الأولى وقد يكون للثانية وقد تترك إحدى المقدمتين للتلبيس على الخصم وذلك يكون بترك المقدمة التي يعصر إثباتها أو ينازعه الخصم فيها استغفالا للخصم واستهجالا له خشية أن يصرح بها فيتنبه ذهن خصمه لمنازعته فيها وعادة الفقهاء إهمال إحدى المقدمتين فيقولون في تحريم النبيذ النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر ولا تنقطع المطالبة عنه ما لم يرد إلى النظم الذي ذكرناه والله أعلم فصل اليقين اليقين ما أذعنت النفس إلى التصديق به وقطعت به وقطعت بأن قطعها به صحيح بحيث لو حكي لها عن صادق خلافة لم تتوقف في تكذيب الناقل كقولنا الواحد أقل من الاثنين وشخص واحد لا يكون في مكانين ولا يتصور اجتماع ضدين ولنا حالة ثانية وهي أن تصدق بالشيء تصديقا جزميا لا تتمارى فيه ولا تشعر بنقيضه البتة ولو أشعرت بنقيضه لا عسر إذ عانها للإصغاء لكن لو ثبتت وأصغت وحكي لها نقيضه عن صادق أورث ذلك توقفا عندها وهذا اعتقاد أكثر الخلق وكافة الخلق يسمون هذا يقينا إلا أحدا من الناس فأما ما للنفس سكون إليه وتصديق به وهي تشعر بنقيضه أو لا تشعر لكن إن شعرت به لم ينفر طبعها من قبوله فهو يسمى ظناء وله درجة في الميل إلى النقصان والزيادة لا تحصى فمن سمع من عدل شيئا سكنت نفسه إليه فإن انضاف إليه ثاني زاد السكون حتى يصير يقينا وبعض الناس يسمي هذا الظن يقينا أيضا ومدارك اليقين خمسة الأول الأوليات وهي العقليات المحضة التي قضى العقل بمجرده بها من غير استعانة بحس وتخيل كعلم الإنسان بوجود نفسه وأن القديم ليس بحادث واستحالة اجتماع الضدين فهذه القضايا تصادف مرتسمة في النفس حتى يظن أنه لم يزل عالما بها ولا يدري متى تجدد ولا يقف خصولها على أمر سوى مجرد العقل الثاني المشاهدات الباطنة كعلم الإنسان بجوع نفسه وعاطشه وسائر أحواله الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس فليست حسية ولا هي عقلية إذ تدركها البهيمة والصبي والأوليات لا تكون للبهائم الثالث المحسوسات الظاهرة وهي المدركة بالحواس الخمس وهي البصر والسمع والذوق والشم واللمس فالمدرك بواحد منها يقيني كقولنا الثلج أبيض والقمر مستدير وهذا واضح لكن يتطرق الغلط إليها لعوارض كتطرق الغلط إلى الإبصار لبعد أو قرب مفرط أو ضعف في العين وخفاء في المرئي ولذلك يرى الظل ساكنا وهو متحرك وكذلك الشمس والقمر والنجوم والصبي والنبات هو في النمو لا يتبين ذلك وأسباب الغلط في الأبصار المستقيمة منها الانعكاس كما في المرئة والانعطاف كما يرى ما وراء البلور والزجاج وغير ذلك الرابع التجريبات ويعبر عنها بالطراض العادات ككون النار محرقة والخبز مشبعة والماء مروية والخمر مسكرة والحجر هاوية وهي يقينية عند من جربها وليست هذه محسوسة فإن الحس شاهد حجرا يهوي بعينه أما أن كل حجر هاو فقضية عامة لم يشاهدها وليس للحس إلا قضية في عين الخامس المتواترات كالعلم بوجود مكة وبغداد وليس هو بمحسوس إنما للحس أن يسمع أما صدق المخبر فذلك إلى العقل فهذه الخمسة مدارك اليقين فأما ما يتوهم أنه منها وليس منها فالوهميات والمشهورات وهي آراء محمودة توجب التصديق بها إما شهدة الكل أو الأكثر أو جماهير من الأفاضل كقولك الكاذب قبيح وكفران المنعم وإلام البريء قبيح والإنعام وشكر المنعم وإنقاذ الهلك حسن فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين يعلم أنك إذا جمعت مفردين ونسبت أحدهما إلى الآخر كقولك النبيذ حرام فلم يصدق بهما العقل فلابد من واسطة بينهما تنسب إلى المحكوم عليه فتكون حكما له وتنسب إلى الحكم فيصير حكما لها فيصدق العقل به فيلزم ضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه بيانه إذا قال النبيذ حرام فمنع وطلب واسطة ربما صدق العقل بوجودها في النبيذ وصدق بوجود وصف الحرام لتلك الواسطة فيقول النبيذ مسكر فيقول نعم إذا كان قد علم ذلك بالتجربة إذا سأله النبيذ مسكر يقول نعم فيقول وكل مسكر حرام فيقول نعم إذا كان قد حصل ذلك بالسماع فيلزم التصديق بأن النبيذ حرام فإن قيل هذه القضية ليست خارجة عن القضيتين قلنا هذا غلط فإن قولك النبيذ حرام غير قولك النبيذ مسكر وغير قولك المسكر حرام بل هذه ثلاث مقدمات مختلفات لا تكرر فيها لكن قولك المسكر حرام شمل النبيذ بعمومه فدخل النبيذ فيه بالقوة لا بالفعل إذ قد يخطر العام في الذهن ولا يخطر الخاص إذ من قال الجسم متحيز قد لا يخطر بباله في الحال ذكر الثعلب فضلا عن أن يخطر بباله أنه متحيز فالنتيجة موجودة في إحدى المقدمتين بالقوة القريبة فلا تخرج إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين ما لم تخضر المقدمتين في الذهن ووجه وجود النتيجة في المقدمتين بالقوة ولا يبعد أن ينظر الناظر إلى بغلة منتفخة البطن فأظن أنها حامل فيقال هل تعلم أن البغلة عاقر فيقول نعم فيقال وهل تعلم أن هذه بغلة فيقول نعم فيقال فكيف توهمت حملها فتعجب من توهمه مع علمه بالمقدمتين فإن قيل فالمطلوب بالنظر معلوم أم مجهول إن كان معلوم فكيف تطلبه وأنت واحد وإن كان مجهول فبما تعلم مطلوبك قلنا هذا تقسيم غير حاصر بل ثم قسم آخر وهو أني أعرفه من وجه دون وجه فإني أفهم المفردات وأعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة ولا أعلمها بالفعل فهو كطلب الآبق في البيت فإني أعرفه بصورته وأجهله بمكانه وكونه في البيت أفهمه مفردا فهو معلوم لي بالقوة وأطلب خطوله من جهة حاسة البصر فإذا رأيته في البيت صدقت بكونه فيه فصل وإذا استدللت بالعلة على المعلول فهو برهان علة كالاستدلال بالغيم على المطر إذا استدللت بالعلة على المعلول فهو برهان علة كالاستدلال بالغيم على المطر وإن استدللت بالمعلول على العلة أو بأحد المعلولين على الآخر فهو برهان دلالة كالاستدلال بالمطر على الغيم والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر كقولنا كل من صح طلاقه صح ظهاره والذمي يصح طلاقه فيصح ظهاره فإن إحدى النتيجتين تدل على الأخرى بواسطة العلة فإنها تلازم علتها والأخرى تلازم علتها وملازم الملازم ملازم فصل فأما الاستدلال بالاستقراء فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها كقولنا في الوتر ليس بفرض لأنه يؤدى على الراحلة والفرض لا يؤدى عليها فيقال لما قلتم إن الفرض لا يؤدى عليها قلنا بالاستقراء إذ رأينا القضاء والنذر والأداء لا تؤدى عليها فهذا مختل يصلح للظنيات دون القطعيات فإن حكمه بأن كل فرض لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم إذ الوتر عنده واجب يؤدى عليها فنقول هل استقرأت حكم الوتر في تصفحك وكيف وجدته فإن قال وجدته لا يؤدى على الراحلة فباطل إجماعا ثم هو مبطل المقدمة الأخرى على نفسه إذ هي أن الوتر يؤدى على الراحلة وإن قال لم أتصفح فلم يبين إلا بعض الأجزاء فخرجت المقدمة عن أن تكون عامة فإذن لا يصح ذلك إلا في الفقهيات والله أعلم هذا تمام المقدمة فلنشرع الآن في ذكر الأصول فنقول تقسيم أحكام التكليف إلى خمسة أقسام وحقائقها أقسام أحكام التكليف خمسة واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب وإلا فيكون إيجابة والذي يرد باقتضاء الترك ناهي فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراها وإلا فحضر فصل وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه وقيل ما يعاقب تاركه وقيل ما يذم تاركه شرعا والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين لاستواء حدهما وهو قول الشافعي والثانية الفرض آكد فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة وقيل ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوة نحو أركان الصلاة فإن الفرض في اللغة التأثير ومنه فرضة النهر والقوس والوجوب السقوط ومنه واجبت الشمس والحائط إذا سقطا ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومضنون ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى فصل والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة فيسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا معنى للوجوب مع التخير ولنا أنه جائز عقلا وشرعا أما العقل فلأن السيد لو قال لعبده أوجبت عليك خياطة هذا القميص أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم أيهما فعلته اكتفيت به وإن تركت الجميع عقبتك ولا أوجبهما عليك معه بل أحدهما لا بعينه أيهما شئت كان كلما معقولة ولا يمكن دعوى إيجاب الكل لأنه صرح بنقيضه ولا دعوى أنه ما أوجب شيئا لأنه عرضه للعقاب بترك الكل ولا أنه أوجب واحدا معينة لأنه صرح بالتخير فلم يبق إلا أنه أوجب واحدا لا بعينه ولأنه لا يمتنع في العقل أنه يتعلق الغرض بواحد غير معين لكون كل واحد منهما وافيا بالغرض حسب وفاء صاحبه فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه والتعين فضله لا يتعلق بها الغرض فلا يطلبه منه وأما الشرع فاخصال الكفارة بل اعتاق الرقبة بالإضافة إلى اعتاق العبيد وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفأين الخاطبين وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها ولا سبيل إلى إيجاب الجميع وأجمعت الأمة على أن جميع خصال الكفارة غير واجب فإن قيل إن كانت الخصال متساوية عند الله تعالى بالنسبة إلى صلاح العبد فينبغي أن يوجب الجميع تسوية بين المتساويات فإن تميز بعضها بوصف ينبغي أن يكون هو الواجب عين قلنا ولما قلتم إن للأفعال صفات في ذاتها لأجلها يجبها الله سبحانه بل الإيجاب إليه له أن يخصص من المتساويات واحدا بالإيجاب وله أن يجب واحدا غير معين ويجعل مناط التكليف اختيارا مكلف ليسهل عليه الامتثال جواب ثاني إن التساوي يمنع التعيين لكونه عبثا وحصول المصلحة بواحد يمنع من إيجاب الزائد لكونه إضرارا مجردا حصلت المصلحة بدونه فيكون الواجب واحدا غير معين فإن قيل فالله سبحانه يعلم ما يتعلق به الإيجاب ويعلم ما يتأدى به الواجب فيكون معينا في علم الله سبحانه قلنا الله سبحانه إذا أوجب واحدا لا بعينه عالمه على ما هو عليه من نعته ونعته أنه غير معين فيعلمه كذلك ويعلم أنه يتعين بفعل المكلف ما لم يكن متعينا قبل فعله والله أعلم فصل والواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق ومواسع وأنكر أكثر أصحاب أبي حنيفة التوسيع وقالوا هو يناقض الوجوب ولنا أن السيد لو قال لعبده ابني هذا الحائط في هذا اليوم إما في أوله وإما في وسطه وإما في آخره وكيف أردت فمهما فعلت امتثلت إيجابي وإن تركت عاقبتك كان كلما معقولا ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئا أصلا ولا أنه أوجب مضيقا لأنه صرح بضد ذلك فلم يبق إلا أنه أوجب موسعة وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبا بدليل أن الصلاة تاجب في أول الوقت وكذلك نعقد الإجماع على أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته ولو كانت نفلة لأجزأت نية النفل بل استحالت نية الفرض من العالم كونها نفلة إذ النية قصد يتبع العلم فإن قيل الواجب ما يعاقب على تركه والصلاة إن أضيفت إلى آخر الوقت فيعاقب على تركها فتكون واجبة حينئذ وإن أضيفت إلى أوله فيخير بين فعلها وتركها وفعلها خير من تركها وهذا حد المندوب وإنما أثيب ثواب الفرض ولزمته نيته لأن مآله إلى الفرضية فهو كمعدل الزكاة والجامع بين الصلاتين في وقت أولاهما قولنا الأقسام ثلاثة فعل لا يعاقب على تركه مطلقا وهو المندوب وقسم يعاقب على تركه مطلقا وهو الواجب المضيق وفعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت ولا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت وهذا قسم ثالث يفتقر إلى عبارة ثالثة وحقيقته لا تعد الوجوب والندب وأولى عباراته الواجب الموسع قالوا ليس هذا قسما ثالثة بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندب وبالإضافة إلى آخره واجب بدليل أنه في أول الوقت يجوز تركه دون آخره قلنا بل حد الندب ما يجوز تركه مطلقا وهذا لا يجوز إلا بشرط وهو الفعل بعده أو العزم على الفعل وما جاز تركه بشرط فليس بندب كما أن كل واحد من خصال الكفارة يجوز تركه إلى بدل ومن أمر بالإعتاق فما من عبد إلا يجوز تركه بشرط عدق ما سواه ولا يكون ندبا بل واجبا مخيرا كهذا يسمى واجبا موسعا وما جاز تركه بشرط يفارق ما جاز تركه مطلقا وما لا يجوز تركه مطلقا فهو قسم ثالث وإذا كان المعنى متفقا عليه وهو الانقسام إلى الأقسام الثلاثة فلا معنى للمناقشة في العبارة وأما تعجيل الزكاة فإنه يجب بنية التعجيل وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت غير ما نواه في آخره ولم يفرق أصلا فهو مقطوع به فإن قيل قولكم إنما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده باطل فإنه لو ذاهل أو غفل عن العزم ومات لم يكن عصيا ولأن الواجب المخير ما خير الشارع فيه بين شيئين وما خير فيه بين العزم والفعل ولأن قوله صلي في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم أصلا فإيجابه زيادة قلنا إنما لم يكن عصيا لأن الغافل لا يكلف فأما إذا لم يغفل فلا يترك العزم على الفعل إلا عازما على الترك مطلقا وهو حرام وما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجبا فهذا دليل وجوبه وإن لم تدل عليه الصيغة والله أعلم فصل إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عصيا لأنه فعل ما أبيح له فعله لكونه جوز له التأخير فإن قيل إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة قلنا هذا محال فإن العاقبة مستورة عنه ولو سألنا فقال علي صوم يوم فهل يحل لي تأخيره إلى غد فما جوابه إن قلنا نعم فلما أثم بالتأخير وإن قلنا لا فخلاف الإجماع وإن قلنا إن كان في علم الله أنك تموت قبل غد لم يحل وإلا فهو يحل فأقول وما يدريني ما في علم الله فلابد من الجزم بجواب فإذن معنى الوجوب وتحقيقه أنه لا يجوز له التأخير إلا بشرط العزم ولا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه والله أعلم فصل ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس إلى المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب وإلى ما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة وغسل جزء من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب وهذا أولى من قولنا يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب إذ قولنا يجب ما ليس بواجب متناقض لكن الأصل وجب بالإيجاب قصدا والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود فهو واجب كيفما كان وإن اختلفت علة إيجابهما فإن قيل لو كان واجبا لأثيب على فعله وعوقب على تركه وتارك الوضوء والصوم لا يعاقب على ما ترك من غسل جزء من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار قلنا ومن أبعكم أن ثواب القريب إلى البيت في الحج مثل ثواب البعيد وأن الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة وأما العقوبة فإنه يعاقب على ترك الوضوء والصوم ولا يتوزع على أجزاء الفعل فلا معنى لإضافته إلى التفصيل فصل وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميته بمذكاه حرمتا الميته بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه وقال قوم المذكات حلال لكن يجب الكف عنهما وهذا متناقض إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما بل هو متعلق بالفعل فإذا حرم فعل الأكل فيهما فأي معنى لقولنا هي حلال وإنما وقع هذا في الأوهام حيث ضاه الوصف بالحل والحرمة الوصف بالسواد والبياض والأوصاف الحسية وذلك وهم على ما ذكرناه والله أعلم فصل الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود ومدة القيام والقعود إذا زاد على أقل الواجب فالزيادة ندب واختاره أبو الخطاب وقال القاضي الجميع واجب لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد والأمر في نفسه أمر واحد وهو أمر إيجاب ولا يتميز البعض عن البعض فالكل امتثال ولنا أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا بدل وهذا هو الندب ولأن الأمر إنما اقتضى إيجاب ما تناوله الاسم فأكون هو الواجب والزيادة ندب وإن كان لا يتميز بعضه عن البعض فيعقل كون بعضه واجبة وبعضه ندبة كما لو أدى دينارا عن عشرين القسم الثاني المندوب والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل كما قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا وحده في الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بادل وقيل هو ما في فعله ثواب ولا عقب في تركه والمندوب مأمور وأنكر قوم كونه مأمورا قالوا لأن الله سبحانه قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والمندوب لا يحذر فيه ذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقد ندبهم إلى السواك عالم أن الأمر لا يتناول المندوب ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخير معه وفي الندب تخير نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وقد ندبهم إلى السواك علم أن الأمر لا يتناول المندوب ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخير معه وفي الناد بتخير ولم يسمى تاركه عاصية الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع الكلام في رد المؤلف على من تحدث عن موضوع النتب يقول ولنا أن الأمر استدعاء وطلب والمندوب مستدعى ومطلوب فيدخل في حقيقة الأمر قال الله تعالى إن الله يأمر بالعادل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى بل توقف عند لفظة القربى وقال تعالى وأمر بالمعروف ومن ذلك ما هو مندوب ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب ولأن فعله طاعة وليس ذلك لكونه مرادة إذ الأمر يفارق الإرادة ولا لكونه موجودة فإنه موجود في غير الطاعات ولا لكونه مثابة فإن الممتثل يكون مطيعا وإن لم يثب وإنما الثواب للترغيب في الطاعة وقولهم إن الأمر ليس فيه تخير ممنوع وإن سلمنا فالندب كذلك لأن التخير عبارة عن التسوية فإذا ترجح جهة الفعل ارتفعت التسوية والتخير ولم يسمى تاركه عاصية لأنه اسم ذم وقد أسقط الله تعالى الذم عنه لكن يسمى مخالفة وغير ممتثل ويسمى فاعله موافقة ومطيعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أمرتهم بالسواك أي أمرتهم أمر جزم وإيجاب وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب ونحن نقول به لكن يجوز صرفه إلى النبي بدليل ولا يخرج بذلك عن كونه أمر لما ذكرناه في دليلنا والله أعلم القسم الثالث المباح وحده ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه وحده ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه غير مقترن بذنب فاعله وتاركه ولا مدحه نعيد حده ما أذن الله سبحانه في فعله وتركه غير مقترن بذنب فاعله وتاركه ولا مدحه وهو من الشرع وأنكر بعض المعتزلة ذلك إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك وذلك ثابت قبل ورود السمع فمعنى إباحة الشيء تركه على ما كان قبل السمع قلنا الأفعال ثلاثة أقسام قسم صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه فهذا خطاب ولا معنى للحكم إلا الخطاب وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير لكن دل دليل السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه فقد عرف بدليل السمع ولولا هو لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه فهذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير وهذا دليل على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال فلا يبقى فعل إلا مدلول عليه سمع فتكون إباحته من الشرع ويحتمل أن يقال لا حكم له والله أعلم فصل واختلث في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها فقال تميمي وأبو الخطاب والحنفية هي على الإباحة إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على غيرنا فليكن مباحا ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه يثبت أنه لنفعنا وقال ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة هي على الحظر لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح والله سبحانه المالك ولم يأذن ولأنه يحتمل أن في ذلك ضرر فالإقدام عليه حظر وقال أبو الحسن الجزري وطائفة الواقفية لا حكم لها إذ معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل ورود السماء والعقل لا يبيح شيئا ولا يحرمه وإنما هو معرف للترجيح والاستواء وطابح التصرف في ملك الغير ذلك إنما يعلم بتحريم الشارع ونهيه ولو حكمت فيه العادة فإنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظل وضوء النار وهذا القول هو اللائق بالمذهب إذ العقل لا دخل له في الحظر والإباحة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى وإنما تثبت الأحكام بالسماء وقد دل السماء على الإباحة على العموم بقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا وبقوله قل إنما حرم ربي الفواحش الآية وقوله تعالى تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآية وبقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم الآية ونحو ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه وقوله إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمى من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته وفائدة الخلاف أن من حرم شيئا أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال الأصل فصل المباح غير مأمور به لأن الأمر استدعاء وطلب والمباح مأذون فيه ومطلق غير مستدعاء ولا مطلوب وتسميته مأمورا تجوز فإن قيل ترك الحرام مأمور به والسكوت المباح يترك به الكفر والكذب الحرام فيكون مأمورا به قلنا فليكن المباح واجبا إذن وقد يترك الحرام إلى المندوب فليكن واجبا وقد يترك الحرام بحرام آخر فليكن الشيء حراما واجبا ولتكن الصلاة حراما إذا تحرم بها من عليه الزكاة وهذا باطل فإن قيل فهل الإباحة تكليف قلنا من قال التكليف الأمر والنهي فليست الإباحة كذلك ومن قال التكليف ما كلف اعتقاد كونه من الشرع فهذا كذلك وهذا ضعيف إذ يلزم عليه جميع الأحكام والله أعلم القسم الرابع المكروه وهو ما تركه خير من فعله وقد يطلق ذلك على المخضور وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يتعلق بفعله إقاب فصل والأمر المطلق لا يتناول المكروه لأن الأمر استدعاء وطلب والمكروه غير مستدعاء ولا مطلوب ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا ومنهيا وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور فالمنهي عنه أولى القسم الخامس الحرام الحرام ضد الواجب فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد إلا أن الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام ويكون انقسامه بالإضافة لأن اختلاف الإضافات والصفات توجب المغايرة والمغايرة تكون تارة بالنوع وتارة باختلاف الوصف كالسجود لله تعالى واجب والسجود للصنم حرام والسجود لله تعالى غير السجود للصنم قال الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واستجدوا لله الذي خلقهن والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد جميعا وأن الساجد لله مطيع بهما جميعا وأما الواحد بالعين كالصلاة في الدار المعصوبة من عمر فحركته في الدار واحد بعينه واختلفت الرواية في صحتها فروي أنها لا تصح إذ يؤدي إلى أن تكون العين الوحيدة من الأفعال حراما واجبا وهو متناقض فإن فعله في الدار وهو الكون في الدار وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده فإن فعله في الدار أفعال اختيارية هو معاقب عليها منهي عنها فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه مطيعا بما هو عاص به وروي أن الصلاة تصح بأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغيران هو مطلوب من أحدهما مكروه من الآخر فليس ذلك محال إنما المحال أن يكون مطلوبا من الوجه الذي يكره منه ففعله من حيث إنه صلاة مطلوب مكروه من حيث إنه غصب والصلاة معقولة بدون الغصب والغصب معقول بدون الصلاة وقد اجتمع الوجهان المتغيران فنظيره أن يقول السيد لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فإن امتثلت أعتقتك وإن اتكبت النهي أعقبتك فخاط الثوب في الدار حسن من السيد عدقه وعقوبته ولو رمى سهما إلى كافر فمرق منه إلى مسلم لا استحق سلب الكافر ولزمت هدية المسلم لتضمن الفعل الواحد أمرين مختلفين ومن اختار الرواية الأولى قال ارتكاب النهي متى أخلى بشرط العبادة أفسدها بالإجماع كما لو نهي المحدث عن الصلاة فخالف وصل ونية التقرب بالصلاة شرط والتقرب بالمعصية محال فكيف يمكن التقرب به وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاص به فكيف يكون متقربا بما هو عاص به وهذا محال وقد غلط من زعم أن في هذه المسألة إجماعا لأن السلف رضي الله عنهم لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلام بقضاء الصلوات في أماكن الغصب إذ هذا جهل بحقيقة الإجماع فإن حقيقته الإنفاق من علماء أهل العصر وعدم النقل عنهم ليس بنقله الاتفاق نقول لأن السلف رضي الله عنهم لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلم بقضاء الصلوات في أماكن الغصب إذ هذا جهل بحقيقة الإجماع فإن حقيقته الاتفاق من علماء أهل العصر وعدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه فيكون حينئذ فيه اختلاف هل هو إجماع أم لا على ما سنذكره في موضعه والله أعلم فصل مصحح الصلاة في الدار المغصوبة قسم النهي ثلاثة أقسام الأول ما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه كقوله تعالى لا تقرب الزنا وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوبه مثل قوله أقم الصلاة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير ولم يتعرض في النهي للصلاة فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمكروه جميعا القسم الثالث أن يعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون أصله كقوله وأقيم الصلاة مع قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة ولا جنبا إلا عابري سبيل وقوله عليه السلام دعي الصلاة أيام أقرائك ونهيه عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن السبعة ونهيه عنها في الأوقات الخمسة فأبو حنيفة يسمي المأتي به على هذا الوجه فاسدا غير باطل وعندنا أن هذا من القسم الأول وهو قول الشافعي فإن المكروهة الصلاة في زمن الحيض لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة إذ ليس الوقوع في الوقت شيئا منفصلا عن الإيقاع ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضيع كلها فصل الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى فأما الصيغة فلا فإن قوله قم غير قوله لا تقعد وإنما النظر في المعنى وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أو لا فقالت المعتزلة ليس بنهي عن ضده لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه إذ يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه فإن لم يكن ذاهلا عنه فلا يكون طالبا له إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة لا بحكم ارتباط الطلب به حتى لو تصور مثلا الجمع بين الضدين ففعل كان ممتثلا فيكون من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به واجب غير مأمور به وقال قوم فعل الضد هو عين ترك ضده الآخر فالسكون عين ترك الحركة وشغل الجوهر حيزا عين تفريغه للحيز المنتقل عنه والبعد من المغرب هو القرب من المشرق وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد فإذن طلب السكون بالإضافة إليه أمر وإلى الحركة نهي وفي الجملة أن لا نعتبر في الأمر الإرادة بل المأمور ما اقتضى الأمر امتثاله والأمر يقتضي ترك الضد ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به فيكون مأمورا به والله أعلم فهذه أقسام أحكام التكليف ولنبين الآن التكليف ما هو وشروطه فصل التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفه أي مشقة قالت الخنساء في صخر يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولداء وهو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به أما ما يرجع إلى المكلف فهو أن يكون عاقلا يفهم الخطاب فأما الصبي والمجنون فغير مكلفين لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال ولا تمكن أو لا تمكن إلا بقصد الامتثال وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف إذ من لا يفهم كيف يقال له فهم ومن لا يسمع لا يقال له تكلم وإن سمع ولم يفهم كالبهيمة فهو كمن لا يسمع ومن يفهم فهما ما كغير المميز فخطابه ممكن لكن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن ووجب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليفا لهم إذ يستحيل التكليف بفعل الغير وإنما معناه أن الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ وهذا ممكن إنما المحال أي قال لمن لا يفهم يفهم وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به يفهم التكليف في ثاني الحال والبهيمة ليس لها أهلية فهم الخطاب لا بالقوة ولا بالفعل فلم يتهيأ ثبوت الحكم في ذمتها والشرط لا بد أن يكون حاصلا أو ممكن الحصول على القرب فتقول هو موجود بالقوة كما أن شرط الملكية الإنسانية وشرط الإنسانية الحياة والنطفة يثبت لها الملك مع عدم الحياة التي هي شرط الإنسانية لوجودها بالقوة فكذا الصبي مصيره إلى العقل فصلح لثبوت الحكم في ذمته ولم يصلح للتكليف في الحال فأما الصبي المميز فتكليفه ممكن لأنه يفهم ذلك إلا أن الشرع حط التكليف عنه تخفيفا ليظهر خفي التدريج إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشارع ويعلم الرسول والمرسل فنصب له علامة ظاهرة وقد رويا أنه مكلف فصل والناس والنائم غير مكلف لأنه لا يفهم فكيف يقال له فهم وكذا السكران الذي لا يعقل وثبت أحكام أفعالهم من الغرامات ونفوذ طلاق السكران من قبيل ربط الأحكام بالأسباب وذلك مما لا ينكر فأما قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا فقد قيل هذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر والمراد منه المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة كي لا يأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران كما يقال لا تقرب التهجد وأنت شبعان معناه لا تشبع فيثقل عليك التهجد وقال الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي يلزموا الإسلام ولا تفارقوه حتى إذا جاءكم الموت أتاكم وأنتم مسلمون وقيل هو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله لأنه إذا ظهر بالبرهان استحالة توجه الخطاب وجب تأويل الآية فصل فأما المكره فيدخل تحت التكليف لأنه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما أمر به وتركه وقالت المعتزلة ذلك محال لأنه لا يصح منه فعل فعل غير ما أكره عليه فلا يبقى له خياره وهذا غير صحيح فإنه قادر على الفعل وتركه ولهذا يجب عليه ترك القتل إذا أكره على قتل مسلم ويأثم بفعله ويجوز أن يكلف ما هو على وفق الإكره كإكراه الكافر على الإسلام وتارك الصلاة على فعلها فإذا فعلها قيل أدى ما كلف لكن إنما تكون منه طاعة إذا كان الانبعاث بباعث الأمر دون باعث الإكره فإن كان إقدامه للخلاص من سيف المكره لم تكن طاعة ولا يكون مجيبا داعي الشرع وإن كان يفعلها ممتثلا لأمر الشارع بحيث كان يفعلها لولا الإكره فلا يمتنع وقوعها طاعة وإن وجدت صورة التخويف فصل واختلفت الرواية هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام فروي أنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي إذ لا معنى لأجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله وهذا قول أكثر أصحاب الرأي وروي أنهم مخاطبون بها وهو قول الشافعي لأنه جائز عقل وقد قام دليله شرعا أما الجواز العقلي فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع بني الإسلام على خمس وأنتم مأمرون بجميعها وبتقديم الشهادتين من جملتها فتكون الشهادتين مأمورا بهما لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرهما كالمحدث يؤمر بالصلاة فإن منع الحكم في المحدث وقال إنما يؤمر بالوضوء فإذا توضأ أمر بالصلاة إذ لا يتصور الأمر بالصلاة مع الحدث لعجزه عن الامتثال قلنا فإذا لو ترك الصلاة طول عمره لا يعقب على تركها وهو خلاف الإجماع وينبغي أن لا يصح أمره بالصلاة بعد الوضوء بل بالتكبيرة الأولى لاشتراط تقديمها وأما الدليل الشرعي فعموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وإخبار الله سبحانه عن المشركين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرا من فالهم ولو كان كذبا لم يحصل التحذير منه كيف وقد عطف عليه وكنا نكذب بيوم الدين كيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية نص في مضاعفة العذاب في حق بين من جمع بين هذه المحظورات في حق من جمع بين هذه المحظورات وفائدة الوجوب أنه لو مات عقب على تركه وإن أسلم سقط عنه لأن الإسلام يجب ما قبله ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال فكيف يبعد سقوط الواجب أو الوجوب بالإسلام والله أعلم فصل فأما الشرط المعتبرة للفعل المكلف به فثلاثة أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور منه قصد الطاعة والانتثال وهذا يختص ما يجب به قصد الطاعة والتقرب الثاني أن يكون معدوما أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به الثالث أن يكون ممكن فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الأمر به وقال قوم يجز ذلك بدليل قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به والمحال لا يسأل دفعه ولأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه ولأن تكليف المحال لا يستحيل لصيغته إذ ليس يستحيل أن يقول كونوا قرده وكونوا حجاره وإن وحيل طلب المستحيل للمفسدة ومناقضة الحكمة فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى محال إذ لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه الأصلح ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد فالسفه من المخلوق ممكن فلا يستحيل ذلك أيضا ووجه استحالته قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولأن الأمر استدعاء وطلب والطلب يستدعي مطلوبا وينبغي أن يكون مفهوما بالاتفاق ولو قال أبجد هوز لم يكن ذلك تكليفا لعدم عقل معناه ولو علمه الآمر دون المأمور لم يكن تكليفا إذ التكليف الخطاب بما فيه كلفة وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب وإنما اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة إذ كان الأمر استدعاء الطاعة فإن لم يكن استدعاء لم يكن أمر والمحال لا يتصور الطاعة فيه فلا يتصور استدعاؤها كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجرة ولأن الأشياء لها وجود في الأذهن قبل وجودها في الأعيان وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه ولأننا اشترطنا أن يكون معدوما في الأعيان ليتصور الطاعة فيه فكذلك يشترط أن يكون موجودا في الأذهان ليتصور إيجاده على وفقه ولأننا اشترطنا للتكليف كونه معلوما ومعدوما وكون المكلف عاقلا فهما لاستحالة الامتثال بدونهما فكون الشيء ممكنا في نفسه أولا أن يكون شرطا وقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فقد قيل المراد به ما يفقل ويشق بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه كقوله أقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المماليك لا تكلفوهم ما لا يطيقون وقوله كونوا قرادة تكوين إظهارا للقدرة وقوله كونوا حجارة تعجيز وليس شيء من ذلك أمر وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال فإن الأدلة منصوبة والعقل حاضر وآلته تامة ولكن علم الله تعالى منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا والعلم يتبع المعلومة ولا يغيره ولذلك نقول الله قادر على أن يقيم القيامة في وقتنا وإن أخبر أنه لا يقيمها الآن وخلاف خبره محال لكن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه فصل والمقتضي بالتكليف فعل وكف فالفعل كالصلاة والمقتضى بالتكليف فعل وكف فالفعل كالصلاة والكف كالصوم وترك الزنا والسرقة والشرب وقيل لا يقتضي الكف إلا أن يتناول التلبيس بضد من أضداده فيثاب على ذلك لا على الترك لأن لا تفعل ليس بشيء ولا يتعلق به قدرة إذن لا تتعلق القدرة إلا بشيء والصحيح أن الأمر فيه مستقيم فإن الكف عن الصوم مقصود ولذلك تشترط النية فيه والزنا والشرب نهي عن فعلهما فيعاقب على الفعل ومن لم يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن فهو مثاب على فعله ولا يبعد أن يقصد أن لا يتلبس بالفواحش وإن لم يكن يقصد أن يتلبس بضدها الضرب الثاني من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار وهو أقسام أيضا أحدها ما يظهر به الحكم اعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة جعلها مقتضية لأحكامها على مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها وذلك شيئان أحدهما العلة والثاني السبب ونصبهما ونصبهما مقتضيين لأحكامهما حكم من الشارع بل ونصبهما مقتضيين لأحكامهما حكم من الشارع فلله تعالى في الزاني حكمان أحدهما أجوب الحد عليه والثاني جعل الزنا مجبا له فإن الزنا لم يكن مجبا للحد لعينه بل يجعل الشرع له مجبا ولذلك الصحة عليله فيقال إنما نصب علة لكذا وكذا فأما العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تعييرا ومنه سميت علة المريض لأنها اقتضت عزي المستمع اللفظة ليست واضحة وربما قصد تغييرا نعيد فأما العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تغييرا ومنه سميت علة المريض لأنها اقتضت تغيير الحال في حقه ومنه العلة العقلية وهي عبارة عما يجب الحكم لذاته كالكسر مع الانكسار والتسويد مع السود فاستعار الفقهاء لفظ العلة من هذا واستعمله في ثلاثة اشياء احدها بازاء ما يجب الحكم لا محالة فعلى هذا لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والاهل بل العلة المجموع والاهل والمحل بل العلة المجموع والاهل والمحل وصفان من اوصافها اخذا من العلة العقلية والثاني اطلقوه بازاء المقتضي للحكم وان تخلف الحكم لفوات شرط او وجود معنا والثالث اطلقوا بازاء الحكمة كقولهم المسافر يترخص لعلة المشقة والاوسط او لا الثاني السبب وهو في اللغة عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به ومنه سمي الحبل والطريق سببا فاستعار الفقهاء لفظة السبب من هذا الموضع واستعمله في اربعة اشياء احدها بازاء ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية الحافر يسمى صاحب سبب والمردي صاحب علة والثاني بازاء علة العلة كالرمي يسمى سببا والثالث بازاء العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول والرابع بازاء العلة نفسها وانما سميت سببا وهي مجبة لانها لم تكن مجبة لعينها والرابع بازاء العلة نفسها وانما سميت سببا وهي مجبة لانها لم تكن مجبة لعينها بل بجاع للشرع لها مجبة فأشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به فصل وهو ومما يعتبر للحكم الشرط وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات والشرط عقلي ولغوي وشرعي فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة واللغوي كقوله ان دخلت الدار فأنت طالق والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم وسمي شرط لأنه علامة على المشروط يقال أشرط نفسه للأمر إذا جعله علامة عليه ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها وعكس الشرط المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ونصب الشيء شرطا للحكم أو مانعا له حكم شرعي على ما قررناه في المقتضي للحكم والله أعلم القسم الثاني الصحة والفسد فالصحة هو اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه ويطلق على العبادات مرة وعلى العقود أخرى فالصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر وإن وجب القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر وهذا يبطل بالحج الفاسد فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد وأما العقود فكل ما كان سببا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح وإلا فهو باطل فالباطل هو الذي لم يثمر والصحيح الذي أثمر والفاسد مرادف الباطل فهما إسماني لمسمى واحد وأبو حنيفة أثبت قسما بين الباطل والصحيح جعل الفاسد عبارة عنه وزعم أنه عبارة عما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه ولو صح له هذا المعنى لم ينازع في العبارة لكنه لا يصح إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله فصل في القضاء والأداء والإعادة الإعادة فعل الشيء مرة أخرى والأداء فعله في وقته والقضاء فعله بعد خروج وقته المعين شرعا فلو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت قبل آخر الوقت لم يجزله التأخير فإن أخره وعاش لم يكن قضاء لوقوعه في الوقت والزكاة واجبة على الفور فلو أخرها ثم فعلها لم تكن قضاء لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعين ومن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر لم نقل إنه قضاء القضاء فإذن اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل ولا فرق بين فواته لغير عذر أو لعذر كالنوم والسهو والحيض في الصوم والمرض والسفر وقال قوم الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء لأنه ليس بواجب إذ فعله حرام ولا يجب فعل الحرام فكيف تؤمر بما تعصي به ولا خلف في أنها لو ماتت لم تكن عصيها وقيل في المريض والمسافر لا يلزمهم الصوم أيضا فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان قضاء وهذا فاسد لوجوه ثلاثة أحدها ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والآمر بالقضاء إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم على ما نقرره فيما يأتي الثاني أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنهم ينون القضاء الثالث أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجوب السبب على وجود السبب مع تعذر فعلها كما في النائم والناس وكما في المحدث تاجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال وديون الآدمين تجب على المعصر مع عجزه عن أدائها فصل في العزيمة والرخصة العزيمة في اللسان القصد المؤكد ومنه قوله تعالى ولم نجد له عزما وفإذا عزمت فتوكل على الله والرخصة السهولة واليسر ومنه أرخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء فأما في عرف حملة الشراء فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي وقيل ما لزم بإيجاب الله تعالى والرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاضر وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة وإن كان فيه سعة كإسقاط صوم شوال وإباحة المباحة لكن ما حط عنه من الإصر الذي كان على غيرنا يجوز أن يسمى رخصة مجازة لما وجب على غيرنا فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق ذلك فأما إباحة التيمم إن كان مع الخدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن سمي رخصة وإن كان مع عدمه فهو معجوز عنه فلا يمكن تكليف استعماله الماء مع استحالته فكيف يقال السبب قائم فإن قيل فكيف يسمى أكل الميته رخصة مع وجوبه في حال الضرورة قلنا يسمى رخصة من حيث إن فيه سعة إذ لم يكلف الله تعالى إهلاك نفسه ولكون سبب التحريم موجودا وهو خبث المحل ونجاسته ويجوز أن يسمى عزيمة من حيث وجوب العقاب بتركه فهو من قبيل الجهتين فأما الحكم الثابت على خلاف العموم فإن كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة المخصوصة كبيع العرية المخصوص من المزابنة المنهية عنها والعرية بيع الثمر بالتمر فيما دون خمسة أو سق نقول كبيع العرية المخصوص من المزابنة المنهية عنها فهو حينئذ الرخصة وإن كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة كإباحة الرجوع في الهبة للوالد المخصوص من قول عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قيئه فليس برخصة لأن المعنى الذي حرم لأجله الرجوع في الهبة غير موجود في الوالد والله أعلم باب في أدلة الأحكام الأصول أربعة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع ودليل العقل المبقى على النفي الأصلي بل ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى وعصد الأحكام كلها من الله سبحانه إذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم إخبار عن الله بكذا والإجماع يدل على السنة وإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا فلا يظهر إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل عليه السلام وإنما ظهر لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع يدل على أنه مستند إلى قوله لكن إذا لم نحرر النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول التي يجب فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا فصل وكتاب الله سبحانه هو كلامه وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقال قوم الكتاب غير القرآن وهو باطل قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما خضروه قالوا أنصتوا إلى قوله إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فأخبر الله تعالى أنه مستمع القرآن وسموه قرآنا وكتاب وقال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربية وقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ سماه قرآنا وكتاب وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين وحده ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا وقيدناه بالمصاحف لأن الصحابة رضي الله عنهم بالغوا في نقله وتجريده عما سواه حتى تره التعاشير والنقط كي لا يخترط بغيره فنعلم أن المكتب في المصحف هو القرآن وما خرج منه فليس منه إذ يستخيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظ القرآن أن يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط به ما ليس منه فصل فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات فقد قال قوم ليس بحجة لأنه خطأ قطع لأنه واجب على الرسول تبليغ القرآن طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم وليس له مناجات الواحد به وإن لم ينقله من القرآن احتمل أن يكون مذهبا له واحتمل أن يكون خبرا مع التردد لا يعمل به والصحيح أنه حجة لأنه يخبر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن قرآن فهو خبر فإنه ربما سمع الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا فظنه قرآن وربما أبدل لفظة بمثلها ظنا منه أن ذلك جائز كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجوز مثل ذلك وهذا يجوز في الحديث دون القرآن ففي الجملة لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرويا عنه فيكون حجة كيفما كان وقولهم يجوز أن يكون مذهبا قلنا لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي الله عنهم فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم إذ هو جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن رسوله قرآن والصحابة رضي الله عنهم لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على في غيره فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآن هذا باطل يكينا فاصل والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح كقوله واخفض لهما جناح الذل و واسأل القرية و جدارا يريد أن ينقض و أو جاء أحد منكم من الغائط و وجزاء سيئة سيئة مثلها و فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه و إن الذين يؤذون الله أي أولياء الله وذلك كله مجاز لأنه استعمال اللفظ في غير موضعه ومن منع ذلك فقد كابر ومن سلمه وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه والله أعلم انتهى الشريط الثاني من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه وله بقية على الشريط الثالث الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من كتاب أروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه نتابع القراءة فيما بعد الحقيقة والمجاز فصل قال القاضي ليس في القرآن لفظ بغير العربية لأن الله تعالى قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لو لا فصلت آياته لولا فصلت آياته أعجمي وعربي ولو كان فيه لغة العجم لم يكن عربيا محضى وآيات كثيرة في هذا المعنى ولأن الله سبحانه تحداهم بالإتيان بصورة من مثله ولا يتحداهم بما ليس من لسانهم ولا يحسنونه وروي عن ابن عباس وعكرمه رضي الله عنهما أنهما قال فيه ألفاظ بغير العربية قالوا ناشئة الليل بالحبشية ومشكاة هندية واستبرق فارسية وقال من نصر هذا اجتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية لا يخرجه عن كونه عربية وعن إطلاق هذا الاسم عليه ولا يمهد للعرب حجة فإن الشعر الفارسي يسمى فارسية وإن كان فيه آحد كلمات عربية ويمكن الجمع بين القولين ب أن تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها وإن كان أصلها أعجمية فصل وفي كتاب الله سبحانه محكم ومتشابه كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل لأن الله سبحانه سمى المحكمات أم الكتاب وأم الشيء الأصل الذي لم يتقدمه غيره فيجب أن يكون المحكم غير محتاج إلى غيره بل هو أصل بنفسه وليس إلا ما ذكرناه وقال ابن عقيل المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات التي ظاهرها التعارض كقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون وقال في أخرى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ونحو ذلك وقال آخرون المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور والمحكم ما عداه وقال آخرون المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال والمتشابه القصص والأمثال والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى و بل يداه مبسوطتان و لما خلقت بيدي و ويبقى وجه ربك و تاجري بأعيننا ونحوه فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله فإن الله سبحانه ذم المتبعين لتأويله وقرنهم في الذمن بالذين يبتغون الفتنة وسماهم أهل زيغ وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم به صاحبه بل يمدح عليه إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال من الحرام ولأن في الآية قرائنا تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى وما يعلم تأويله لفظا ومعنى أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون آمنا به بالواو وأما المعنى فلأنه ذم لمبتغي التأويل ولو كان ذلك للراسخين معلومة لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقف على معناه سيما إذا أتبعوه بقولهم كل من عند ربنا فذكرهم ربهم هاهنا يعطي ثقة به والتسليم لأمره وأنه صدر منه وجاء من عنده كما جاء من عنده المحكم ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم بابتغاء المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه لأن ما ذكر من الوجوه يعلم تأويله لدى كثير من الناس فإن قيل فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه أم كيف ينزل على رسوله منه أي من الله سبحانه وتعالى ما لا يطلع على تأويله قلنا يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين و وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم الآية و وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه لا يعلم معناها والله أحلم باب النسخ النسخ في اللغة الرفع والإزالة ومنه نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم نسخت الكتاب فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخن عنه ومعنى الرفع إزالة الشيء على وجه لو لاه لبقي ثابتا على مثال رفع الحكم الإجارة بالفسخ فإن ذلك يفارق زوال حكمها بالقضاء مدتها وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم لأن ابتداء العبادات في الشرع مزير لحكم العقل من براءة الذمة وليس بنسخ وقيدناه بالخطاب الثاني لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ وقولنا مع تراخيه عنه لأنه لو كان متصلا به كان بيانا وإتماما لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة وشرط وقال قوم النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثاني وهذا يجب يكون قوله ثم أتم الصيام إلى الليل نسخة وليس فيه معنى الرفع فإن قوله إذن لم يتناول إلا النهار فهو متباعد عن الليل بنفسه في فما معنى نسخه وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول وما ذكروه تخصيص على أن نسخ العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثالها جائز وليس فيه بيان لانقطاعها وحد المعتزلة النسخ بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لو لاه لكان ثابتا ولا يصح لأن حقيقة النسخ الرفع وقد أخلوا لحد عنه فإن قيل تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه أحدها أنه لا يخلو إما يكون رفعا لثابت أو لما لا ثبات له فالثابت لا يمكن رفعه وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه الثاني أن خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه الثالث أن الله تعالى إنما أثبته لحسنه فإنه يؤدي إلى أن ينقلب الحسن قبيحا الرابع أن ما أمر به إن أراد وجوده كيف ينهى عنه حتى يصير غير مراد الخامس أنه يدل على البداء فإنه يدل على أنه بدى له مما كان حكم به وندم عليه وهذا محال في حق الله تعالى قلنا أما الأول فثاسد فإنه نقول بل هو رفع لحكم ثابت لو له لبقي ثابتة كالكسر من المكسور والفسخ في العقود لو قال قائل إن الكسر إما أن يرد على معدوم أو موجود فالمعدوم لا حاجة إلى إعدامه والموجود لا ينكسر لكان غير صحيح لأن معناه أن له من استحكام البنية ما يبقى لو لا الكسر وندرك تفرقة بين كسره وبين انكساره بنفسه لتناهي الخلل فيه كما ندرك تفرقة بين فسخ الإجارة وبين زوال حكمها لانقضاء مدتها وبهذا فارقت تخصيص النسخ فإن التخصيص يدل على أنه أريد باللفظ البعض وأما الثاني فإنه إنما يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف كما يزل تعلقه به لطريان العجز والجنون ويعود بعود القدرة والعقل والخطاب في نفسه لا يتغير وأما الثالث فينبني على التحسين والتقبيح في العقل وهو باطل وقد قيل إن الشيء يكون حسنا في حاله وقبيحا في أخرى لكن لا يصح هذا العذر لجواز النسخ قبل دخول الوقت فيكون قد نهى عما أمر به في وقت واحد والرابع ينبني على أن الأمر مشروط بالإرادة وهو غير صحيح وأما الخامس ففاسد فإنهم إن أرادوا أن الله تعالى أباح ما حرم ونهى عما أمر به فهو جائز يمحو الله ما يشاء ويثبت ولا تناقض كما أباح الأكل ليلة وحرمه نهار وإن أرادوا أنه انكشف له ما لم يكن عالما به فلا يلزم من النسخ فإن الله تعالى يعلم أنه يأمرهم بأمر مطلق ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم يقطع فيه التكليف بالنسخ فإن قيل فهم أمورون به في علم الله تعالى إلى وقت النسخ أو أبدا إن قلتم إلى وقت النسخ فهو بيان مدة العبادة وإن قلتم أبدا فقد تغير علمه ومعلومه قلنا بل هم أمورون في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم المطلق الذي لو له لدام الحكم كما يعلم الله البيع المطلق مفيدا لحكمه إلى أن ينقطع بالفسخ ولا يعلمه في نفسه قاصرة ويعلم أن الفسخ سيكون فينقطع الحكم به لا لقصوره في نفسه فإن قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص قلنا هما مشتركان من حيث إن كل واحد يجب اختصاص بعض متناول اللفظ مفترقان من حيث أن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله صم أبدا يجوز نسخ ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة وكذلك افترق في وجوه ستة أحدها أن النسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز اقترانه والثاني أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف التخصيص الثالث أن النسخ لا يكون إلا بخطاب والتخصيص يجوز بأدلة العقل والقراء والرابع أن النسخ لا يدخل في الأخبار والتخصيص بخلافه والخامس أن النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته والتخصيص لا ينتفي معه ذلك والسادس أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة فصل وقد أنكر قوم للنسخ وهو فاسد لأن النسخ جائز عقلا وقد قام دليله شرعا أما العقل فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان ولا يبعد في أن يعلم الله تعالى مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعد له فيثاب ويمتنع بسبب العزم عليه من معاص وشهوات ثم يخففه عنهم فأما دليله شرعا فقال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وإذا بدلنا آية مكان آية وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله وقد كان يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين وآدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليه السلام فصل يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها ونسخ حكمها دون تلاوتها ونسخهما معا وأحال قوم نسخ اللفظ فإن اللفظ إنما نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة لأنها دليل عليه فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل قلنا هو متصور عقلا وواقع أما التصور فإن التلاوة وكتابتها في القرآن وانعقاد الصلاة بها من أحكامها وكل حكم فهو قابل للنسخ وتعلقها بالمكلف في الإيجاب وغيره حكم أيضا فيقبل النسخ وأما الدليل على وقوعه فقد نسخ حكم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فرية طعام مسكين وبقيت تلاوتها وكذلك الوصية للوالدين والأقربين وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آيات الرجم وحكمها باق وقولهم كيف ترفع التلاوة قلنا لا يمتنع أن يكون المقصود الحكم دون التلاوة لكن أنزل بلفظ معين وقولهم كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل قلنا إنما يكون دليلا عند انفكاكه عما يرفع حكمه والناسخ مزير لحكمه فلا يبقى دليلا والله أعلم فصل يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال نحو أن تقول في رمضان حجوا في هذه السنة وتقول قبل يوم عرفة لا تحجوا وأنكرت المعتزلة ذلك لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأمورا من هي حسنا قبيحة مصلحة مفسدة ولأن الأمر والنهي كلام الله وهو عندكم قديم فكيف يأمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد وقد ذكرنا وجه جوازه عقلا ودليله شرعا قصة إبراهيم الخليل عليه السلام فإن الله سبحانه نسخ ذبح الولد عنه قبل فعله بقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم وقد اعتاص هذا على القدرية حتى تعسف في تأويله من ستة أوجه أحدها أنه كان مناما لا أصل له الثاني أنه لم يؤمر بالذبح وإنما كلف العزم على الفعل لامتحان سره في صبره عليه الثالث أنه لم ينسخ لكن قلب الله عنقه نحاسا فانقطع التكليف عنه لتعذره لا للنسخ الرابع أن المأمور به الاتجاع ومقدمات الذبح الخامس أنه ذبح امتثال فالتأمل درح واندمل بدليل قوله قاد صدقت الرؤيا السادس أنه إنما أخبر أنه يؤمر به في المستقبل فإن لفظه لفظ الاستقبال لا لفظ الماضي والجواب من وجهين أحدهما يعم جميع ما ذكروه والثاني انفراد كل وجه مما ذكروه بجواب فإننا نفرد ذلك أما الأول فلو صح شيء من ذلك لم يحتاج إلى فداء ولم يكن بلاء مبينا في حقه والجواب الثاني أما قولهم كان مناما لا أصل له قلنا منامات الأنبياء عليه السلام وحي كانوا يعرفون الله تعالى بها ولو كان مناما لا أصل له لم يجز له قصد الذبح والتل للجبي ويدل على فساده قول ولده عليه السلام افعل ما تؤمر ولو لم يؤمر كان ذلك كذبا والثاني فاسد لوجهين أحدهما أنه سمه ذبحا بقوله إني أرى في المنام أني أذبحك والعزم لا يسمى ذبحا والآخر أن العزم لا يجب ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه ولو لم يكن المعزوم عليه واجبة كان إبراهيم عليه السلام أحق بمعرفته من القدرية والثالث لا يصح عندهم لأنه إذا علم الله أنه يقلب عنقه حديدا يكون آمرا بما يعلم امتناعه والرابع فاسد لكونه لا يسمى ذبحا والخامس فاسد إذ لو صح لكان من آياته الظاهرة فلا يترك نقله ولم ينقل وإنما هو من اختراع القدرية ومعنى قوله قد صدقت الرؤيا أي عملت عمل مصدق والتصديق غير التحقيق وقولهم إنه أخبر أنه سيؤمر به في المستقبل فاسد إذ لو أراد ذلك لا وجد الأمر به في المستقبل كي لا يكون خلفا في الكلام وإنما عبر بالمستقبل عن الماضي كما قال إني أرى سبع بقرات سمان وإني أراني أعصر خمر أي قد رأيت وقال الشاعر وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندبه وقولهم إنه يفضي لا يكون الشيء مأمورا منهية فلا يمتنع أن يكون مأمورا من وجه منهيا عنه من وجه آخر كما يؤمر بالصلاة مع الطهارة وينهى عنها مع الحدث كذا ها هنا يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الأمر فقال افعل ما أمرناك به إن لم يزل حكم أمرنا عنك بالنهي فإن قيل فإذا علم الله سبحانه أنه سينهى عنه فما معنى أمره بالشرط الذي يعلم انتفاؤه قطع قلنا ينصح إذا كان عاقبة الأمر ملتبسة على المأمور لامتحانه بالعزم واشتغاله بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد وربما يكون فيه لطيفة واستصلاح لخلقه ولهذا جوزوا الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور فقالوا يجوز أن يعيد الله سبحانه على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها وعلى المعصية أيقابا بشرط عدم ما يكفرها من التوبة والله سبحانه عالم بعاقبة أمره جواب ثاني أنه يجوز أن يكون الشيء مأمورا منهيا في حالين إذ ليس المأمور حسنا في عينه لوصف هو عليه قبل الأمر به ولا المأمور مراضا ليتناقض ذلك وقولهم إن الكلام قديم فيكون أمرا بالشيء ونهيا عنه في حال واحد قلنا يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين ولذلك اشترطنا التراخية في النسخ ولو سمعهما في وقت واحد لم يجوز فأما جبريل فيجوز أن يسمعهما في وقت واحد ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين لكونه غير داخل تحت التكليف فيأمرهم بمسالمة الكفار مطلقة وباستقبال بيت المقدس ثم ينهاهم عنه بعد ذلك والله أعلم فصل والزيادة على النص ليست بنسخ وهي على ثلاث مراتب أحدها أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم فلا نعلم فيه خلافة لأن النسخ رفع الحكم وتبديله ولم يتغير حكم المزيد عليه بل بقي وجوبه وإجزاؤه الرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون شرطا فيه كزيادة التغريب على الجلد في الحج وأشرين سوطا على الثمانين في حد القذف فذهب أبو حنيفة إلى أنه نسخ لأن الجلد كان هو الحد كامل يجوز الاقتصار عليه وتعلق به التفسيق ورد الشهادة وقد ارتفعت هذه الأحكام بالزيادة ولنا أن النسخة هو رفع حكم الخطاب وحكم الخطاب بالحد وجوبه وإجزاؤه عن نفسه وهو باق وإنما انضم إليه الأمر بشيء آخر وجب الإتين به فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة فأما صفة الكمال فليس هو حكما مقصودا شرعيا بل المقصود الوجوب والإجزاء وهما باقيا ولهذا لو أوجب الشرع الصلاة فقط كانت كل ما أوجبه الله وكماله فإذا أوجب الصوم خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب وليس بنسخ اتفاق وأما الاقتصار عليه فليس هو مستفادا من منطق اللفظ لأن وجوب الحد لا ينفي وجوب غيره وإنما يستفاد من المفهوم ولا يقولون به ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ فيجوز بخبر الواحد ثم إنما يستقيم هذا ألو ثبت حكم المفهوم واستقر ثم ورد التغريب بعده ولا سبيل إلى معرفته بل لعله ورد بيانا لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريبا منه وأما التفسيق ورد الشهادة فإنما يتعلق بالقذف لا بالحد ثم لو سلم تعلقه بالحد فهو تابع غير مقصود فصار كحل النكاح بعد العدة ثم تصرف الشرع في العدة بردها من حول إلى أربعة أشهر وعشر ليس تصرفا في حل النكاح بل في نفس العدة فإن قيل قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم يقتضي ألا يحكم بأقل منهما والحكم بشاهد ويمين نسخ الله قلنا هذا إنما استفيد من مفهوم اللفظ وقد أجبنا عنه الرتبة الثالثة أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط بحيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدة كزيادة النية في الطهارة والطهارة في الطواف وركع في الصلاة فذهب بعض الشافعية إلى أن الزيادة ها هنا نسخ إذ كان حكم المزيد عليه الإجزاء والصحة وقد ارتفع وليس بصحيح لأن النسخة رفع حكم الخطاب بمجموعة والخطاب اقتضى الوجوب والإجزاء والوجوب باق بحاله وإنما ارتفع الإجزاء وهو بعض مقتضى اللفظ فهو كرفع المفهوم وتخصيص العموم ثم إنما يستقيم أن لو ثبت الإجزاء واستقر ثم وردت الزيادة بعده ولم يثبت بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن لللفظ أو بخبر يحتمل أن يكون متصلا ديانا للشرط فلا معنى لدعوى استقراره بالتحكيم ثم لا يصح هذا من أصحاب الشافعي فإنه مشترة نية للطهارة والطهارة للطواف بالسنة وأصلهما ثابت بالكتاب نقول ثم إنما يستقيم أن لو ثبت الإجزاء واستقر ثم وردت الزيادة بعده ولم يثبت بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن لللفظ أو بخبر يحتمل أن يكون متصلا ديانا للشرط فلا معنى لدعوى استقراره بالتحكم ثم لا يصح هذا من أصحاب الشافعي فإنه مشترة نية للطهارة والطهارة للطواف بالسنة وأصلهما ثابت بالكتاب فإن قيل الطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية وإنما هي نوع آخر فاشتراط النية يوجب رفع الأولى بالكلية قلنا هذا باطل فإنها لو كانت غيرها لوجب أن لا تصح الطهارة المنوية عندما لا يجب النية لكونها غير مأمور بها فصل ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس بنسخ لجملتها وقال المخالفون في الرتبة الثالثة من الزيادة هو نسخ لأن الركعات الأربع غير الركعتين وزيادة بدليل ما لو أتى بصلاة الصبح أربعة فإنها لا تصح ولأن الركعتين كانت لا تجزئ فصارت مجزئة وهذا تغيير وتبديل وليس بصحيح لأن الرفع والإزالة إنما تناول الجزء والشرط خاصة وما سوى ذلك باق بحاله فهو كالصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك إلى الكعبة فلم يكن نسخ للصلاة وقولهم وقيل لا يجوز لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ولنا أنه متصور عقل وقد قام دليله شرعا أما العقل فإن حقيقة النسخ الرفع والإزالة ويمكن الرفع من غير بدل ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى المصلحة في رفع الحكم وردهم إلى ما كان من الحكم الأصلي وأما الشرع فإن الله سبحانه نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة إلى غير بدل وأما الآية فقد وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكر على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها في الوقت الثاني لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة فاصل يجوز النسخ بالأخف والأثقل وأنكر أبعض أهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال الآن خفف الله عنكم و يريد الله أن يخفف عنكم ولأن الله تعالى رؤوف فلا يليق به التثقيل والتشديد ولنا أنه لا يمتنع لذاته ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل كما في ابتداء التكليف وقد نسخ التخير بين الفدية والصيام بتعيين الصيام وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف إلى وجوب الإتيان بها وحرم الخمر ونكاح المتعة والحمر الأهلية وأمر الصحابة بترك القتال والإعراض عنه ثم نسخ بإيجاب الجهاد والآيات التي احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف وليس فيه منع إرادة التثقيل وقولهم إن الله رؤوف فلا يمنع من التكليف بالأثقل كما ورد في التكليف ابتداءه وتصليت المرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح يعلمها فصل إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغ قال القاضي ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يكون نسخا لأن أهل قباء بلغهم نسخ الصلاة إلى بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم وقال أبو الخطاب يتخرج أن يكون نسخا بناء على قوله في الوكيل ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم لأن النسخ بنزول الناس خلاب العلم إذ العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر ولا يمتنع وجوب القضاء على المعذور كالحائض والنائم والقبلة يسقط استقبالها في حق المعذور فلهذا لم تجب على أهل قباء الإعادة وقال بعضهم من نصر الأول وقال بعض من نصر الأول النسخ بالناسخ لكن العلم شرط لأن الناسخ خطاب ولا يكون خطابا في حق من لم يبلغه فصل يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد والسنة بالقرآن كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس وتحريم المباشرة في ليالي رمضان وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف بالقرآن وهو في السنة فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمه الله لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيه بعده قال القاضي ظاهره أنه منع منه عقلا وشرعا وهذا قول الشافعي وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يجوز ذلك لأن الكل من عند الله ولم يعتبر التجانس والعقل لا يحيله فإن الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي غير نظم القرآن وإن جوزنا له النسخ بالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد من الله تعالى وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقوله لا وصية لوارث ونسخ امساك الزانية في البيوت بقوله قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم ولنا قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرا منه وقد روى الدار قطني في سننه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسنة فكذلك حكمه وأما الوصية فإنها نسخت بآية المواريث قاله ابن عمر وابن عباس وقد أشر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وأما الآية الأخرى فإن الله سبحانه أمر بإمساكهن إلى غاية يجعل لهن سبيلا فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل لهن السبيل وليس ذلك بنسخ والله أعلم فصل فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقله إذ لا يمتنع أن يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد وهو غير جائز شرع وقال قوم من أهل الظاهر يجوز وقال الطائفة يجوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعده لأن أهل قباء قابلوا خبر الواحد في نسخ القبلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أحد الصحابة إلى أطراف دار الإسلام فينقلون الناس خوالمنسوخ ولأنه يجوز التخصيص به فجاز النسخ به كالمتواتر ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن القرآن والمتواتر لا يدفع بخبر الواحد فلا ذاهب إلى تجويزه حتى قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت فصل فأما الإجماع فلا ينسخ لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص والنسخ لا يكون إلا بنص ولا ينسخ بالإجماع لأن النسخ إنما يكون لنص والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما عن الخطأ وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطأ فإن قيل فيجوز أن يكون الظافر بنص كان خفية أقوى من النص الأول أو ناسخا له قلنا فيضعف النسخ إلى النص الذي أجمع عليه لا إلى الإجماع فصل ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به على اختلاف مراتبه وشذلت طائفة فقالت ما جاز التخصيص به جاز النسخ به وهو منقوض بدليل العقل وبالإجماع وبخبر الواحد فإن التخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف تساويان والتخصيص بيان والنسخ رفع والبيان تقرير والرفع إبطال فصل والتنبيه ينسخ وينسخ به لأنه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح منه ومنع منه بعض الشافعية وقالوا هو قياس جلي وليس بصحيح وإنما هو مفهوم الخطاب ولأنه يجري مجرى النطق في الدلالة فلا يضر تسميته قياسا وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما ثبت بعلته أو بدليل خطابه وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح لأن هذه فروع تابعة لأصل فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع فصل فيما يعرف به النسخ اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقل ولا بقياس بل بمجرد النقل وذلك من طرق أحدها أن يكون في اللفظ كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا الثاني أن يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول سمعت عام الفتح ويكون المنسوخ معلوما تقدمه الثالث أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر الرابع أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول أرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها الخامس أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام كرواية طلق ابن علي الحنفي وأبي هريرة في الوضوء من مس الفرج والله تعالى أعلم الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لدلالة المعجز على صدقه وأمر الله سبحانه بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها فأما من بلغه بالإخبار عنه فانقسم في حقه قسمين تواترا وأحادا وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة فأقواها أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرني أو حدثني أو شافهني فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال وهو الأصل في الرواية قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها الحديث الرتبة الثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا ظاهره النقل وليس نصا صريحا لاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره عنه كما روى أبو غرير أنه قال من أصبح جنبا فلا صوم له فلما استكشف قال حدثني الفضل بن عباس وروا بن عباس قوله إنما الرباء في النسيئة فلما روجع أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله لأن الظاهر أن الصحابي لا يقول ذلك إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لأن قوله ذلك يوهم السماع فلا يقدم عليه إلا عن سماع بخلاف غير الصحابي نقول فأما من بلغه بالإخبار عنه فينقسم في حقه هذين القسمين التواتر والآحد ولهذا اتفق السلف على قبول الأخبار مع أن أكثرها هكذا ولو قدر أنه مرسل فمرسل الصحابي حجة على ما سيأتي الرطبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا فتطرق إليه احتمالا أحدهما في سماعه كما في قوله والثاني في الأمر إذ قد يرى ما ليس بأمر أمر لاختلاف الناس فيه حتى قال بعض أهل الظاهر لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلق ذلك إلا إذا علم أنه أمر وأما احتمال الغلط فلا يحمل عليه أمر الصحابة إذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة مهما أمكن ولهذا لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شرط شرط أو وقت وقت فيلزمنا اتباعه ثم هذا إنما يستقيم أن لو كان الخلاف في الأمر مبنيا على اختلاف الصحابة فيه ولم يثبت ذلك والظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف إذ لو كان لنقل كما نقل اختلافهم في الأحكام وأقوالهم في الحلال والحرام وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنيا على اختلافهم كما أنهم اختلفوا في الأصول وفي كثير من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه فإذن قول الصحابي آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى لا يكون إلا بعد سماعه ما هو أمر حقيقة الرتبة الرابعة أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا فيتطرق إليه من الاحتمالات ما مضى واحتمال آخر وهو أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الآئمة والعلماء وذهب الطائفة إلى أنه لا يحتج به لهذا الاحتمال وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله وأمر رسوله لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجة فلا يحمل على قول من لا يحتج بقوله وفي معناه قوله من السنة كذا والسنة جارية بكذا فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدون سنة غيره ممن لا تجب طاعته ولا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته وقول الصحابي والتابعي في ذلك سواء إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر الرتبة الخامسة أن يقول كنا نفعل أو كانوا يفعلون فمتى أضيف ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا وذلك مثل قول ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره وقال كنا نخابر أربعين سنة وقالت عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه فإن قال الصحابي كانوا يفعلون فقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع لتناول اللفظية وقال بعض أصحاب الشافي لا يدل ذلك على فعل الجميع ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع وقال أبو الخطاب وإذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره فصل وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب وهو قسمان تواتر وآحات فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه وإن لم يدل عليه دليل آخر وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر خلافا للسمنية فإنهم خصروا العلم في الحواس وهو باطل وهم من عبدة الأصنام والبراهم وهم من منكر رسالة وقالوا بتناسخ الأرواح ذلك الكلام عن السمنية وهو باطل فإنا نعلم كون الاثنين أكثر من الواحد واستحالة اجتماع الضدين بل حصرهم العلم في الحواس على زعمهم معلوم لهم وليس مدركا بالحواس ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد وبلدة تسمى مكة ولا نشك في وجود الأنبياء بل في وجود الأئمة الأربعة ونحو ذلك فإن قيل لو كان معلوما ضرورة لما خالفناكم قلنا إنما يخالف في هذا معاند يخالف بلسانه مع معرفته فساد قوله أو من في عقله خبط ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم ثم لو تركنا ما علمناه لمخالفتكم لازمنا ترك المحسوسات لمخالفة السفستائية فصل قال القاضي العلم الحاصل بالتواتر ضروري وهو صحيح فإننا نجد أنفسنا مضطرين إليه كالعلم بأجود مكة ولأن العلم النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك وتختلف فيه الأحوال فيعلمه بعض الناس دون بعض ولا يعلمه النساء والصبيان ومن ليس من أهل النظر ولا من ترك النظر قصد وقال أبو الخطاب هو نظري لأنه لا يفيد العلم بنفسه ما لم ينتظم في النفس منقدمتان إحدى هما أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا يجمعهم على الكذب جامع ولا يتفقون عليه الثاني أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقع فينبني العلم بالصدق على المقدمتين ولا بد من إشعار النفس بهما وإن لم يتشكل فيها بلفظ منظوم فقد شعرت به حتى حصل التصديق ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بتوسطها كقولنا الاثنان نصف الأربع فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة أن النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخر والاثنان كذلك فقد حصل العلم بواسطة لكنها جلية في الذهن ولهذا لو قيل ستة وثلاثون نصف اثنين وسبعين افتقر فيه إلى تأمل ونظر والضروري عبارة عن الأولي الذي يحصل بغير واسطة كقولنا القديم ما ليس محدثة والمعدوم ليس موجودة لا عما نجد أنفسنا مضطرين إليه وهو ما يحصل دون تشكيل واسطة في الذهن كالعلوم المحسوسة والعلم بالتجربة كقولنا الماء مروّن والخمر مسكر والصحيح الأول فإن الله يدل عليه لاشتقاقه منه والقول الآخر مجرد دعوة لا دليل عليها والله أعلم انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا فصل ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعه يفيد في كل واقعة وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع ولا يجوز أن يختلف وهذا إنما يصح إذا تجرد الخبر عن القرائن فإن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص لأن القرائن قد تورث العلم وإن لم يكن فيه إخبار فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار فتقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة القرائن وكيفية دلالتها فنقول لا شك أننا نعرف أمورا ليست محسوسة إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان وبغضه إياه وخوفه منه وخجله وهذه أحوال في النفس لا يتعلق بها الحس يدل عليها دلالات أحادها ليست قطعية لكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف ثم الثاني والثالث يؤكده إلى أن يحصل القطع باجتماعها كما أن قول كل واحد من عدد التواتر محتمل منفرد ويحصل القطع بالاجتماع فإن نعرف محبة الشخص لصاحبه بأفعال المحبين من خدمته وبذل ماله له وحضور مجالسه لمشاهدته وملازمته في تردداته وأمور من هذا الجنس وكل واحد منها إذا انفرد يحتمل أن يكون لغرض يضمره لا لمحبته لكن تنتهي كثرة هذه الدلالات إلى حد يحصل لنا العلم وكذلك نشهد الصبي يرضع مرة بعد أخرى فيحصل لنا علم بوصول اللبن إلى جوفه وإن لم نشاهد اللبن لكن حركة الصبي في الامتصاص وحركة حلقه وسكوته عن بكائه مع كونه لا يتناول طعاما آخر وكون ثجي المرأة الشابة لا يخلو من لبن والصبي لا يخلو عن طبع باعث على الامتصاص ونحو ذلك من القرائن فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص مع قرائن تنضم إليه ولو تجرد عن القرائن لم يفد العلم والتجربة فيه تدل على هذا وكذلك العدد الكثير ربما يخبرون عن أمر يقتضي إبالة الملك وسياسة إظهاره والمخبرون من جنود الملك فيتصور اجتماعهم تحت ضبط الإيالة بالاتفاق على الكذب نقول وكذلك العدد الكثير ربما يخبرون عن أمر يقتضي إيالة الملك وسياسة إظهاره والمخبرون من جنود الملك فيتصور اجتماعهم تحت ضبط الإيالة بالاتفاق على الكذب ولو كانوا متفرقين خارجين عن ضبط الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم فهذا يؤثر في النفوس تأثيرا لا ينكر فصل وللتواتر ثلاثة شروط الأول أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم أو عن صدق الأنبياء لم يحصل لنا العلم بخبرهم نقول لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم أو عن صدق الأنبياء لم يحصل لنا العلم بخبرهم الثاني أن يستوي طرف الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد لأن خبر أهل كل عصر يستقل بنفسه فلابد من وجود الشروط فيه ولذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليه السلام تكذيب كل ناسخ لشريعته الشرط الثالث في العدد الذي يحصل به التوتر واختلف الناس فيه فمنهم من قال يحصل باثنين ومنهم من قال يحصل بأربعة وقال قوم بخمسة وقال قوم بعشرين وقال آخرون بسبعين وقيل غير ذلك والصحيح أنه ليس له عدد محصور فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة ووجود الأنبياء عليهم السلام ولا سبيل إلى معرفته فإنه لو قتل رجل في السوق وانصرف جماعة فأخبرونا بقتله فإن قول الأول يحرك الظن والثاني والثالث يؤكده ولا يزال يتزايد حتى يصير ضروريا لا يمكننا تشكيك أنفسنا فيه فلو تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة وحفظ حساب المخبرين وعددهم لأمكن الوقوف عليه ولكن درك تلك اللحظة عسير فإنه يتزايد تزايدا خفي التدريج كتزايد عقل الصبي إلى أن يبلغ حد التكليف وتزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي فلذلك تعذر على القوة البشرية إدراكه فأما ما ذهب إليه المخصصون بالأعداد فتحكم فاسد لا يناسب الغرض ولا يدل عليه وتعارض أقوالهم يدل على فسادها فإن قيل فكيف تعلمون حصول العلم بالتوتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده قلنا كما نعلم أن الخبز مشبع والماء مرون وإن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد لا أن نستدل بكمال العدد على حصول العلم فصل ليس من شرط التوتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عذول لأن إفضاءه إلى العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه ويمكن ذلك في الكفار كإمكانه في المسلمين ولا يشترط أيضا أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد فإن الحجيج إذا أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج وأهل الجمعة إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منعتهم من الصلاة علم صدقهم مع دخولهم تحت الحاصر وقد حواهم مسجد فضلا عن البلد فصل ولا يجوز على أهل التوتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته وأنكرت ذلك الإمامية وليس بصحيح لأن كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو به فلم يجوز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه فإن قيل قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد قلنا لأن كلامه في المهد كان قبل ظهوره واتباعهم له القسم الثاني أخبار الآحد وهي ما عدى المتواتر اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد فروي أنه لا يحصل به وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا لأننا نعلم ضرورة أن لا نصدق كل خبر نسمعه ولو كان مفيدا للعلم لمع صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به لكونه بمنزلته ما في إفادة العلم ولوجب الحكم بالشاهد الواحد ولستوا في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية يقطع على العلم بها وهذا يحتمل أن يكون مختصا في أخبار الرؤية وأمثالها مما كثرت رواته وتلقته الأمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله فيكون إذن من المتواتر إذ ليس للمتواتر عدد محصور ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر قال بعض العلماء إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم ونقل من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منهم منكر فإن الصديق والفاروق رضي الله عنهما لو أخبر عن شيء سمعاه أو رأياه لم يتطرق إلى سامعهما شك فيما نقلاه مع ما تقرر في نفسه لهما وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهما ولذا اتفق السلف رحمهم الله على نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل وإنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها ولأن اتفاق الأئمة واتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها والإجماع حجة قاطعة نقول ولأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها والإجماع حجة قاطعة فأما الطارض فيما هذا سبيله فلا يسوغ فيها إلا كما يسوغ في الأخبار المتواترة وآي الكتاب وقولهم إنا لا نصدق كل خبر نسمعه فلأننا إنما جعلناهم مفيدا للعلم لما اقترن به من قراء الزيادة في العدالة وتلقي الأمة له بقبوله فلذلك اختلف خبر العدل والفاسق وأما الحكم بشاهد واحد فغير لازم فإن الحاكم لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق والله أعلم فصل وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقل لأنه يحتمل أن يكون كذبا فالعمل به عمل بالشك وإقدام على الجهل فتقبح الحوالة على الجهل بل إذا أمرنا الشارع بأمر فليعرفناه لنكون على بصيرة إما ممتثلون وإما مخالفون والجواب أن هذا إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه لأنه تعبد بالحكم بالشهادة والعمل بالفتوى والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاجتباه وإنما يفيد الظن كما يفيد بالعمل بالمتوتر والتوجه إلى الكعبة عند معاينتها فلم يستحل أن يلحق المظنون بالمعلوم وإن صدر عن منكر للشرع فيقال له أي استحالة في أن يجعل الله تعالى الظن علامة للوجوب والظن مدرك بالحس فيكون الوجوب معلومة فيقال له إذا ظننت صدق الشاهد والرسول والحالف فاحكم به ولست متعبدا بمعرفة صدقه بل بالعمل به عند ظن صدقه وأنت ممتثل مصيب صدق أم كذب كما يجوز أن يقال إذا طار طائر ظننتموه غرابا أو جبت عليكم كذا وجعلت ظنكم علامة كما جعلت زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة فصل وقال أبو الخطاب العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة أحدها أن لو قصرنا العمل على القواطع لتعطلت الأحكام لندرة القواطع وقلة مدارك اليقين الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكهافة ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا إبلاغهم بالتواتر الثالث أن إذا ظننا صدق الراوي فيه ترجح وجود أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه السلام فالاحتياط العمل بالراجح وقال الأكثرون لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يستحيل ذلك ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام لإمكان البقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب والنبي عليه السلام مكلف تبليغ من أمكنه تبليغه دون من لا يمكنه كمن في الجزائر ونحوها فصل فأما التعبد بخبر الواحد سمع فهو قول الجمهور خلافا لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر ولنا دليلان قاطعا أحدهما إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبوله فإنه قد اشتهر ذلك عنهم في وقاء علاة حصر إن لم يتواتر أحدها حصل العلم بمجموعها منها أن الصديق رضي الله عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد الناس من يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فرجع إلى قولهما وعمل به عمر بعده وروي عن عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة منها قصة الجنين حين قال أذكر الله امرأة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقام حمل بن مالك ابن النابغة وقال كنت بين جارتين لي فضربت إحداهما فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغره فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره وكان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيام الضبابي من دية زوجها ورجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب وأخذ عثمان بخبر فريعة بنت مالك في السكنة بعد أن أرسل إليها وسألها وعلي كان يقول كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعل الله بما شاء منه أن ينفعني وإذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له ولما اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من المجامعة أرسلوا أبا موسى إلى عائشة فروت لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان والختانة وجب الغسل فرجعوا إلى قولها واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحويل إلى الكعبة وروا أنس وروا أنس قال كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ إذ أتانا آت فقال إن الخمرة قد حرمت فقال أبا طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها فكسرتها ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف وابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة وكان زيد بن ثابت يرى ألا تصدر الحائض حتى تطوف فقال له ابن عباس سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأخبرته فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس ما أراك إلا قد صدقت والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى واتفقت تابعون عليه أيضا وإنما حدث الاختلاف بعدهم فإن قيل لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها كما أنهم أخذوا بالعموم وعملوا بصيغة الأمر والنهي ولم يكن ذلك نصا صريحا فيهما قلنا قد صرحوا بأن العمل بالأخبار لقول عمر لولا هذا لقضينا بغيره ورجع الصحابة إلى حديث عائشة في الغسل وابن عمر إلى حديث رافع وتقدير قارئينه وسببها هنا كتقدير قراء مع نص الكتاب والأخبار المتواترة وذلك يبطل جميع الأدلة وأما العموم وصيغة الأمر والنهي فإنها ثابتة يجب الأخذ بها ولها دلالة ظاهرة تعبدنا بالعمل بمقتضاها وعملهم بها دليل على صحة دلالتها فهي كمسألتنا وإنما أنكرها من لا يعتد بخلافه واعتذروا بأنه لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح فإن قيل فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة وعمر لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان ولا خبر فاطمة بنت قيس في السكنة والنفقة وعلي كان لا يقبل حتى يستحلف ورد علي خبر معقل بن سنان الأشجعي في بروع بنت واشق ورد ابن عمر خبر أبي هريرة في أن من صلى على الميت فله قراط وردت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليها قلنا الجواب من وجهين أحدهما أن هذا حجة عليهم فإنهم قد قبلوا هذه الأخبار التي توقفوا عنها بموافقة غير الراولة ولم يبلغ بذلك رتبة التواتر ولا خرج عن رتبة الآحاد إلى رتبة التواتر والثاني أن توقفهم كان لمعاني مختصة بهم فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيرة وإنما طلب الاستظهار بقول آخر وليس فيه ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس في رواية الحديث وقد صرح به فقال إني لا أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة لم ترد خبر ابن عمر وإنما تأولته الدليل الثاني ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدا والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ رسالة ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به دليل ثالث أن الإجماع عقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أو لا فإن تطرق الغلط إلى المفتي أو فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرقه إلى الرعوي نقول دليل ثالث أن الإجماع إن عقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أو لا فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرقه إلى الرعوي فإن كل مجتهد وإن كان مصيبا فإنما يكون مصيبا إذا لم يفرط وربما ظن أنه لم يفرط ويكون قد فرط وهذا عند من يجوز تقليد من يجوز تقليد مقلد بعض الأئمة أو لا فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غيره لما لا يجوز أن يروي قول غيره فإن قيل هذا قياس لا يفيد إلا الظن وخبر الواحد أصل لا يثبت بالظن ثم الفرق بينهما أن هذا حال ضرورة فإنا لو كلفنا كل واحد للاجتهاد تعذر قلنا لا نسلم أنه مضمون بل هو مقطوع بأنه في معنى فإن إذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في النكاح ولم يختلف باختلاف المروي فيه ولم يختلف هاهنا إلا المروي عنه فإن هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غيره وقولهم إنه يفضي إلى تعذر الأحكام ليس كذلك فإن العامية يرجع إلى البراءة الأصلية واستصحى بالحال كما قلتم في المجتهد إذا لم يجد قاطع فصل وذهب الجباء إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرويه عن كل واحد منهم اثنان إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا وقاسه على الشهادة وهذا باطل بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر الواحد ولا يصح قياسه على الشهادة فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة وكذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا أربعة كما يعتبر في الشهادة فيه فصل ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط الإسلام والتكليف والعذالة والضبط أما الإسلام فلا خلاف في اعتباره فإن الكافر متهم في الدين فإن قيل هذا يتجه في كافر لا يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم إذن لا يليق بالسياسة تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه أما الكافر المتأول فإنه معظم للدين ممتنع من المعصية غير عالم أنه كافر فلما لا تقبل روايته قلنا كل كافر متأول فاليهودي أيضا متأول فإن المعاند هو الذي يعرف الحق بقلبه ويجحده بلسانه وهذا يندر بل تورع هذا من الكذب كتورع اليهودي فلا يلتفت إلى هذا ولا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام وقال أبو الخطاب في الكافر والفاسق المتأولين إن كان داعية فلا يقبل خبره فإنه لا يؤمن أن يضع حديثا على موافقة هواه وإن لم يكن داعية فكلام أحمد رحمه الله يحتمل الأمرين القبول وعدمه فإنه قد قال يحتمل الحديث من المرجئة وقال يكتب عن القدري إذا لم يكن داعية واستعظم الرواية عن سعد العوفي وقال وهو جهمي امتحن فأجاب واختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول لما ذكرناه وإن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل لتعظيمه المعصية وامتناعه منها وهو مذهب الشافعي ولذلك كان السلف يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في المذهب والأهواء والثاني التكليف فلا يقبل خبر الصبي والمجنون لكونه لا يعرف الله تعالى ولا يخافه ولا يلحقه مأثم فالثقة به أدنى من الثقة بقول الفاسق لكونه يعرف الله تعالى ويخافه ويتعلق المأثم به ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار ففيما يخبر به عن غيره أولا أما ما سمعه صغير ورواه بعد البلوغ فهو مقبول لأنه لا خلل في سمائه ولا أدائه ولذلك اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن زبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير ونظرائهم وعلى ذلك درج السلف والخلف في إحضاره مصبيان مجالس السماع وقبولهم لشهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ والثالث الضبط فمن لم يكن حالة السماع ممن يضبط ليؤدي في الآخرة على الوجه لم تحصل الثقة بقوله الرابع العدالة فلا يقبل خبر الفاسق لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وهذا زجر عن الاعتماد على قبول الفاسق ولأن من لا يخاف الله سبحانه خوفا يزعوه عن الكذب لا تحصل الثقة بقوله فصل ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين وهو مذهب الشافعي وبواية الأخرى يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط وهو مذهب أبي حنيفة ووجهه أربعة أدلة أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام الثاني أن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق الثالث أنه لو أسلم ثم روى أو شهد فإن قلتم لا تقبل فبعيد وإن قلتم تقبل فلا مستند لذلك إلا إسلامه مع عدم ظهور الفسق منه فإذا مضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستندا لرد روايته الرابع أنه لو أخبر بطهارة الماء أو نجسته أو أنه على طهارة قبل ذلك حتى يصح الائتمام به ولو أخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه وأنها خالية عن زوج قبل قوله حتى ينبني على ذلك حل الوطب ووجه الرواية الأولى خمسة أمور أحدها أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع والمجمع عليه قبول رواية العد ورد خبر الفاسق والمجهول الحال ليس بعدل ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله والثاني أن الفسق مانع كالصبا والكفر فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من غير فرق الثالث أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته وإن منعوا في المال فقد سلموا في العقوبات وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة وإن اختلفا في بقية الشرط الرابع أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد لم يجز تقليده بل قد سلموا أنه لو شك في عدالته وفسقه لم يجز تقليده وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبرا عن غيره الخامس أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد الأصل فلم يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولا فإن قالوا يجب تعيينه لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته قلنا إذا كانت العدالة هي الإسلام من غير ظهور فسق فقد عرف ذلك فلم يجب التتبع وأما قبول النبي صلى الله عليه وسلم قول الأعرابي فإن كونه أعرابيا لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده إما بخبر عنه أو تزكية من عرف حاله وإما بوحي فمن سلم لكم أنه كان مجهولا وأما الصحابة فإنما قبلوا قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقول من عرف حاله ممن هو مشهور العدالة عندهم وحيث جاهلوا ردوا جواب ثاني أن الصحابة رضي الله عنهم لا تعتبر معرفة ذلك فيهم لأنه مجمع على عدالتهم بتزكية النص لهم بخلاف غيرهم وأما الحديث العهد بالإسلام فلا يسلم قبول قوله لأنه قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه وإن سلمنا قبول روايته فذلك لطراوة إسلامه وقرب عهده بالإسلام وشتان بين من هو في طراوة البداية وبين من نشأ عليه بطول الألفة فإن قيل إذا كانت العدالة لأمر باطن وأصله الخوف ولا يشاهد بل يستدل عليه بما يغلب على الظن فأصل ذلك الخوف الإيمان فإنه يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنكتفي به قلنا المشاهدة والتجربة دلت على أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم فلا نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقين ثم هل لا اكتفي به في شهادة العقوبات وشاهد الأصل وحال المفتي وسائر ما سلموه وأما قول العاقد فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات وأما الخبر عن نجاسة الماء وكلته فلا نسلمه فصل ولا يشترط في الرواية الذكورية فإن الصحابة قبلوا قول عائشة رضي الله عنها وغيرها من النساء ولا البصر فإن الصحابة كانوا يرؤون عن عائشة رضي الله عنها اعتمادا على صوتها وهم كالضرير في حقها ولا يشترط كون الراوي فقيها لقوله عليه السلام رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة لأن حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك ولا يشترط معرفة نسب الراوي فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب فالجهل بالنسب أولى ألا يقدح ولو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدل فلا يقبل حديثه للتردد والله أعلم فصل في التزكية والجرح اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة وهنا تعريف التزكية هي التعديل وهو أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله من فعل الخير والعفة والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات ونحو ذلك والجرح هو ضد التزكية والتعديل هو أن ينسب إلى قائل ما أي شيء يرد لأجله قوله من خبر أو شهادة من فعل معصية أو ارتكاب ذنب أو ما يخل بالعدالة نقول اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية هذا مذهب جمهور العلماء وقال بعض العلماء إنه لا يقبل ذلك إلا من اثنين كالشهادة وانتهت الحاشية لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه فروي أنه يقبل لأن أسباب الجرح معلومة فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلمه وروي أنه لا يقبل لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح من فسق الاعتقاد والتدليس وغيره فيجب بيانه ليعلم وقيل هذا يختلف باختلاف المزكة فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه ومن عرفت عدالته دون بصيرته فسنفصله أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح فإنه اطلاع على زيادة خفية على المعدل فإن زاد عدد المعدل على الجارح فقد قيل يقدم التعديل وهو طعيف فإن سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد انتهى بحمد الله المجلد الأول من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ويليه إن شاء الله المجلد الثاني وأوله فصل في التعديل وانتهى الشريط الثالث من هذا الكتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه قرأه عليكم أحمد عزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو شريط الرابع من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه المجلد الثاني نود أن نلفت الانتباه أن جميع أشغطة هذا الكتاب من فئة تسعين دقيقة فصل في التعديل وذلك إما بقول وإما بالرواية عنه أو بالعمل بخبره أو بالحكم به وأعلاها صريح القول وتمامه أن يقول هو عدل رضي ويبين السبب الثاني أن يروي عنه وهل ذلك تعديل له على روايتين والصحيح أنه إن عرف من عادته أو صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل كانت الرواية تعديلا له وإلا فلا إذ من عادة أكثرهم الرواية عن من لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا فليس فيه تصريح بالتعديل فإن قيل لو روى عن فاسق كان غاشا في الدين قلنا لم يجب على غيره العمل به بل قال سمعت فلانا قال كذا وقد صدق فيه ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروا عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول الثالث العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاختياط أو العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل فإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل إذ لو عمل بخبر غير العدل فوسق ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب الرابع أن يحكم بشهادته وذلك أقوى من تزكيته بالقول أما تركه الحكم بشهادته فليس بجرح إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح فصل والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم معلومة عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون وقال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين وقال جل شأنه محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني وقال إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يرد لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبذل المهج ما يكفي في القطع بعدالتهم وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به ويحصل لنا العلم بذلك بخبره عن نفسه أو عن غيره أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم فإن قيل قوله شهادة لنفسه فكيف يقبل قلنا إنما هو خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرائي يجب العمل لا يلحق غيره مضرة ولا يجب تهمة فهو كرواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فصل المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لأن نقصان العدد ليس من فعله ولهذا أروا الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك وهو محدود في القاذ وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب فصل في كيفية الرواية وهي على أربع مراتب أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه وذلك يسلط الراوية أن يقول حدثني وأخبرني وقال فلان وسمعته يقول الثانية أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم أو يسكت فتجوز الرواية به خلافا لبعض أهل الظاهر ولنا أنه لو لم يكن صحيحا لم يسكت نعم لو كان ثم مخيلة إكراه أو غفله لا يكتفى بسكوته وهذا يسلط الراوية على أن يقول أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه وهل يجوز أن يقول أخبرنا أو حدثنا على روايتين إحداهما لا يجوز كما لا يجوز أن يقول سمعت من فلان والأخرى يجوز وهو قول أكثر الفقهاء لأنه إذا أقر كان كقوله نعم والجواب بنعم كالخبر بدليل ثبوت أحكام الإقرار به ولهذا يقول أشهدني على نفسه وكذلك إذا قال الشيخ أخبرنا أو حدثنا هل يجوز للراوي عنه إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى على روايتين وهل يجوز أن يقول سمعت فلانا فقد قيل لا يجوز لأنه يشعر بالنطق وذلك كذب إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينه أنه يريد القراءة على الشيخ الثالثة الإجازة وهو أن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي الرابعة المناولة وهو أن يقول خذ هذا الكتاب فارويه عني فهو كالإجازة لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يغني واللفظ وحده يكفي وكلاهما تجوز الرواية به فيقول حدثني أو أخبرني إجازة فإن لم يقل إجازة لم يجوز وجوزه قوم وهو فاسد لأنه يشعر بسماعه منه وهو كذب وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسر أنه لا تجوز الرواية بالمناولة والإجازة وليس بصحيح لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عين الطريق وقوله هذا الكتاب مسموعي فأرويه عني في التعريف كقراءته والقراءة عليه فأما إن قال سماعي ولم يقل ارويه عني فلا تجوز الرواية عنه لأنه لم يأذن فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه ولذلك لو قال عندي شهادة لا يشهد بها ما لم يقل أذنت لك أن تشهد على شهادتي فالرواية شهادة والإنسان قد يتساهل في الكلام لكن عند الجزم بها يتوقف وكذلك لو وجد شيئا مكتوبا بخطه لا يرويه عنه لكن يجوز أن يقول وجدت بخط فلان أما إذا قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري فليس له أن يروي عنه وهل يلزم العمل به فقيل إن كان مقلد فليس له العمل به لأن فرضه تقليد مجتهد وإن كان مجتهدا لازمه لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منه فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن وقيل لا يجوز العمل بما لم يسمعه والله أعلم فصل إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه وإن لم يذكر سماعه إذا غلب على ظنه أنه سمعه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز قياسا على الشهادة ولنا ما ذكرنا من اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على كتب النبي صلى الله عليه وسلم ولأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل وقد وجد ذلك والشهادة لا نسلمها على إحدى روايتين وعلى الأخرى أن الشهادة آكد لما علم بينهما من الفروق والله أعلم فصل إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجوز أن يرويه عنه لأن روايته عنه شهادة عليه فلا يشهد بما لم يعلم وإن شك في حديث من سماعه والتبس عليه لم يجوز أن يروي شيئا منها مع الشك لما ذكرنا فإن غلب على ظنه في حديث أنه مسموع فقال قوم يجوز اعتمادا على غلبة الظن وقيل لا يجوز لأنه يمكن اعتبار العلم بما يرويه فلا يجوز أن يرويه مع الشك فيه كالشهادة فصل إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره لم يقدح ذلك في الخبر في قول إمامنا ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين ومنع منه الكرخي قياسا على الشهادة وليس بصحيح لأن الراوية عدل جازم بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقه والشيخ لا يكذبه بل قال لست أذكره فيمكن الجمع بين قوليهما بي أن يكون نسيا فإن النسيان غالب على الإنسان وأي محدث يحفظ جميع حديثه فيجب العمل به جمعا بين قوليهما والشهادة تفارق الرواية في أمور كثيرة منها أنه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على الشهادة الأصل والرواية بخلافه فإن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يروي عن بعض مع القدرة على مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة وأهل قباء تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة وأبو طلحة وأصحابه قابلوا خبر الواحد في تحريم الخمر من غير مراجعة والله أعلم وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل فكان بعد يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته فلا ينكره أحد من التابعين فصل انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول سواء كانت لفظا أو معنى لأنه لو انفرد بحديث لقبل فكذلك إذا انفرد بزيادة وغير ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة إذ أن من المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في مجلسين وذكر الزيادة في أحدهما وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحضر راوي الناقص ويحتمل أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلس أو عرض له في أثنائه ما يزعجه أو يدهشه عن الإصغاء أو يوجب قيامه قبل تمامه أو سمع الكل ونسي الزيادة والراوي للتام عدل وقد جزم بالرواية فلا نكذبه مع إمكان تصديقه فإن علم أن السماع كان في مجلس واحد فقال أبو الخطاب يقدم قول الأكثرين وذوي الضبط فإن تساوي في الحفظ والضبط قدم قول المثبت وقال القاضي إذا تساوي فعلى روايتين فصل وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل أو بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم عند الجمهور فيبدل لغضا مكان لغض فيما لا يختلف الناس فيه كالألفاظ المترادفة مثل القعود والجلوس والصب والإراقة والحظر والتحريم والمعرفة والعلم وسائر ما لا يشك فيه ولا يتطرق إليه الاستنباط والفهم ولا يجوز إلا فيما فهمه قطع دون ما فهمه بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه ولا يجوز أيضا للجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأى سمع مقالتي فأدها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ولنا الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها فبعربية أولى وكذلك كان سفراء النبي صلى الله عليه وسلم يبلغونهم أوامره بلغتهم وهذا لأن نعلم أنه لا تعبد في اللفظ وإنما المقصود فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق ويدل على ذلك أن الخطب المتحدة والوقائع رواها الصحابة بألفاظ مختلفة ولأن الشهادة آكد من الرواية ولو سمع الشاهد شاهدا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية ولأنه تجوز الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى فكذلك عنه فإن الكذب فيهما حرام والحديث حجة لنا لأنه ذكر العلة وهو اختلاف الناس في الفقه والفهم ونحن لا نجوزه لغير من يفهم جواب آخر أن من روا بالمعنى فقد روا كما سمع ولهذا لا يعد كذبا قال أبو الخطاب ولا يجوز أن يبدل لفظا بأظهر منه لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تاره وبالخفي أخرى فصل مراسيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور وشذ قوم فقالوا لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي لأنه قد يروي عما لم تثبت لنا صحبته وهذا ليس بصحيح فإن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصاغر الصحابة مع إكثارهم وأكثر روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل قال البراء بن عازب ما كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه غير أننا لا نكذب وكثير منهم كان يروي الحديث فإذا استكشف عنه قال حدثني به فلان كأبي هريرة وابن عباس وغيرهما والظاهر أنهم لا يروون إلا عن صحابي والصحابة معلومة عدالتهم فإن رووا عن غير صحابي فلا يروون إلا عن من علموا عدالته والرواية عن غير عدل واهم بعيد فلا يلتفت إلى هذا الوهم ولا يعول عليها فصل فأما مراسيل غير الصحابة وهو أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره أو يقول قال أبو هريرة من لم يدرك ففيها روايتان إحداهما تقبل اختارها القاضي وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين والأخرى لا تقبل وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر ولهم دليلا أحدهما أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا عندنا لم نقبله فإذا لم يسمه فالجهل أتم إذ من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته الثاني أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الأصل فكذا الرواية وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات لا تجب فرقا في هذا المعنى كما لا تجب فرقا في قبول رواية المجروح والمجهول ووجه الرواية الأولى أن الظاهر من العدل الثقة أنه لا يستجيز أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول ويجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته ولا يحل له إلزام الناس عبادة أو تحليل حرام أو تحريم مباح بأمر مشكوك فيه فيظهر أن عدالته مستقرة عنده فهو بمنزلة قوله أخبرني فلان وهو ثقة عدل ولو شك في الحديث ذكر من حدثه لتكون العهدة عليه دونه ولهذا قال إبراهيم النقعي إذا رويت عن عبد الله وأسندت فقد حدثني واحد وإذا أرسلت فقد حدثني جماعة عنه فأما المجهول فإن رواية عنه ليس بتعديل له في إحدى روايتين وفي الأخرى تكون تعديل على ما مضى ولا كذلك هنا ولا كذلك ها هنا والرواية تفارق الشهادة في أمور كثيرة منها اللفظ والمجلس والعدد والذكورية والعجز عن شهود الأصل والحرية عندهم وأنه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى تحملهم إياها شهود الأصل فيقول اشهدوا على شهادتنا والرواية بخلاف هذا فجاز اختلافهما في هذا الحكم أيضا فصل ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة ومس الذكر ونحوه في قول الجمهور وقال أكثر الحنفية لا يقبل لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرا وتنتقض الطهارة به فلا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيع حكمه إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق فتجب الإشاعة فيه ثم تتوافر الدواعي على نقله فكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد ولنا أن الصحافة رضي الله عنهم قبلوا خبر عائشة في الغسل من الجماع بدون الإنزال وخبر رافع ابن خديج في المخابرة ولأن الراوية عدل جازم بالرواية وصدقه ممكن فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس والقياس مصطنبط من الخبر وفرع له فلا أن يثبت بالخبر الذي هو أصل أو لا وما ذكروه يبطل بالوتر والقهقاهة وخروج النجاسة من غير السبيل وتثنية الإقامة فإنه مما تعم به البلوى وقد أثبتوه بخبر الواحد ولم يكلف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إشاعة جميع الأحكام بل كلفه إشاعة البعض ورد الخلق في البعض إلى خبر الواحد كما ردهم إلى القياس في قاعدة الربا وكان يسهل عليه أن يقول لا تبيع المكيل بالمكيل والمطعم بالمطعم حتى يستغني عن الاستنباط من الأشياء الستة فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق أي يرد فيه إلى خبر الواحد نقول فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق أن يرد فيه إلى خبر الواحد فصل ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات وحكي عن الكرخي أنه لا يقبل لأنه مظنون فيكون ذلك شبهة فلا يقبل لقوله عليه السلام إدراء الحدود بالشبهات وهذا غير صحيح فإن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة فيقبل فيه خبر الواحد كسائر الأحكام ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد أو لا وما ذكره يبطل بالشهادة والقياس فإنهما مظنونان ويقبلان في الحدود فصل ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه وقال أبو حنيفة إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به وهو فاسد فإن معاذا قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا من الصحابة رضي الله عنهم في مجار اجتهاداتهم أنهم كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص ولذلك قدم عمر رضي الله عنه حديث حمل ابن مالك في غرة الجنين وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعها فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل إصبع عشر من الإبل رجع عنه إلى الخبر وكان بمحضر من الصحابة ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلام المعصوم وقوله والقياس استنباط الراوي وكلام المعصوم أبلغ في إثارة غلبة الظن ثم أصحاب أبي حنيفة قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر وأبطلوا الوضوء بالقهطهة داخل الصلاة دون خارجها وحكموا في القسامة بخلاف القياس وهو مخالف للأصول الأصل الثالث الإجماع معنى الإجماع في اللغة الاتفاق يقال أجمعت الجماعة على كذا إذا اتفقوا عليه ويطلق بإزاء تصميم العزم يقال أجمع فلان رأيه على كذا إذا صمم عزمه عليه قال الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم ومعنى الإجماع في الشرع اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين ووجوده متصور فإن الأمة مجمعة على وجوب الصروات الخمس وسائر أركان الإسلام وكيف يمتنع تصوره والأمة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع ومعرضون للعقاب بمخالفتها وكما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب لا يمتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين وإذا جاز اتفاق اليهود مع كثرتهم على باطل فلما لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه ويعرف الإجماع بالأخبار والمشافهة فإن الذين يعتبر قولهم في الإجماع هم العلماء المجتهدون وهم مشهورون معروفون فيمكن تعرف أقوالهم من الأهفاق والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور وقال النظام ليس بحجة وقال الإجماع كل قول قامت حجته ليدفع عن نفسه شناعة قوله وهذا خلاف اللغة والعرف ولنا دليلا أحدهما قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبعر سبيل المؤمنين وهذا يجب اتباع سبيل المؤمنين ويحرم مخالفتهم فإن قيل إنما توعد على مشاقة الرسول عليه السلام وترك اتباع سبيل المؤمنين معه أو على ترك أحدهما بشرط ترك الآخر فالتارك لأحدهما بمفرده لا يلحق به الوعيد ومن وجه آخر وهو أنه إنما ألحق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحق فيه لقوله تعالى في الآية من بعد ما تبين له الهدى والحق في هذه المسألة من جملة الهدى فيدخل فيها ويحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين ويحتمل أنه أرد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة فلا يحصر الإجماع بقول أهل عصر ولأن المخالف من جملة المؤمنين فلا يكون تاركا لاتباع سبيلهم بأسرهم ولو قدر أنه لم يرد شيء من ذلك غير أنه لا ينقطع الاحتمال والإجماع أصل لا يثبت بالظن نقول ولو قدر أنه لم يرد شيئا من ذلك غير أنه لا ينقطع الاحتمال والإجماع أصل لا يثبت بالظن قلنا التواعد على الشيئين يقتضي أن يكون الوعيد يلحق بكل واحد منهما منفردة أو بهما معا ولا يجوز أن يكون لاحقا بأحدهما معينة والآخر لا يلحق به الوعيد كقول القائل من زن أو شرب ماء عقب وهذا لا يدخل في القسم الثاني لأن مشاقة الرسول بمفردها تثبت بها العقوبة فثبت أنه من القسم الأول وأما الثاني فلا يصح فإنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقا من غير شرط وإنما ذكر تبين الهدى عقب قوله ومن يشاقق الرسول وليس بشرط لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقا فلأن لا يكون شرطا لترك اتباع سبيل المؤمنين مع أنه لم يذكر معه أولا وأما الثالث فنوع تأويل وحمل اللفظ العام على صورة واحدة وأما الرابع فإن مطلق الاحتمال لا يؤثر في نفس كونه من الأدلات الأصلية إذ ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال فإن النص يحتمل أن يكون منسوخة والعام يجوز أن يكون مخصوصا وهذا وشبهه لم يمنع كونه من الأصول كذا هاهنا الدليل الثاني من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة وروي لا تجتمع على خطأ وفي لفظ لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ وقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح وقال من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية وقال عليكم بالسواد الأعظم وقال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والمناصحة لولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين ونهى عن الشذود وقال من شذ شذ في النار وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي عمر الله وقال من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين لم يدفعها أحد من الخلف والسلف وهي وإن لم تتواتر أحدها حصل لنا بمجموعها العلم الضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم شأن هذه الأمة وبين عصمتها عن الخطأ وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة علي وسخاء حاتم وعلم عائشة وإن لم يكن أحد الأخبار فيها متواترة بل يجوز على كل واحد منها الكذب لو جردنا النظر إليه ولا يجوز على المجموع ويشبه ذلك ما يحصل العلم فيه بمجموع قرائن أحدها لا ينفك عن الاحتمال ويحصل بمجموعها العلم الضروري ومن وجه آخر هو أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع ولا يظهر فيه أحد خلافا إلى زمن النظام ويستحيل في مضطرد العادة ومستقرها كوافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطباع وتفاوت المذاهب في الرد والقبول ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحد عن خلاف مخالف وإبداء تردد فيه ومن وجه آخر وهو أن المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا به وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله وسنة رسوله ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفعون به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به وأما رفع المقطوع به بما ليس بمقطوع فليس معلومة حتى لا يتعجب متعجب ولا يقول قائل كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستنده إلى خبر غير معلوم الصحة وكيف يذهل عنه جميع الأمة إلى زمن النظام فيختص بالتنبه له وهذا وجه الاستدلال فاصل ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر لأن الحجة في قولهم لصيانة الأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة فإن لم يكن على الأرض مسلم سواهم فهم على الحق يقين صيانة لهم عن الاتفاق على الخطأ فاصل ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع وأنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين فأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين وقال قوم يعتبر قولهم لدخولهم في اسم المؤمنين ورفض الأمة وهذا القول يرجع إلى إبطال الإجماع إذ لا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة وإذا تصور فمن الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم أقول وإن تصور فمن الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي والقرى والأمصار ولأن العامية ليس له آلة هذا الشأن فهو كالصبي في نقصان الآلة ولا يفهم من أصمة الأمة عن الخطأ إلا عصمة من تتصور منه الإصابة لأهليته ولأن العامية إذا قال قولا علم أنه يقوله عن جهل وليس يدري عما يقول ولهذا نعقد الإجماع على أنه يعصي بمخالفة العلماء ويحرم عليه ذلك ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤساء الجهال الذين أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتوى بالجهل والهوى فصل ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب فهو كالعامي لا يعتد بخلافه فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه وإن حصل علما سواه فأما الأصلي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة له بالأصول أو النحوي إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو فلا يعتد بقولهم أيضا وقال قوم لا ينعقد الإجماع بدونهم لأن الأصلي الأصولية مثلا العارف بمدارك الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق وصيغة الأمر والنهي والعموم متمكن من درك الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ الفروع وآية ذلك أن العباس وطلحة والزبير ونظراءهم ممن لم ينصب نفسه للفتية نصب العبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ يعتد بخلافهم وكيف لا وهم يصلحون للإمامة العظمى وقد سمي بعضهم في الشورى ولم يكونوا يحفظون الفروع بل لم تكن الفروع موضوعة بعد لكن عرفوا الكتاب والسنة وكانوا أهلا لفهمهما والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصايا فعصل هذه الفروع لهذه الدقائق ولنا أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه ومن يعرف كيفية الاستنباط مع عدم معرفته ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط وكذلك من يعرف النصوص ولا يدري كيف يتلقى الأحكام منها كيف يمكنه تعرف الأحكام وأما الصحابة الذين ذكروهم فقد كانوا يعلمون أدلة الأحكام وكيفية الاستنباط وإنما استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن سواهم والله أعلم فإن قيل فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية قلنا اجتهادية فمتى جوزنا أن يكون قول واحد من هؤلاء معتبرا فخالف لم يبقى الإجماع حجة قاطعة فصل ولا يعتد في الإجماع بقول كافر سواء كان بتأويل أو بغير تأويل فأما الفاسق باعتقاد أو فعل فقال القاضي لا يعتد بهم وهو قول جماعة لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس أي عذولا وهذا غير عدل فلا تقبل روايته ولا شهادته ولا قوله في الإجماع ولأنه لا يقبل قوله منفردا فكذلك مع غيره وقال أبو الخطاب يعتد بهم لدخولهم في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين وقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على خطأ فصل إذا بلغ التابعي رتبة لاجتهاد في عصر الصحابة أتد بخلافه في الإجماع عند الجمهور واختاره أبو الخطاب وقال القاضي وبعض الشافعية لا يعتد به وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى القولين وجه قول القاضي رحمه الله أن الصحابة شاهدوا التنزيل وهم أعلموا بالتأويل وأعرفوا بالمقاصد وقولهم حجة على من بعدهم فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة ولذلك قدمنا تفسيرهم وأنكرت عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة حين خالف ابن عباس قالت إنما مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها ووجه الأول أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الأمة فإجماع غيره لا يكون إجماع كل الأمة والحجة إجماع الكل نعم لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع ولا خلاف أن الصحابة رضي الله عنهم سواء اجتهاد التابعين ولهذا ول عمر رضي الله عنه شريحا القضاء وكتب إليه ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك وقد علم أن كثيرا من أصحاب عبد الله كعلقمة والأسود وغيرهما وسعيد بن المسيب وفقهاء المدينة قد كانوا يفتون في عصر الصحابة رضي الله عنهم فكيف لا يعتد بخلافهم وقد روى الإمام أحمد في الزهد أن أنسا سئل عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا وإنما يفضل الصحابي بفضيلة الصحبة ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع لساقط قول المتأخرين من الصحابة بقول من تقدمهم وقول المتقدمين منهم بقول العشرة وقول العشرة بقول الخلفاء وقولهم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإن كار عائشة رضي الله عنها على أبي سلم مخالفة ابن عباس قد خالفها أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي ثم هي قضية في عين احتمل أنها لم تره من المجتهدين واحتمل أنها أنكرت عليه ترك التأدب مع ابن عباس والله أعلم فصل لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور وقال محمد بن جرير وأبو بكر الرازي ينعقد وقد أومى إليه أحمد رحمه الله ووجهه أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة وهو قد نهى عنه قال عليه السلام عليكم بالسواد الأعظم وقال الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ولنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها وليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف فيه وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن قيل قد يطلق اسم الكل على الأكثر قلنا هذا مجاز ولا يجوز التخصيص بالتحكم وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذنب الأكثرين كقوله تعالى وأكثرهم لا يعقلون و نحوها وقال وقليل ما هم و وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة و وقليل من عبادي الشكور وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء دليل ثاني اجماع الصحابة على تجويذ المخالفة للآحاد فانفرد ابن عباس بخمس مسائل في الفرائض وانفرد ابن مسعود بمثلها فإن قيل فقد أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة وإنما الرباف النسيئة وأنكرت عائشة على زيد بن أرقم مسألة العينة قلنا إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنة المشهورة والأدلة الظاهرة ثم هب أنهم أنكروا عليهم والمنفرد منكر عليهم إنكارهم فلم ينعقد الإجماع فلا حجة في إنكارهم والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق ولعله أراد به الشاذ من الجماعة الخارج على الإمام على وجه يثير الفتنة كفعل الخوارج وهذا الجواب عن الحديث الآخر والله أعلم فصل وإجماع أهل المدينة ليس بحجة وقال مالك هو حجة لأنها معدن العلم ومنزل الوحي وبها أولاد الصحابة فيستحيل اتفاقهم على خلاف الحق وخروجه عنهم ولنا أن العصمة تثبت للأمة بكليتها وليس أهل المدينة كل الأمة وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها كعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي عبيدة وأبي موسى وغيرهم من الصحابة فلا ينعقد الإجماع بدونهم وقوله يستحيل خروج الحق عنهم تحكم إذ لا يستحيل أن يسمع رجل حديث من النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في المدينة ثم يخرج منها قبل نقله وفضل المدينة لا يجب نعقاد الإجماع بأهلها فإن مكة أفضل منها ولا أثر لها في الإجماع ولأن إجماع أهل المدينة لو كان حجة لوجب أن يكون حجة في جميع الأزمنة ولا خلاف في أن قولهم لا يعتد به في زماننا فضلا عن أن يكون إجماع فصل واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة ليس بإجماع وقد نقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم والصحيح أن ذلك ليس بإجماع لما ذكرناه وكلام أحمد في إحدى روايتين عنه يدل على أن قولهم حجة ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماع مسألة ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع وهو قول بعض الشافعية وقد أومع إلى أن ذلك ليس بشرط بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة إن عقد الإجماع وهو قول الجمهور واختاره أبو الخطاب وأدلة ذلك أربعة أحدها أن دليل الإجماع الآية والخبر وذلك لا يوجب اعتبار العصر الثاني أن حقيقة الإجماع لاتفاق وقد وجد ودوام ذلك استدامة له والحجة في اتفاقهم لا في موتهم الثالث أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس وغيره ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك الرابع أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع فإنه إن بقي واحد من الصحابة جاز للتابعي المخالفة إذ لم يتم الإجماع وما دام واحد من التابعين لا يستقر الإجماع منهم فلتابع التابعين مخالفتهم وهذا خط ووجه الأول أمران أحدهما ذكره الإمام أحمد وهو أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع ثم أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته وحد الخمر ضرب أبو بكر أربعين ثم ضرب عمر ثم ضرب علي أربعين ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك الثاني أن الصحابة لو اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين فلو رجعنا إلى قول واحد صارت المسألة إجماعا ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين فإن قيل لا نسلم تصور وقوعي هذا لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين ثم إن سلمنا تصوره فلا نسلم أن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف بل كل طائفة تقول الحق معنا والأخرى مخطئة وإنما سوغت للعام أن يستفتي كل أحد حتى لا يحرج فإذا اتفقوا زال القول الآخر لعدم من يفتي به الثالث لا نسلم أن إجماعهم بعد الإختلاف إجماع صحيح قلنا هذا متصور عقلا إذ لا يمتنع أن يتغير اجتهاد المجتهد ولا نحجر عليه أن يوافق مخالفه فمن ذهب إلى تصحيح النكاح بغير ولي لما لا يجوز أن يوافق من أبطله إذا ظهر له دليل بطلانه وإذا انفرد الواحد عن الصحابة كنفرادي ابن عباس في مسألة العول لما لا يجوز أن يرجع إلى قولهم وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة بعد الخلاف وعلى أن الأئمة من قريش وعلى إمامة أبي بكر رضي الله عنه بعد الخلاف ولا خلاف في تجويز ذلك في القطئيات فما المانع منه في الظنيات ومنع ذلك بناء على تعارض الإجماعين ينبني على أن الإجماع تم في بعض العصر وهو محل النزاع فكيف يجعل удليلا؟ والثاني غير صحيح فإنه لاختلاف في أن فرض المجتهد في المسائل المجتهد فيها ما يؤديه إليه اجتهاده وفرض المقلد تقليد أي المجتهدين شاء وأما الثالث فدليله إجماع الصحبة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف فدل على صحة نقوم والثاني غير صحيح فإنه لاختلاف في أن فرض المجتهد في المسائل المجتهد فيها ما يؤديه إليه اجتهاده وفرض المقلد تقليد أي المجتهدين شاء وأما الثالث فدليله إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف فدل على صحته مسألة إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة خلافا لداود وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى نحو من قوله ووجهه أن الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعهم والصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة ولذلك لو أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصل إجماعا ولا ينعقد الإجماع دون الغائب فكذلك الميت ومقتضى هذا أن لا ينعقد الإجماع أيضا للصحابة لكن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالإجماع فاعتبرنا قول من دخل في الوجود دون من لم يوجد أو نقول الآية والخبر تناول الموجودين حين نزول الآية إذ المعدوم لا يصف بإيمان ولا أنه من الأمة ولأنه يحتمل أن يكون لبعض الصحابة في هذه الحادثة قول لم نعلمه يخالف ما أجمع عليه التابعون فلا ينعقد إجماعهم بخلافه ولنا ما ذكرناه من الأدلة على قبل الإجماع من غير تفريق بين عصر وعصر والتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمة ومن خالفهم سالك غير سبيل المؤمنين ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عنهم مع كثرتهم كما سبق ولأنه إجماع أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع الكلام في الإجماع ونوصل القراءة في إجماع أهل كل عصر كحجة كإجماع الصحابة نقول وما ذكروه باطل إذ يلزم على مساقه ألا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بعد نزول الآية كشهداء أحد واليمامة ولا خلاف في أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع وكما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين بطل الالتفات إلى الماضين فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر وإن وصف كلية الأمة حاصل لكل الموجودين في كل وقت ويدخل في ذلك الغائب لأنه ذو مذهب تمكن مخالفته وموافقته بالقوة والميت لا يتصور في حقه وفاق ولا خلاف لا بالقوة ولا بالفعل بل الطفل والمجنون لا ينتظر لأنه بطل منه إمكان الوفاق والخلاف فالميت أولى وما ذكروه من احتمال مخالفة واحد من الصحابة يبطل بالميت الأول من الصحابة فإن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة مخالفته وهذا التحقيق وهو أنه لو فتح باب الاحتمال لبطلة الحجج إذ ما من حكم إلا يتصور تقدير نسخه ولم ينقل وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أضمر المخالفة وأظهر الموافقة لسبب أو رجع بعد أن وافق والخبر يحتمل أن يكون كذبا فلا يلتفت إلى هذا والله أعلم فصل إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فقال أبو الخطاب والحنفية يكون إجماعا لقوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق وغيره من النصوص ولأنه اتفاق من أهل عصر فهو كما لو اختلفوا الصحابة على قولين ثم اتفقوا على أحدهما وقال القاضي وبعض الشافعية لا يكون إجماعا لأنه فتيا بعض الأمة لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم ولذلك يقال خالف أحمد أو وافقه بعد موته فأشبه ما إذا اختلفوا على قولين فانقرض القائل بأحدهما فإن قيل إن ثبت ناعة الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم حراما وإن لم يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم إجماعا أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض قلنا الكلية تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم أما ما أفتى به الصحابي فقوله لا يسقط بموته ولو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه لا يكون إجماعا ولو حدثت مسألة بعد موته فأجمع عليها الباقون على خلافه كان إجماعا ومن وجه آخر أن اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل واحد منهما فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم فصل إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث في قول الجمهور وقال بعض الحنفية وبعض أهل الظاهر يجوز لأمور ثلاثة أحدها أن الصحابة خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث الثاني أنه لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بألة جاز الاستدلال والتعليل بغيرهما لأنهم لم يصرحوا ببطلانه كذا هاهنا الثالث أنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب الآخرون إلى التحريم فيهما فذهب التابعي إلى التجويز في إحداهما والتحريم في الأخرى كان جائزا وهو قول ثالث ولنا أن ذلك يجب نسبة الأمة إلى تضيع الحق والغفلة عنه فإنه لو كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه وخل العصر عن قائم لله بحجته ولم يبق منهم أحد على الحق وذلك محال قولهم إنهم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث قلنا ولو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك ولم يجوزوا خلافهم فأما إذا عللوا بعلة فيجوزوا بسواها لأنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد وليس في الاطلاع على علة أخرى نسبة إلى تضيع الحق بخلاف مسألتنا وأما إذا اختلفوا في مسألتين فإنهم إن صرحوا بالتسوية بين المسألتين فهو كمسألتنا لا يجوز التفريق وإن لم يصرحوا به جاز التفريق لأن قوله في كل مسألة موافق مذهب طائفة ودعوى المخالفة هاهنا جهل بمعنى المخالفة إذ المخالفة نفي ما أثبتوه أو إثبات ما نفوه ولم يتفق أهل العصر على إثبات أو نفي في حكم واحد ليكون القول بالنفي والإثبات مخالفة ولا يلتأم الحكم من المسألتين بل نقول لا يخلو إنسان من خطأ ومعصية فالمعصية والخطأ موجود من جميع الأمة وليس ذلك محالة إنما المحال الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا تقوم به طائفة ولهذا يجوز أن تنقسم الأمة في مسألتين إلى فرقتين فتخطئ فرقة في مسألة وتصيب فيها الأخرى وتخطئ في المسألة الأخرى وتصيب فيها المخطئة الأولى والله أعلم فاصل إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا فإن لم يكن قولا في تكليف فليس بإجماع وإن كان في تكليف فعن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه إجماع وبه قال أكثر الشافعية وقال بعضهم يكون حجة ولا يكون إجماع وقال جماعة آخرون لا يكون حجة ولا إجماع ولا ننسب إلى ساكت قولا إلا أن تدل قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين للرضى وتجويز الأخذ به وقد يسكت من غير إضمار الرضى لسبعة أسباب أحدها أن يكون لمانع في باطنه لا يطلع عليه الثاني أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب الثالث أن لا يرى الإنكار في المجتهدات ويرى ذلك القول سائغا لمن أداه اجتهاده إليه وإن لم يكن هو موافقة الرابع أن لا يرى البدار في الإنكار مصلحة لعارض من العوارض ينتظر زواله فيموت قبل زواله أو يشتغل عنه الخامس أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل نهوان كما قال ابن عباس حين سكت عن القول بالعاول في زمن عمر رضي الله عنه كان رجلا مهيبا فهبته السادس أن يسكت لأنه متوقف في المسألة لكونه في مهلة النظر السابع أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن الإظهار لأنه فرض كفاية ويكون قد غالط فيه وأخطأ في وهمه ولنا أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام أحدها أن يكون لم ينظر في المسألة الثاني أن ينظر فيها فلا يتبين له الحكم وكلاهما خلاف الظاهر لأن الدواعي متوفرة والأدلة تظاهرة وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة ثم يفضي ذلك إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته الثالث أن يسكت تقية فلا بد أن يظهر سببها ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته فلا يلبث القول أن ينتشر الرابع أن يكون سكوتهم لعارض لم يظهر وهو خلاف الظاهر ثم يفضي إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته الخامس أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب فليس ذلك قولا لأحد من الصحابة ولهذا عاب بعضهم على بعض وأنكروا على ابن عباس وغيره مسائلا تحلوها ثم من العادة أن من ينتحل مذهبا يناظر عليه ويدعو إليه كما نشاهد في زمننا السادس أن لا يرى الإنكار في المجتهدات وهو بعيد لما ذكرناه فثبت أن سكوته كان لموافقة ومن وجه آخر أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه فهو إجماع منهم على كونه حجة ومن وجه آخر أنه لو لم يكن هذا إجماع لتعذر وجود الإجماع إذ لم يقل إلينا في مسألة وحدة قول كل عالم في العصر مصرحا به وقول من قال هو حجة وليس بإجماع غير صحيح فإنا إن قدرنا رضا الباقين كان إجماعا وإلا فيكون قول بعض أهل العصر والله أعلم مسألة يجوز أن ينعقد الإجتماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة وقال قوم لا يتصور ذلك إذ كيف يتصور اتفاق أمة مع اختلاف طبائعها وتفاوت أفهامها على مظنون أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس وقال آخرون هو متصور وليس بحجة لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب ولنا أن هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال أما الظن الأغلب فيميل إليه كل أحد فأي بعد في أن يتفقوا على أن النبئذ في معنى الخمر في التحريم لكونه في معناه في الإسكار وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار أحد مع تطرق الاحتمال فإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل مع أنه ليس لهم دليل قطعي ولا ظني لما لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب وأما منع تصوره بناء على الاختلاف في القياس فإنما نفرض ذلك في الصحابة وهم متفقون عليه والخلاف حدث بعدهم وإن فرض بعد حدوث الخلاف فيستند أهل القياس إليه والآخرون إلى اجتهاد يظنونه ليس بقياس وهو في الحقيقة قياس وكما يجوز أي يعتقد غير القياس قياسة كذلك في العكس وإذا ثبت تصوره فأكون حجة لما سبق من الأذلة على الإجماع فصل الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها ونقله أهل التوتر والمظنون مختل فيه أحد القيدين بأن يوجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد وذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد لأن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة وخبر الواحد لا يقطع به فكيف يثبت به المقطوع وليس ذلك بصحيح فإن الظن متبع في الشرعيات والإجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب على الظن فيكون ذلك دليلا كالنص المنقول بطريق الآحاد وقولهم هو دليل قاطع قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع أيضا في حق من يشافهه أو يبلغه بالتواتر فهو كالإجماع وقد قيل الإجماع أقوى من النص لتطرق النسخ إلى النص وسلامة الإجماع منه فإن النسخ إنما يكون بنص والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص فصل الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع نحو اختلاف الناس في دية الكتابي فقيل دية المسلم وقيل النص وقيل الثلث فالقائل إنها الثلث ليس هو متمسكا بالإجماع لأن وجوب الثلث متفق عنه وإنما الخلاف في سقوط الزيادة وهو مختلف فيه فكيف يكون إجماعا ولو كان إجماعا لكان مخالفه خارقا للإجماع وهذا ظاهر الفساد والله تعالى أعلم الأصل الرابع استصحاب الحال ودليل العقل اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها أما الإثبات فالعقل قاصر عنه وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه فانتهى ضل العقل دليلا على أحد الشطرين ومثاله لما دل السمع على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة لا لتصريح السمع بنفيها لأن لفظه قاصر على إيجاب الخمسة لكن كان وجوبها منتفية ولا مثبت للوجود فيبقى على النفي الأصلي وإذا أوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه ولو أوجبها في وقت بقيت في غيره على البراءة الأصلية فإن قيل إذا كان العقل إنما يكون دليلا بشرط ألا يرد سمعا فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع ومنتهاكم عدم العلم بوروده وعدم العلم ليس بحجة ولو جاز ذلك لجاز للعمي النفي مستندا إلى أنه لم يبلغ دليل قلنا انتفاء الدليل قد يعلم وقد يظن فإن نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاة سادسة إذ لو كان لنقل وانتشر ولم يخفى على جميع الأمة وهذا علم بعدم الدليل لا عدم علم بالدليل وأما الظن فإن المجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة فلم يظهر له مع أهليته واطلاعه على مدارك الأدلة وقدرته على الاستقصاء وشدة بحثه وعنايته غلب على ظنه انتفاء الدليل فنازل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل لأنه ظن استند إلى بحث واجتهاد وهذا غاية الواجب على المجتهد وأما العامي فلا قدرة له فإن الذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع إذا فتش وبالغ أمكنه القطع بنفي المتاع والأعمى الذي لا يعرف البيت ولا يدري ما فيه لا يمكنه الدعاء نفي المتاع فإن قيل ليس للاستقصاء غاية محدودة بل للمجتهد بداية ووسط ونهاية فمتى يحل له أن ينفي الدليل السمعي والبيت محصور وطلب اليقين فيه ممكن ومدارك الشراء غير محصورة فإن الأخبار كثيرة وربما غاب روي الحديث قلنا مهما علم الإنسان أنه قد بذل وسعة فلم يجد فله رجوع إلى دليل العقل فإن الأخبار قد دونت والصحاحة قد صنفت فما دخل فيها محصور وقد انتهى ذلك إلى المجتهدين وأوردوها في مسائل الخلاف فإن قيل فلما لا يكون واجبا لا دليل عليه أو له دليل لم يبلغنا قلنا أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحال لأنه تكليف ما لا يطاق ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود السمع والبحث يدلنا على عدم الدليل على ما ذكرنا والله أعلم فأما استصحاب دليل الشرع فكاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه كالملك الثابت وشغل الذمة بالإطلاف أو الالتزام وكذلك الحكم بتكرار اللزوم إذا تكررت الأسباب كتكرر شهر رمضان وأوقات الصلوات فالاستصحاب إذن عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعا إلى عدم الدليل بل إلى دليل مع ظن انتفاء المغير أو العلم به والله أعلم فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فليس بحجة في قول الأكثرين وقال بعض الفقهاء هو دليل واختاره أبو إسحاق ابن شاقلة مثاله أن تقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامه فنحن نستصحب ذلك حتى يأتي دليل يزيلنا عنه وهذا فاسد لأن الإجماع إنما دل على دوامها حال العدم وأما في حال الوجود فهو مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محال وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم الدليل السمع فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع نقول وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل السمع فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع وهذا لأن كل دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه معه والإجماع يضاده نفس الاختلاف والعموم والنص ودليل العقل لا يضاده نفس الاختلاف فلذلك صح استصحابه معه والله أعلم فصل والنافي للحكم يلزمه الدليل وقال قوم في الشرعيات كقولنا وفي العقليات لا دليل عليها وقال قوم لا دليل عليه مطلقا لأمرين أحدهما أن المدعي عليه الدين لا دليل عليه والثاني أن الدليل على النفي متعذر فكيف يكلف ما لا يمكن كإقامة الدليل على براءة الذمة ولنا قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ومن المعنى أن يقال للنافي ما دعيت نفيا علمته أنت أم أنت شاك فيه فإن أقر بالشك فهو معترف بالجهل وإن ادعى العلم فإما أن يعلمه بنظر أو تقليد فإن ادعى العلم بتقليد فهو أيضا معترف بعمى نفسه وإنما يدعي البصيرة لغيره وإن كان عن نظر فيحتاج إلى بيانه ولأنه لو سقط الدليل عن النافي لم يعجز المثبت عن التعبير عن مقصود إثباته بالنفي فيقول بدل قوله محدث ليس بقدين وبدل قوله قادر ليس بعاجز وقولهم إن المدعي عليه الدين لا دليل عليه عنه أجوبة أحدها المنع فإن اليمين دليل لكنها قصرت عن الشهادة فشرعت عند عدمها واختصت بالمنكر لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك نعيد نقول قولهم إن المدعى عليه الدين لا دليل عليه عنه أجوبة أحدها المنع فإن اليمين دليل لكنها قصرت عن الشهادة فشرعت عند عدمها واختصت بالمنكر لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك واحتمال الكذب فيها لا يمنع كونها دليل كاحتمال الكذب في الشهادة الثاني إنما لم يحتج المنكر إلى دليل لوجود اليد التي هي دليل الملك إذ ظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه الثالث إنما لم يجب عليه الدليل للعجز عنه إذ لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت الدعوة فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولا وفعلا بمراقبة اللحظات وهو محال وشغل الذمة أيضا لا سبيل إلى معرفته فإن الشاهد لا يحصل إلى الظن بجريان سبب اللزوم من إطلاف أو غيره وذلك في الماضي أما في الحال فإنه يجوز براءتها بأداء أو إبراء فاكتفى بالشهادة على سبب اللزوم واكتفها هنا باليمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر أما في مسألتنا فيمكن إقامة الدليل إن كان النزاع في الشرعيات فقد يصادف الدليل عليه من الإجماع كنفي وجوب صلاة الضحى وصوم شوال أو بنص كقوله لا زكاة في الحلي ولا زكاة في المعلوفة أو بمفهوم أو بقياس كقياس الخضروات على الرمان في نفي وجوب الزكاة وإن عدم الأدلة فيتمسك باستصحاب النفي الأصلي الثابت بدليل العقل وأما العقلية فيمكن نفيها بأن إثباتها يفضي إلى محال وما أفضى إلى المحال محال ويمكن الدليل عليه بدليل التلازم فإن انتفاء أحد المتلازمين دليل على انتفاء الآخر كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثان والله أعلم بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة أيضاء الأول شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا؟ وهل كان نبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة باتباع شريعة من قبله فيه روايتان إحداهما أنه شرع لنا اختارها التميمي وهو قول الحنفية والثانية ليس بشرع لنا وعن الشافعية كالمذهبين وجه أنه ليس بشرع لنا سبعة أدلة الأول قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة فدل على أن كل نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره الثاني قوله عليه السلام بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي بعث إلى قومه فدل على أن كل نبي اختص شرعه قومه ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما بيد عمر قطعة من التوراة فغضب فقال ما هذا ألم آتي بها بيضاء نقية لو أدركني موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال بما تحكم فذكر الكتاب والسنة والاجتهاد ولم يذكر شريعة من قبلنا وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت من مدارك الأحكام لم يجزي العذول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنها فإن قيل إن درجت التوراة والإنجيل تحت الكتاب فإنه اسم جنس يعم كل كتاب قلنا إطلاق اسم الكتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن كيف ولم يعهد من معاذ تعلم شيء من هذه الكتب ولا رجوع إليها الخامس لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بها لا لازمه مراجعتها والبحث عنها ولكان لا ينتظر الواحي ولا يتوقف في الظهار والمواريث ونحوها ولم يعهد ذلك إلا في آية الرجم لتعريفهم أنه ليس بمخالف لدينهم السادس أنه لو كان مدركا لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكام ولم يفعلوا السابع إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملتها ولو تعبد بشرع غيره كان مخبرا لا شارعا ووجه الرواية الأولى خمس آيات وثلاثة أحاديث أما الآيات فقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا وقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فإن قيل أما الآيات الثلاث فالمراد بها التوحيد بدليل أنه أمره باتباع هدى جميعهم وما أوصى به جملتهم وشرائعهم مختلفة وناسخة ومنسوخة فدل على أنه أراد الهدى المشترك والملة هيبارة عن أصل الدين بدليل أنه قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولا يجوز تسفيه الأنبياء المخالفين له والهدى والنور أصد الدين والتوحيد قلنا الشريعة من جملة الهدى فتدخل في عموم قوله تعالى فبهداهم مقتده وهي من جملة ما أوصى به الأنبياء عليه السلام وقولهم إن في شرائعهم الناسخة والمنسوخ قلنا إنما يتبع الناسخ دون المنسوخ كما في الشريعة الواحدة وأما الأحاديث فمنها أنه قضى بالقصص في السن وقال كتاب الله القصاص وليس في القرآن قصاص في السن إلا في قوله تعالى السن بالسن الثاني مراجعته التوراة في رجم الزانيين الثالث قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أقم الصلاة لذكري وهذا خطاب مع موسى عليه السلام وقد أجيب عن الأول بأنه دخل في عموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من كتاب أروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه المجلد الثاني فصل في تقاسيم الأسماء وهي أربعة أقسام وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق أما الوضعية فهي الحقيقة وهو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي وأما العرفية فإن الاسم يصير عرفيا باعتبارين أحدهم أن يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية كتخصيص اسم الداب بذوات الأربع مع أن الوضع لكل ما يدب الاعتبار الثاني أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا بل هو مجاز فيه كالغائط والعذرة والرواية وحقيقة الغائط المطمئن من الأرض والعذرة فناء الدار والراوية الجمل الذي يستقع عليه فصار أهل أصل الوضع منسية والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم إلا أنه ثبت بعرف الاستعمال لا بالوضع الأول وأما الشرعية فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة والصيام والزكاة والحج وقال قوم لم ينقل شيء بل الاسم باق على ما هو عليه في اللغة لكن اشترت للصحة شروط فالركوع والسجود شاط للصلاة لا من نفس الصلاة بدليل أمرين أحدهما أن القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بلسان قومه ولو قال أكرم العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم وإن كان اللفظ المنقول إليه عربية والثاني أنه لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف وهذا ليس بصحيح فإنما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف إما النقل وإما التخصيص وإنكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة منها بعيد جدا وتسليم أن الشرع يتصرف في ألفاظ اللغة بالنقل والتخصيص أخرى على مثال تصرف أهل العرف أسهل وأولى مما ذكروه إذ للشرع عرف في الاستعمال كمال العرب وقد سم الله تعالى الصلاة إيمانا بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم وهذا لا يخرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية كما قلنا في تصرف أهل اللغة ولا تسلب الاسم العربي عن القرآن كما لو اجتمل على مثلها من الكلمات الأعجمية على ما مضى وقوله كان يجب التوقيف على تصرفه فهذا إنما يجب إذا لم يعلم مقصوده بالقراء والتكرير مرة بعد أخرى فإذا فهم حصل الغرض والله أعلم وعند إطلاق هذه الألفاغ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية ولا يكون مجملا لأن غالب عادة الشرع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع لبيان الأحكام الشرعية وحكي عن القاضي أنه يكون مجملا وهو قول بعض الشافعية والأولى ما قلناه فصل وأما المجاز فهو اللب المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح ثم إنه إنما يصح بأمور أحدها اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة كاستعارة لفظ الأسد في الرجل الشجاع لاشتهار الشجاعة في الأسد الحقيقي ولا تصح استعارة الأسد في الرجل الأبخر وإن كان البخر موجودا في محل الحقيقة لكونه غير مشهور به الثاني بسبب المجاورة غالبة كتسمية المزادة راوية باسم الجمل الحامل لها لتجاورهما في الأعم الأغلب وتسمية المرأة ضعينة باسم الجمل الذي تضعن عليه للزومها إياه وكذلك تسمية الفضلة المستقدرة غائطا وعدرة الثالث إطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به كقولهم الخمرة محرمة والمحرم شربوها والزوجة محللة والمحلل وطعوها وكإطلاق السبب على المسبب وبالعكس الرابع حذفوهم المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة كقوله تعالى اسأل القرية وأشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل وكل مجاز فله حقيقة في شيء آخر إذ هو عبارة عن المستعمل في غير موضوعه فلابد أن يكون له موضوع ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز إذ كون الشيء له موضوع لا يلزم أن يستعمل فيما عداه فصل متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة ولا يكون مجملة إلا أن يدل دليل على أنه أريد به المجاز إذ لو جعلنا كل لفظ أم كان التجوز فيه مجملة لتعذرت الاستفادة في أكثر الألفاظ واختل مقصود الوضع وهو التفاهم ولأن واضع لسم لمعنى إنما وضعه ليكتفي به فيه فكأنه قال متى سمعتم هذه اللفظة ففهموا ذلك المعنى فيجب حمله عليه إلا أن يغلب المجاز بالعرف كالأسماء العرفية فتصير حينئذ الحقيقة كالمتروكة فإنه لو قال أرأيت غائطا أو راوية لم نفهم منه الحقيقة فيصير الحكم للعرف ولا يصرف إلى الحقيقة إلا بدليل فاصل ويستدل على معرفة الحقيقة من المجاز بشيئين أحدهما أن يكون أحد المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قرينة والآخر لا يفهم إلا بقرينة فيكون حقيقة فيما يفهم منه مطلقة أو يكون أحد المعنيين يستعمل فيه اللفظ مطلقة والمعنى الآخر لا يقتصر فيه على مجرد لفظه فيكون حقيقة فيما يقتصرون فيه على مجرد اللفظ الثاني أي صح الاشتقاق من أحد اللفظين كالأمر في الكلام حقيقة لأنه يصح منه أمر يأمر أمر وليس بحقيقة في الشأن نحو قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد لأنه لا يقال منه أمر يأمر والله أعلم فصل الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة وهو منقسم إلى مفيد وغير مفيد وأهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيدا وهو الجملة المركبة من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل أو حرف نداء واسم وما عداه إن كان لفظة واحدة فهي كلمة وقول وإن كثر فهو كالم وقول والعرف ما قلناه مع أنه لا مشاحة في الاصطلاح والكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام نص وظاهر ومجمل فصل القسم الأول النص وهو ما يفيد بنفسه من غير احتمال كقوله تعالى تلك عشرة كاملة وقيل هو الصريح في معناه وحكمه أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ وقد يطلق اسم النص على الظاهر ولا مانع منه فإن النص في اللغة بمعنى الظهور كقولهم نصت الظبية رأسها إذا رفعته وأظهرته قال امرؤ القيس وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي ومنه سميت ما نصت العروس للكرسي الذي تجلس عليه لظهورها عليه إلا أن الأقرب تحديد النص بما ذكرناه أولا دفعا للترادف والاشتراك في الألفاظ فإنه على خلاف الأصل وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نص فصل القسم الثاني الظاهر وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره وإن شئت قلت ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه إلا بتأويل والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر إلا أن الاحتمال يقرب تاره ويبعد أخرى فقد يكون الاحتمال بعيدا جدا فيحتاج إلى دليل في غاية القوة وقد يكون قريبا فيكفيه أدنى دليل وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلا متوسطا والدليل يكون قرينة أو ظاهرا آخر أو قياسا راجحة ومهما تساوى الاحتمالا وجب المصير إلى الترجيح وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه ثم إلى دليل صارف له وقد يكون في الظاهر قراء تدفع الاحتمال بمجموعها وآحدها لا تدفع مثاله تأويل الحنفية قول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة حيث أسلم على عشر نسوة أمسك منهن أربعة وفارق من سواهن بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن وعضدوه بالقياس إلا أن في الحديث قراء عضدت الظاهر وجعلته أقوى من الاحتمال أحدها أنه لم يسبق إلى أفهام الصحابة إلا الاستدامة فإنهم لو فهموه لكنه السابق إلى أفهامنا والثاني أنه فوض الإمساك والمفارقة إلى اختياره وابتداء النكاح لا يصح إلا برضاء المرأة والثالث أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه لألا يؤخر البيان عن وقت الحاجة وما أحوج حديث العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح الرابع أن ابتداء النكاح لا يختص بهن فكان ينبغي أن يقول إنكح أربعة ممن شئت ومثال التأويل في العموم القوي قول الحنفية في قول النبي صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل قالوا هذا محمول على الأمة فثناهم عن قولهم فلها المهر بما استحل من فرجها فإن مهر الأمة للسيد فعدلوا إلى المكاتبة وهذا تعصف ظاهر لأن العموم قوي والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء وليس من كلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظ وليس قياس النكاح على المال والإناث على الذكور قرينة مقترنة باللفظ تصلح لتنزيله على صورة نادرة ودليل ظهور قصد التعميم أمور الأول أنه صدر بأي وهي من كلمات الشرط ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن خالف في صيغ العموم الثاني أنه أكد بما وهي من مؤكدات العموم الثالث أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء ولو اقترح على العربي الفصيح أن يأتي بصيغة دالة على العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة ونعلم أن الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها المكاتبة ولو قال القائل أردت المكاتبة لنسب إلى الإلغاز ولو أخرج المكاتبة وقال ما خطرت ببالي لم يستنكر فما لا يخطر على البال إلا بالإخطار كيف يجوز قصر العموم عليها وقد قيل في تأويل قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل نحمله على القضاء إنه من هذا القبيل لأن التطوع غير مراد فلا يبقى إلا الفرض الذي هو ركن الدين وهو صوم رمضان والقضاء والنذر يجب بأسباب عارضة فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح والصحيح أنه ليس ندرة هذا كندرة المكاتبة وإن كان الفرض أسبق إلى الفهم فيحتاج هذا التخصيص إلى دليل قوي وليس يظهر بطلانه كظهور بطلان التخصيص بالمكاتبة وعند هذا يعلم أن إخراج النادر قريب والقصر على النادر ممتنع وبينهما درجات تتفاوت في البعد والقرب ولكل مسألة ذوق يجب أن تفرد بنظر خاص ويليق ذلك بالفروع والله أعلم فصل القسم الثالث المجمل وهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر وذلك مثل الألفاظ المشتركة كلفظة العين المشتركة بين الذهب والعين الناظرة وغيرهما والقرء للحيض والطهر والشفق للبيض والحمرة وقد يكون الإجمال في لفظ مركب كقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح متردد بين الزوج والولي وقد يكون بحسب التصريف كالمختار يصلح للفاعل والمفعول وقد يكون لأجل حرف محتمل كالواو تصلح عاطفة مبتدأة ومن تصلح للتبعيض وابتداء الغاية والجنس وأمثال ذلك فحكم هذا التوقف فيه حتى يتبين المراد منه فأما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ونحوها فليس بمجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل والعرف كالوضع ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية ومن أنس بتعارف أهل اللغة علم أنهم يريدون بقوله حرمت عليك الطعام الأكل دون اللمس والنظر وحرمت عليك الجارية الوطء يذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدة الله وهذا اختيار أبي الخطاب وبعض الشافعي وحكي عن القاضي أنه مجمل لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم حقيقة وإنما يحرم فعل يتعلق بها فلا يدرى ما ذلك الفعل في الميتة أكلها أم بيعها أم النظر إليها أم لمسها وهذا قول جماعة من المتكلمين وقد ذكرنا أن هذا ظاهر من جهة العرف في الأكل والتصريح يكون بالوضع تارة وبالعرف أخرى وقول الله تعالى وأحل الله البيع ليس بمجمل وإنما هو لفظ عام فيحمل على عمومه وقال القاضي هو مجمل فصل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ليس بمجمل وقال الحنفية هو مجمل لأن المراد به نفي حكمه إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل فيكون خلفا وليس حكم أولى من حكم قلنا إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحتج إلى إضمار الحكم وإنما يصار إلى الإضمار إذا لم يمكن حمل اللفظ على ما أضيف إليه اللفظ فإن قيل فالفاسدة تسمى صلاة قلنا ذلك مجاز لكونها على صورة الصلاة والكلام يحمل على حقيقته والصحيح أن يحمل ذلك على نفي الصحة ووجهه أنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته كقولهم لا علم إلا ما نفع ولا عمل إلا بنية ولا بلدة إلا بسلطان يراد به نفي الفائدة والجدوى ولو قضينا بالصحة لم تنتفي الفائدة فيكون على خلاف العرف ولا يصف حمله على نفي الصلاة الشرعية فإنه إن أريد بالصلاة الشرعية الصورة لم يمكن حمل اللفظ عليه لكونه خلفة وإنفسر بالفعل مع الحكم لم يصح لأن الصلاة يؤمر بها وينهى عنها والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي يمكن الإتيان به وأتركه فصل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية يدل على نفي الإجزاء وعدمه لما ذكرنا من العرف فليس هذا من المجملات بل هو من المألوف في العرف وكل هذا نفي لما لا ينتفي وهو صدق لأن المراد نفي مقاصده لا نفي ذاته فصل وقوله عليه السلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان المراد به رفع حكمه فإنا علمنا أنه لم يرد رفع بل لم يرد رفع صورته لأن كلامه يجل عن الخلف وقيل المراد به رفع حكمه الذي هو المؤاخذة لا نفي الضمان ولزوم القضاء لأنه ليس بصغة عموم فيجعل عاما في كل حكم كما لم يجعل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة عاما في كل حكم بل لابد من إضمار فعل يضاف النفي إليه فها هنا لابد من إضمار حكم يضاف الرفع إليه ثم ينزل على ما يقضيه عرف الاستعمال قبل الشر وقد كان يفهم من قولهم رفعت عنك الخطأ المؤاخذة به والعقاب والضمان لا يجب للعقاب خاصة بل قد يجب امتحانا ليثاب عليه ولهذا يجب على الصبي والمجنون وعلى العاقلة ويجب على المضطر مع وجوب الإتلاف ويجب عقوبة على قتل الصيد فأكثر ما يقال إنه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبة قال أبو الخطأ وهذا لا يصح لأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهذه الأمة فيه مزية فإن الناس لا يكلف في كل شريعة ولأنه لما أضاف الرفع إلى ما لا ترتفع ذاته اقتضى رفع ما يتعلق به ليكون وجوده وعدمه واحدة كما أنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته انتفى حكمه ليكون وجوده وعدمه واحدة والله أعلم فصل البيان والمبين في مقابلة المجمل واختلف في البيان فقيل هو الدليل وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن وقيل هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح وقيل هو ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد وقد قيل هذان الحدان يختصان بالمجمل وقد يقال لمن دل على شيء بيّنه وهذا بيان حسن وإن لم يكن مجملة هو النصوص المعربة عن الأحكام ابتداء بيان وليس ثم إشكال ولا يشترط أيضا حصول العلم للمخاطب فإنه يقال بين له غير أنه لم يتبين ثم البيان يحصل بالكلام وبالكتابة ككتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله في الصدقات وبالإشارة كقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه وبالفعل كتبيينه الصلاة والحج بفعله فإن قيل إنما حصل البيان بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم قلنا هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة والمناسك وإنما بان وعلم بفعله والبيان بالفعل أدل على الصفة وأوقع في الفهم من الصفة بالقول لما في المشاهدة من المزيد عن الإخبار وقد يتبين جواز الفعل بالسكوت عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ فكل مقيد من الشارع بيان ويدوز تبيين الشيء بأضعف منه كتبين آي الكتاب بأخبار الآحد فصل لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فقال ابن حامد والقاضي يجوز وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية وقال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي لا يجوز ذلك وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة ووجهه ثلاثة أمور أحدها أن الخطاب يراد لفائدة وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه ولا يجوز أن يقال أبجد هوز يراد به وجوب الصلاة ثم يبينه فيما بعد والثاني أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالأعجمية لأنه لا يفهم معناه ولا يسمع إلا لفظه والثالث أنه لا خلاف أنه لو قال في خمس من الإبلشات يريد به في خمس من البقر لم يجوز لأنه تجهيل في الحال وإيهام لخلاف المراد وكذا قوله فقتل المشركين يوهم قتل كل مشرك فإذا لم يبين التخصيص فهو تجهيل في الحال ولو أراد بالعشرة سبعة لم يجوز إلا بقرينة الاستثناء كذلك العام لا يجوز أن يراد به الخصوص إلا بقرينة متصلة مبينة فإن لم يكن قرينة فهو تغيير للوضع وقال آخرون يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان التخصيص في العموم فإنه يوهم العموم فمتى أريد به الخصوص ولم يبين مراده أو هم ثبوت الحكم في صورة غير مرادة والمجمل بخلاف هذا فإنه لا يفهم منه شيء ولنا الاستدلال بيقوائه في الكتاب والسنة قال الله سبحانه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ألف لا ممي مراء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت وثم للتراخي وقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولم يفصل إلا بعد السؤال وقال في خمس الغنيمة ولذي القرباء وأرد بني هاشم وبني المطلب ولم يبينهم فلما منع بني نوفل وبني عبد الشمس سئل عن ذلك فقال أنا وبني عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام وقال لنوح أي سبحانه وتعالى يحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول فتوهم نوح عليه السلام أن نبنه من أهله حتى بيّن الله تعالى له وقال أقيم الصلاة وبيّن المراد بصلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين وبان المراد بقوله تعالى وآت الزكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين شاه شاه وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وبان المراد بقوله ولله على الناس حج البيت بفعله لقوله خذوا عني مناسككم والنكاح والإرث أصلهما في الكتاب وبيّنهما النبي صلى الله عليه وسلم متراخيا بالتدريج من يرث ومن لا يرث ومن يحل نكاحه ومن يحرم وقوله وجاهد عام ثم قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى وكل عام أتى في الشرع ورد خصوصه بعده وهذا لا سبيل إلى إنكاره وإن تطرق الاحتمال إلى بعض هذه الاستشهادات فلا يتطرقه إلى الجميع المسلك الثاني أنه يجوز تأخير النسخ بل يجب والنسخ بيان للوقت فيجوز أي يرد لفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام ثم ينسخ بعد اعتقاد اللزوم في الدوام أما قولهم لا فائدة في الخطاب بمجمل فغير صحيح فإن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يعرف وجوب الإتياء ووقته وأنه حق المال ويمكن العزم على الامتثال والاستعداد له ولو عزم على تركه أعصى وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعرف إن كان سقوط المهر بين الزوج والولي فهو كالأمر إذا لم يتبين أنه للإيجاب أم للند وأنه على الفور أم على التراخي فقد أفاد اعتقاد الأصل وإن خلا عن كمال الفائدة وليس ذلك مستنكرا بل واقع في الشريعة والعادة بخلاف أبجد هوز فإنه لا فائدة فيه أصلا والتسوية بينه أيضا وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير صحيح لما ذكرنا ثم لا يمتنع أي خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض بالقرآن وينذر به من بلغه من الزنج وغيرهم ويشعرهم اجتماله على أوامر يعرفهم المترجم إياه وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود فأمر الأعجمي على تقدير البيان أقرب وها هنا يسمى خطابا لحصول أصل الفائدة وأما الثالث فإنما يلزم أن لو كان العام نصا في الاستغراق ولا كذلك بل هو ظاهر وإرادة الخصوص به من كلام العرب فمن اعتقد العموم قطعا فذلك لجهله بل يعتقد أنه محتمل للخصوص وعليه الحكم بالعموم إن خلي والظاهر وينتظر أن ينبه على الخصوص أما إرادة السابعة بالعشرة والبقر بالإبل فليس من كلام العرب بخلاف ما ذكرناه والله أعلم باب الأمر الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وقيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو فاسد إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر والحد ينبغي أن يعرف به المحدود فيفضي إلى الدور وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القراء وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب هذا قول الجمهور وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنا قائم في النفس فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف أما الكتاب فإن الله تعالى قال لزكريا آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فلم يسمي إشارته إليهم كلاما وقال لمريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فالحجة فيه مثل الحجة في الأول نقول على تعريف الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به هو فاسد إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر والحد ينبغي أن يعرف المحدود فيفطي إلى الدور أي التسلسل ثم ذكرنا أن الأمر صيغة مبينة تدل ويمجردها على كونها أمرا إلى نهاية الاستشهاد بقول الله تعالى لمريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فالحجة فيه مثل الحجة في الأول وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به وقال لمعاذ أمسك عليك لسانك قال وإنا لمؤاخدون بما نقول قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وقال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين ولم يرد بذلك ما في النفس وأما أهل اللسان فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام اسم وفعل وحرف واتفق الفقهاء بأجماعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث ولو ناطق حنث وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلما ومن عده ساكتا أو أخرس ومن خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الناس كلهم على اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه وأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر فاتفق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمره ولو قال رجل لعبده سقني ماء عد أمره وعده آمرا وعد العبد مطيعا بالامتثال وعاصيا بالترك مستحقا للأدب والعقوبة فإن قيل هذه الصيغة مشتركة بين الإيجاب كقوله أقم الصلاة والندب كقوله فكاتبوهم والإباحة كقوله فاصطادوا والإكرام كقوله أدخلوها بسلام والإهانة كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم والتهديد كقوله اعملوا ما شئتم والتعجيز كقوله كونوا حجارة أو حديدا والتسخير كقوله كونوا قرده والتسوية كقوله اصبروا أو لا تصبروا والدعاء كقوله اللهم اغفر لي في مثل قول الله تعالى ربنا اغفر لي ولوالدي والخبر كقوله أسمع بهم وأبصر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت والتمني كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألنجلي فالتعين يكون تحكما قلنا هذا لا يصح لوجهين أحدهما مخالفة أهل اللسان فإنهم جعلوا هذه الصيغة أمرا وفرقوا بين الأمر والنهي فقالوا باب الأمر باب الأمر يفعل وباب النهي لا تفعل كما ميز بين الماضي والمستقبل وهذا أمر نعلمه بالضرورة من كل لسان من العربية والعجمية والتركية وسائر اللغات لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد ونحوه في نواد الأحوال الثاني أن هذا يفضي إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام وإخلاء الوضع عن كثير من الفائدة وفي الجملة فالاشتراك على خلاف الأصل لأنه يخل بفائدة الوضع وهو الفهم فالصحيح فالصحيح أن هذه صيغة الأمر ثم تستعمل في غيره مجازا مع القريرة كاستعمال ألفاظ الحقيقة بأسرها في مجازها والله أعلم فاصل ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر في قول الأكثرين وقالت المعتزلة إنما يكون آمرا بالإرادة وحده بعضهم بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء قالوا لأن الصيغة مترددة بين أشياء فلا ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر إلا بالإرادة ولأن الصيغة إن كانت أمرا لذاتها فهو باطل بلفظ التهديد أو لتجردها عن القراء فيبطل بكلام النائم والساه فثبت أن المتكلمة بهذه الصيغة على غير وجه السه غرضه إيقاع المأمور به وهو نفس الإرادة ولنا أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ولم يرده منه وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه إذ لو أراده لوقع فإن الله تعالى فعال لما يريد دليل ثاني أن الله تعالى أمر بأداء الأمانات بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ثم لو ثبت أنه لو قال والله لو ادين أمانتك إليك غدا إن شاء الله فلم يفعل لم يحنث ولو كان مرادا لله لوجب أن يحنث فإن الله تعالى قد شاء ما أمره به من أداء أمانته دليل آخر أن دليل الأمر ما ذكرنا عن أهل اللسان وهم لا يشترطون الإرادة ودليل آخر أن نجد الأمر متميزا عن الإرادة فإن السلطان لو عاتب رجلا على ضرب عبده فمهد عذره بمخالفته أوامرة فقال له بين يدي الملك أسرج الداب وهو لا يريد أن يسرج لما فيه من خطر الهلاك للسيد ولأنه قاصد تمهيد عذره ولا يتمهد إلا بمخالفته وتركه وتركه امتثال أمره وهو أمر لو لا لما تمهد العذر وكيف لا يكون أمرا وقد فهم العبد والملك والحاضرون منه الأمر فأما الاشتراك في الصيغة فقد أجبنا عنه ولأننا قد حددنا الأمر بأنه استدعاء الفئل بالقول ومع التهديد لا يكون استدعاء وهذا الجواب عن الكلام الثاني فإن نقول هي أمر لكونها استدعاء على وجه الاستعلاء ويخرج من هذا النائم والساه فإنه لا يوجد على وجه الاستعلاء والله أعلم مسألة إذا ورد الأمر متجردا عن القراء اقتضى الوجوب في قول الفقهاء وبعض المتكلمين وقال بعضهم يقتضي الإباحة لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقنة فيجب حمله على اليقين وقال بعض المعتزلة يقتضي الندب لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب وهو طلب الفعل واقتضاؤه وأن فعله خير من تركه وهذا معلوم أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه ولأن الأمر طلب والطلب يدل على حسن المطلوب لا غير والمندوب حسن فيصح طلبه وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الأمر لا يدل عليها مطلق الأمر ولا يلزم منه ولأن الشارع يأمر بالمندوبات والواجبات معه فعند وروده يحتمل الأمرين معه فيحمل على اليقين وقالت الواقفية هو على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه لأن كونه موضوعا لأحد هذه الأقسام إما أن يعلم بنقل أو عقل ولم يوجد أحدهما فيجب التوقف فيه ولنا ظواهر الكتاب والسنة والإجماع وقول أهل اللسان أما الكتاب فقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر فلولا أنه مقتضل للوجوب لما لحقه ذلك وأيضا قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ذمهم على ترك امتثال الأمر والواجب ما يذم بتركه ومن السنة ما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة فرد عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان فقالت من أغضبك أغضبه الله قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع فإن قيل هذا في أمر اقترن به ما دل على الوجوب قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما علل غضبه بتركهم اتباع أمره ولولا أن أمره للوجوب لما غضب من تركه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة والندب غير شاق فدل على أن أمره اقتضى الوجوب وقوله عليه السلام لبريرة لو راجعتيه فقالت أتأمرني يا رسول الله فقال إنما أنا شافع فقالت لا حاجة لي فيه وإجابة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مندوب إليها فدلنا ذلك على أن أمره للإيجاب الثالث اجمع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنا بأوامره وأوجبوا أخذ الجزية من المجوس بقوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب وغسل الإناء من الولوغ بقوله فليغسله سبعة والصلاة عند ذكرها بقوله فليصلها إذا ذكرها واستدل أبو بكر رضي الله عنه على إيجاب الزكاة بقوله تعالى آتوا الزكاة ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب الرابع أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب فإن السيدة لو أمر عبده فخالفه حاسن عندهم لومه وتوبيقه وحاسن العذر في عقوبته لمخالفته الأمر والواجب ما يعاقب بتركه أو يذم بتركه فإن قيل إنما لزمت العقوبة لأن الشريعة أوجبت ذلك قلنا إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بما يقتضي الإيجاب ولو أذن له في الفعل أو حرمه عليه لم يجب عليه ولأن مخالفة الأمر معصية قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم وقال آف عصيت أمري ويقال أمرتك فعصيتني وقال الشاعر أمرتك أمرا حازما فعصيتني والمعصية موجبة للعقوبة قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وأما قول من قال نحمله على الإباحة لأنه اليقين فهو باطل فإن الأمر استدعاء وطلب والإباحة ليست طلبا ولا استدعاء بل إذن له وإطلاق وقد أبعد من جعل قوله إفعل مشتركا بين الإباحة والتهديد الذي هو المنع والاقتضاء فإنا ندرك في وضع اللغات كلها تفرقة بين قولهم إفعل ولا تفعل وإن شئت ففعل وإن شئت فلا تفعل حتى لو قدرنا انتفاء القرائن كلها يسبق إلى الأفهام اختلاف معاني هذه الصيغ ونعلم قطعا أنها ليست أسامية مترادفة على معنى واحد كما ندرك التفرقة بين قولهم قام ويقوم في أن هذا ماض وذاك مستقبل وهذا أمر يعلم ضرورة ولا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد وبالطريق الذي نعرف أنه لم يوضع للتهديد يعلم أنه لم يوضع للتخيير وقول من قال هو للندب لأن اليقين لا يصح لوجهين أحدهما أننا قد بينا أن مقتضى الصيغة الوجوب بما ذكرنا من الأدلة والثاني أن هذا إنما يصح أن لو كان الوجوب ندبا وزيادة ولا كذلك لأنه يدخل في حد الندب جواز الترك وليس بموجود في الوجوب وأما أهل الوقف فغاية ما معهم المطالبة بالأدلة وقد ذكرناها ثم قد سلموا أن الأمر اختضى ترجيح الفعل على الترك فيلزمهم أن يقولوا بالندب ويتوقفوا فيما زاد كقول أصحاب الندب أما القول بأن الصيغة لا تفيد شيئا فتسفيه لواضع اللغة وإخلاء للواضع عن الفائدة بمجرده وإن توقفوا لمطلق الاحتمال لزمهم التوقف في الظواهر كلها وتركوا العمل بما لا يفيد القطع وإطراحوا أكثر الشريعة فإن أكثرها إنما ثبت بالظنون والله أعلم فصل إذا وردت صيغة الأمر بعد الحاضر اقتضت الإباحة وهو ظاهر قول الشافعي وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين تفيد ما كانت تفيد لو لا الحضر لعموم أدلة الأجوب ولأنها صيغة أمر مجرده عن قرينة أشبهت ما لم يتقدمه حضر ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحضر وقد ينسخ بإيجاب وينسخ بإباحة وإذا احتمل الأمرين بقي الأمر على مقتضاه في الأجوب ولأن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضيا له فكذلك الأمر بعد الحضر وقال قوم إن ورد الأمر بعد الحضر بلفظة فعل كقولنا وإن ورد بغير هذه الصيغة كقوله أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاستئاد كقولهم لأنه في الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذنب فقط حتى رجع حكمه إلى ما كان وفي الثاني لا عرف له في الاستعمال فأبقى على ما كان ولنا أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحضر الإباحة بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحضر للإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا و فإذا قضيطي الصلاة فانتشروا و فإذا تطهرن فأتوهن وقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بداكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا كل هذه حديث عزيز المستمع متفرقة وفي العرف أن السيدة لو قال لعبده لا تأكل هذا الطعام ثم قال كله أو قال لأجنبي ادخل داري وكل من ثماري اقتضى ذلك رفع الحضر دون الإيجاب ولهذا لا يحسن اللوم والتوبيخ على تركه فإن قيل فقد قال الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين قلنا ما استفيد وجوب القتل بهذه الآية بل بقوله فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و فقاتلوا أئمة الكفر وأما أدلة الوجوب فإنما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له بدليل المندوبات وغيرها وتقدم الحضر قرينة صارفة لما ذكرناه نقول وتقدم الحضر قرينة صارفة لما ذكرناه نعيد وأما أدلة الوجوب فإنما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له بدليل المندوبات وغيرها وتقدم الحضر قرينة صارفة لما ذكرناه وقولهم إن النسخ يكون بالإيجاب قولنا النسخ إنما يكون بالإباحة التي تضمنها الإيجاب والإيجاب زائد لا يلزم من النسخ ولا يستدل به عليه وأما النهي بعد الإيجاب فهو مقتضن لإباحة الترك كقوله عليه السلام توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم وإن سلمنا فالنهي آكد والله أعلم فصل الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وهو اختيار أبي الخطاب وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار لأن قوله صم ينبغي أن يعم كل زمان كما أن قوله فاقتل المشركين يعم كل مشرك لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة رفض المشرك إلى جميع الأشخاص ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وموجب النهي ترك المنهي أبدا فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبدا فإن قوله صم معناه لا تفطر وقوله لا تفطر يقتضي التكرار أبدا ولأن الأمر يقتضي العزم والفعل ثم إنه يقتضي العزم على التكرار فكذلك الموجب الآخر وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا يقتضيه لأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالألة ثم إن الحكم يتكرر بتكرر علته فكذلك يتكرر بتكرر شرطه ولأنه لا اختصص له بالشرط الأول دون بقية الشروط ودليل اعتباره أنه المعلق على شرط الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع القراءة في باب الأمر وقيل إن كرر لفظ الأمر كقوله صل غدا الركعتين صل غدا الركعتين اقتضى التكرار طلبا لفائدة الأمر الثاني وحملا له على مقتضاه في الوجوب والندب كالأول وحكي هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه ولنا أن الأمر خال عن التعرض لكمية المأمور به إذ ليس في نفس اللفظ تعرض للعدد ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللفظ المشترك لكنه محتمل للإتمام ببيان الكمية فهو كقوله اقتل لا نقول هو مشترك بين زيد وعمر ولا فيه تعرض لهم فتفسيره بهما أو بأحدهما زيادة على كلام ناقص فإتمامه بلفظ دل على تلك الزيادة لا بمعنى البيان فيحصل من هذا أن ذمته تبرأ بالمرة الواحدة لأن وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليها ولم يتعرض اللفظ لها فصار كما قبل الأمر فإنا كنا نقطع بانتفاء الوجوب فقوله صم أزال القطع في مرة واحدة فبقي الزائد كما كان ويعتاضد هذا باليمين والنذر والوكالة والخبر بيانه أنه لو قال والله لأصومن أو لله علي أن أصوم بر بصوم يوم ولو قال لوكيله طلق زوجتي لم يكن له أكثر من تطليقه ولو أمر عبده بدخول الدار أو بشراء متاع خرج عن العهدة بمرة واحدة ولم يحسن لومه ولا توبيخه ولو قال صمت أو سوف أصوم صدق بمرة واحدة فإن قيل فلما حسن الاستفسار عنه قلنا هذا يلزمكم إن كان يقتضي التكرار فلما حسن الاستفسار ثم أبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار مع أنه لا يقتضي التكرار ثم إنما حسن الاستفسار لأنه محتمل على ما ذكرناه وقولهم إن صم عام في الزمان ليس بصحيح إذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا خصوص لكن الزمان من ضرورته كالمكان ولا يجب تعميم الأماكن بالفعل كذا الزمان وليس هذا نظير قوله فالقتل المشركين بل نظيره قولهم صم الأيام ونظير مسألتنا قوله أقتل مطلقا فإنه لا يقتضي العموم في كل من يمكن قتله والفرق بين الأمر والنهي أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقا والنهي يقتضي ألا يوجد مطلقا والنفي المطلق يعم والوجود المطلق لا يعم فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا ومن تفى مرة فمن تفى مطلقا ولذلك افترق في اليمين والنذر والتوكيل والخبر ولأن الأمر يقتضي الإثبات والنهي يقتضي النفي والنفي في النكرة يعم والإثبات المطلق لا يعم وتحقيقه أنه لو قال لا تفعل مرة واحدة اقتضى العموم ولو قال افعل مرة واحدة اقتضى التخصيص بلا خلاف وقولهم الأمر بالشيء نهي عن ضده قلنا إنما هو نهي عما يقف الامتثال على تركه ضرورة الامتثال فكان النهي مقيدا بزمن امتثال الأمر وقولهم إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام قلنا يبطل بما إذا قال افعل مرة واحدة والفرق بين الفعل والاعتقاد أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمر وإنما وجب بأخباره أنه يجب اعتقاد أوامره فمتى عرف الأمر ولم يعتقد وجوبا كان مكذبا نقول الفرق بين الفعل والاعتقاد أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمر إنما وجب بإخباره أنه يجب اعتقاد أوامره فمتى عرف الأمر ولم يعتقد وجوبا كان مكذبا وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها والشرط لا يقتضي وإنما هو بيان لزمان الحكم فإذا وجد ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلق كاليمين والنذر وسائر ما استشهدنا به وقولهم إن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ لا يصح فإن اللفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الأول فلا يصح حمله على واجب سواه ولذلك لو كرر اليمين فقال والله لأصوما والله لأصوما بر بصوم يوم واحد وقد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزونا قريشا ثم غزاهم غزوة الفتح ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب به واحد وفائدة اللفظ الثاني تحصيل التأكيد فإنه من سائغ كلام العرب مسألة الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر المذهب وهو قول الحنفية وقال أكثر الشافعية هو على التراخي لأن الأمر يقتضي فعل المأمور لا غير أما الزمان فهو لازم الفعل كالمكان والآلة والشخص فيما إذا أمره بالقتل فلا يدل على تعيين الزمان كما لا يدل على تعيين المكان والآلة ولأن الزمان في الأمر إنما حصل ضرورة والضرورة تندفع بأي زمان كان فالتعيين تحكم ويعترض هذا بالوعد واليمين لو قال سوف أفعل فمتى فعل كان صادقا وكذا اليمين وقالت الواقفية هو على الوقف في الفور والتراخي والتكرار وعدمه وهو بيّن البطلان فإن المبادر ممتثل بإجماع الأمة مبالغ في الطاعة مستوجب جميل الثناء ولو قيل لرجل قم فقام في الحال عد ممتثلة ولم يعد مخطئا باتفاق أهل اللغة وقد أثنى الله تعالى على المسارعين فقال أولئك يسارعون في الخيرات ولنا أدلة أحدها قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم و فاستبقوا الخيرات أمر بالمسارعة وأمره يقتضي الوجوب الثاني أن مقتضاه عند أهل اللسان الفور فإن السيدة لو قال لعبد نسقني فأخر حاسن لومه وتوبيخه وذمه ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك بأنه خالف أمري وعصاني لكان عذره مقبولا الثالث أنه لا بد من زمان وأولى الأزمنة أعقيب الأمر لأنه يكون ممتثلا يقين وسالما من الخطر قطعا ولأن الأمر سبب للزوم الفعل فيجب أن يتعقبه حكمه كالبيع والطلاق وسائر الإيقاعات ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب الرابع أن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب فإنه لا يخلو إما أن يؤخر إلى غاية أو إلى غير غاية فالأول باطل لأن الغاية لا يجوز أن تكون مجهولة لأنه يكون تكليفا لما لا يدخل تحت الوسع وإن جعلت الغاية الوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه فباطل أيضا فإن الموت يأتي بغتة كثيرة ثم لا ينتهي إلى حاله يتيقن الموت فيها إلا عند عجزه عن العبادات لا سيما العبادات الشاقة كالحج لا سيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشب أمله فإن قيل يؤخر إلى غير غاية فباطل أيضا لأنه لا يخلو من قسمين إما أن يؤخر إلى غير بدل فالتحق بالنوافل والمندوبات أو إلى بدل فلا يخلو البدل إما يكون الوصية به أو العزم عليه فالوصية لا تصلح بدلا لأن كثيرا من العبادات لا تدخلها النيابة ولأنه لو جاز التأخير للموصي جاز للوصي أيضا فيفضي إلى سقوطه والعزم ليس ببدل لأن العزم يجب قبل دخول الوقت والبدل لا يجب قبل دخول وقت المبدل ولأن وجوب البدل يحذو وجوب المبدل والمبدل لا يجب على الفور فكذلك البدل ولأن البدل يقوم مقام المبدل ويجزئ عنه والعزم ليس بمسقط للفعل وكيف يجب الجمع بين البدل والمبدل ثم لا ينفعكم تسميته بدلا مع كون الفعل واجبة فما الذي يسقط وجوب الفعل ويقوم مقامه فإن قيل هذا يبطل بما إذا قال افعل أي وقت شئت فقد أوجبته عليك فإنه لا يتناقض قلنا بل يتناقض إذ حقيقة الواجب ما لا يجوز تركه مطلقا وهذا جائز الترك مطلقا وقولهم إن الأمر لا يتعرض للزمان فهو مطالبة بالدليل وقد ذكرناه والفرق بين الزمان والمكان والآلة أن عدم التعيين في الزمان يفضي إلى فواته بخلاف المكان ولأن المكانين سواء بالنسبة إلى الفعل والزمان الأول أولى لسلامته فيه من الخطر والخروج من العهدة يقين فافترقا والله أعلم فصل الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد وهو قول بعض الفقهاء وقال الأكثرون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد اختاره أبو الخطاب لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال وشهر رمضان كتخصيص الحج بعرفات والزكاة بالمساكين والصلاة بالقبلة والقكل بالكفار ولا فرق بين الزمان والمكان والشخص إذ جميع ذلك تقييد له بصفة فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ بل يبقى على ما كان قبل الأمر ولنا أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة فلا يبرأ منه إلا بأداء أو إبراء كما في حقوق الآدمين وخروج الوقت ليس بواحد منهما ويصير هذا كما لو اشتغل الحيز بجوهر لا يزول الشغل إلا بمزيل والفرق بين الزمان والمكان أن الزمن الثاني تابع للأول فما ثبت فيه انسحب على جميع الأزمنة التي بعده بخلاف الأمكنة والأشخاص فصل ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه وقال بعض المتكلمين لا يقتضي الإجزاء ولا يمتنع وجوب القضاء مع حصول الامتثال بدليل أنه يؤمر بالمضي في الحج الفاسد ويجب القضاء ومن ظن أنه متطهر فإنه مأمور بالصلاة إذا صلى فهو ممتثل مطيع ويجب القضاء ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله يدل عليه أن الأمر إنما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غير فالإجزاء أمر زائد لا يدل عليه الأمر ولا يقتضيه ولنا ما روي أن امرأة سنان ابن مسلمة الجهني أمرت أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفى يجزئ عنها أن تحج عنها؟ قال نعم لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عنها وهذا يدل على أن الإجزاء بالقضاء كان مقررا عندهم لأن الأصل براءة الذمة وإنما اشتغلت بالمأمور به وطريق الخروج عن عهدته الإتيال به فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بريئة كما كانت كديون الآدميين وفي المحققات إذا اشتغل الحيز بجوهر فبرفعه يزول الشغل ولأنه لو لم يخرج بالامتثال عن العهدة للزمه الامتثال أبدا فإذا قال له صم يوما فصامه فالأمر متوجه إليه بصوم يوم كما كان فيلزمه ذلك أبدا وهو خلاف الإجماع قولهم إن القضاء يجب بأمر جديد ممنوع وإن سلم فإن القضاء إنما سمي قضاء إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها فإن لم يكن كذلك استحال تسميته قضاء والحج الفاسد والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل ضرورة حاله ونسيانه فعقل الأمر بتدارك الخلل أما إذا أتى بها مع الكمال بلا خلل فلا يعقل إيجاب القضاء والمفسد لحجه لا يقضي الفاسد إنما هو مأمور بحج خال عن الفساد وقد أفسد على نفسه فيبقى في عهدة الأمر ويؤمر بالمضي بالفاسد ضرورة الخروج عن الإحرام وقولهم لا يقتضي الأمر إلا الانتثال هو محل النزاع فلا يقبل والله أعلم مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل مثاله قوله عليه السلام مروهم بالصلاة لسبع ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا إيجابا عليه مع أن الأمر واجب على الولي لكن إذا كان المأمور بالأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم مخالفته أما إذا كان المأمور بالأمر غيره فلا يبعد أن يجب عليه الأمر لحكمة فيه مختصة به ولهذا لا يمتنع أن يقال للولي الذي يعتقد أن لطفله على طفل آخر شيئا عليك المطالبة بحقه ويقال لولي الطفل الآخر إذا لم تعلم أن على طفلك شيئا يجب عليك الممانعة وليس لك التسليم فصل الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم ولا يسقط الواجب عنهم بفعل واحد منهم إلا أن يدل عليه دليل أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيكون فرض كفاية فإن قيل ما حقيقة فرض الكفاية أهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض أم على واحد غير معين كالواجب المخير أم واجب على من حضر دون من غاب كحاضر الجنازة مثلا قلنا بل واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض بحيث لو فعله الجميع نال الكل ثواب الفرض ولو انتنعوا أعمى الإثم الجميع ويقاتلهم الإمام على تركه وسقوط الفرض بدون الأداء ممكن إما بالنسف أو بسبب آخر أما الإجاب على واحد لا بعينه فمحال لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه مكلف وإذا أبهم الوجوب لم يعلم بخلاف إيجاب خصلة من خصلتين فإن التخير فيهما لا يوجب تعذر الامتثال والله أعلم فصل إذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ ليس فيه تخصيص كقوله تعالى يا أيها المزم قم الليل أو أثبت في حقه حكم فإن أمته يشاركونه في ذلك الحكم ما لم يقم على اختصاصه به دليل وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نحو قوله إن الله فرض عليكم صيامه هذا قول القاضي وبعض المالكية وبعض الشافعية وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص الحكم بمن توجه إليه الأمر لأن السيدة من أهل اللغة لو أمر عبدا من عبيده بأمر لاختص به دون بقية عبيده ولو أمر الله تعالى بعباده لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى ولأن لفظ العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه فكذلك الخصوص لا يحمل على العموم ولنا قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا لكي لا يكون على المؤمنين حرجهم في أزواج أدعيائهم فعلّل إباحته لنبيه عليه السلام بنفي الحرج عن أمته ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك وأيضا قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين ولو كان الأمر له مختصا به لم احتيج إلى تخصيصه بلفظ التخصيص ورؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال تدركني الصلاة وأنا جنوب أفأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي ورؤي عنه صلى الله عليه وسلم في القبلة مثل ذلك رواهما مسلم فالحجة فيه من وجهين أحدهما أنه أجابهم بفعله ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا لهم الثاني أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم فدل على أن مثل هذا لا يجوز اعتقاده ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الأحكام كرجوعهم إلى فعله في الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال وإيجاب الوضوء من الملامسة وصحة الصوم ممن أصبح جنوبا وعدم ثبوت حكم الإحرام في حق من بعث هديه وأقم في أهله حتى عدوا ذلك ناسخا لما قبله ومعارضا لما خالفه من أمره وناهي ولأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل ودخل فيه أمته حيث نسخه عنهم بقوله أعلم أن لن تخصوه فتاب عليكم ولما عاتبه في تحريم ما أحل الله له قال عقيبة قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وابتدأ الخطاب بمناداته وحده ثم تممه بلفظ الجمع بقوله يا أيها النبي إذا طلقتم وهذا يدل على أن حكم خطابه لا يختص به وقد أشار إليه عليه السلام بقوله إنما أسه لأسن فإذا ثبت أن أمته يشاركونه في حكمه لازم مشاركته لهم في أحكامهم لوجود التلازم ظاهرا فإذا ما ثبت في أحد اللازمين إنما ثبت في أحد اللازمين ثبت في الآخر فإنه لو ثبت في حقهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيض ذلك الحكم في حقه دونهم وقد أقمنا الدليل على خلافه ولهذا قالت حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر فلولا أنه داخل فيما ثبت لهم من الأحكام ما استدعوا منهم وافقتهم ولا أقرهم على ذلك وبين لهم عذرا والدلالة على أن الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل فيه غيره قوله عليه السلام خطاب للواحد خطاب للجماعة ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانت ترجع في أحكامها إلى قضايا النبي صلى الله عليه وسلم في الأعيان كرجوعهم في حد الزان إلى قصة ماعز وفي دية الجنين إلى حديث حمل بن مالك وفي المفوضة إلى قصة بروع بنت واشق وفي السكنة والنفقة إلى حديث فاطمة بنت قيس وفريعة بنت مالك وإلى حديث صفية والأنصارية في سقوط طراف الوداء عن الحائض وغير ذلك ولأنه لو اختص به لما احتيج إلى التخصيص بقوله لأبي بردة في التضحية بالجذع من المعز يجزيك ولا يجزئ عن أحد بعدك دليل آخر أن قول الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أو قضى يعم ولو اختص الحكم من شوفه به لم يكن عاما لاحتمال أن يكون الراوي سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره لواحد فلا يكون عاما ولأن الخطاب بالكتاب والسنة إنما شوفه به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في ثبوت حكمه في حق أهل الأعصار فصل الأمر يتعلق بالمعدوم وأوامر الشرق قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة بشرط وجودهم على صفة من يصح تكليفه خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية قالوا لا يتعلق الأمر به لأنه يستحيل خطابه فيستحيل تكليفه ولأنه لا يقع منه فعل ولا ترك فلم يصح أمره كالعاجز بالصبى والمجنون ولأن المعدوم ليس بشيء فأمره هذيان وكما أن من شرط القدرة وجود المقدور يجب أن يكون من شرط الأمر وجود المأمور ولن اتفاق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على الرجوع إلى الظواهر المتضمنة أوامر الله سبحانه وأوامر نبيه عليه السلام على من لم يوجد في عصرهم ولا يمتنع من ذلك أحد ولأنه قد ثبت أن كلام الله تعالى قديم وصفه من صفاته لم يزل آمرا ناهية وقال الله تعالى فاتبعوه وهذا أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف أننا مأمورون باتباعه ولم نكن موجودين قولهم إن خطاب المعدومين محال قلنا إنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه أما أمره بشرط الوجود فغير مستحيل بأن يفعل عند وجوده ما أمر به متقدما كما نقول الوالد يوجب على أولاده ويلزمهم التصدق عنه إذا عقلوا وبلغوا فيكون الإلزام حاصلا بشرط الوجود ولو قال لعبده صم غدا فهو أمر في الحال بصوم الغد لا أنه أمر في الغد وأما العاجز فإنه يصح أمره بشرط القدرة فهو كمسألتنا بغير فرق فإن قيل هذا مخالف لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي قلنا المراد به رفع المأثم والإيجاب المضر بدليل أنه قرن به النائم ولا نسلم أن من شرط القدرة وجود المقدور فإن الله سبحانه وتعالى قادر قبل أن يوجد مقدور فصل ويجوز الأمر من الله سبحانه بما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله وعند المعتزلة لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهول عند الآمر أما إذا كان معلوما أنه لا يتحقق الشرط فلا يصح الأمر به لأن الأمر طلب فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه نقول وعند المعتزلة لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهولا عند الآمر أما إذا كان معلوما أنه لا يتحقق الشرط فلا يصح الأمر به لأن الأمر طلب فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه وكيف يقول السيد لعبده خط ثوبي إن صعدت السماء يقول وعند المعتزلة لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهولا عند الآمر وبهذا يفارق أمر الجاهل فإن من لا يعرف عجز غيره عن القيام يتصور يطلبه منه أما إذا علم امتناعه فلا يكون طالبا وإذا لم يكن طالبا لم يكن آمرا ولأن إثبات الأمر بشرط يفضي إلى أن يكون وجود الشيء مشروطا بما يوجد بعده والشرط ينبغي أن يقارن أو يتقدم أما أن يتأخر عن المشروط فمحال وهذه المسألة تنبني على النسخ قبل التمكن وأن فيه فائدة على ما مضى ولنا الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام منهي عن الزنا والسرقة ويثاب على العزم على امتثال المأمورات وترك المنهيات ويكون متقربا بذلك وإن لم يحضر وقت عباده ولا يمكن من زنا ولا سرقة وعلمه وعلمه بأن الله تعالى عالم بعقبة الأمر لا ينفي عنه ذلك وإن احتمل أن لا يكون مأمورا منهية لعدم مساعدة التمكن يجب أن يشك في كونه مأمورا منهية وفي كونه متقربة إذ لا خلاف في أن العزم على امتثال ما ليس بمأمور وترك ما ليس بمنهي ليس بقربة وهذا لا يتيقن أنه مأمور ولا متقرب وهذا خلاف الإجماع دليل ثان الإجماع على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية ولا تقبل نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية والعبد ينوي في أول الوقت فرض الظهر وربما مات في أثنائها فيتبين عندهم أنها لم تكن فرضا فليكن شاكا في الفرضية فتمتنع النية لأنها لا تتوجه إلا إلى معلوم فإن قيل فإذا مات في أثنائها كيف يقال إن الأربع كانت فريضة على الميت قلنا هو قاطع بأنها فرض عليه لكن بشرط البقاء والأمر بشرط أمر في الحال وليس بمعلق من عزم عليه يثاب ثواب العزم على الواجبات فإن قول السيد لعبده صم غدا أمر في الحال بصوم الغدي لا أنه أمر في الغدي ولو قال فرط عليك بشرط بقائك فهو فارض في الحال لكن بشرط ولو قال لوكيله بعداري في رأس الشهر كان وكيلا في الحال يصح أن يقال وكله ويصح عزله وإذا قال وكلني وعزلني كان صادقا فإن مات قبل رأس الشهر لم يتبين كذبه بخلاف ما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي فإنه لا يكون وكيلا في الحال الثالث الإجمع على لزوم الشروع في صوم رمضان فإن كان الموت يتبين به عدم الأمر والموت مجوز فيصير مشكوكا فيه فكيف تلزمه العبادة بالشك قالوا لأن الظاهر بقاؤه والحاصل يستصحب والاستصحاب أصل تنبني عليه الأمور كما أن من أقبل عليه سبع لا يقبح الهرب وإن كان من المحتمل موت السبع دونه ولو فتح هذا الباب لم يتصور انتثال أمر قلنا هذا يلزمكم ومذهبكم يفضي إليه وما أفضى إلى المحال محال وأما الهرب فحزم والأخذ بالأسوأ من الأحوال ويكفي فيه الاحتمال البعيد والشك فإن من شك في سبع في الطريق أو لص حسن منه الاحتراز منه وأما الوجوب فلا يثبت بالشك والاحتمال بل ينبغي أن من أعرض عن الصوم لم يكن عاصية لأنه أخذ بالاحتمال الآخر وقولهم الأمر طلب وطلب المستخيل من الحكيم محال قلنا الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه يفعل مع تجردها عن القراء وهذا متصور مع علمه بالاستحالة وعلى أن لو سلمنا أن الأمر طلب فليس الطلب من الله تعالى كالطلب من الآدميين وإنما هو استدعاء فعله لمصطحة العبد وهذا يحصل مع الاستحالة لكي يكون توطئة للنفس على عزم الامتثال أو الترك لطفا به في الاستعداد والانحراف عن الفساد وهذا متصور ويتصور من السيد أيضا أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه مع عزمه على نسخ الأمر قبل الامتثال امتحانا للعبد واستصلاحا له ولو وكل رجلا في عطق عبده غدا مع عزمه على عطق العبد صحا ويتحقق فيها المقصود من استمالة الوكيل نقول ولو وكل رجلا في عطق عبده غدا مع عزمه على عطق العبد صحا ويتحقق فيها المقصود من استمالة الوكيل وامتحانه في إظهار الاستفشار بأوامره والكراهية له وكل ذلك معقول الفائدة فكذا ها هنا وقولهم يفضي إلى تقدم المشروط على الشرط قلنا ليس هذا شرطا لذات الأمر بل الأمر موجود وجد المشروط أم لم يوجد وإنما هو شرط لوجوب التنفيذ فلا يفضي إلى ما ذكروه والله أعلم فصل اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي وعلى العكس فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير من ذلك أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها وقال قوم النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد والنهي عنه لغيره لا يقتضيه لأن الشيء قد تكون له جهتان هو مقصود من إحداهما مكروه من الأخرى على ما مضى وقال آخرون النهي عن العبادات يقتضي فسادها وفي المعاملات لا يقتضيه لأن العبادة طاعة والطاعة مؤفقة الأمر والنهي والأمر يتضاداني فلا يكون المنهي مأمورة فلا يكون طاعة ولا عبادة ولأن النهي يقتضي التحريم وكون الشيء قربه مخرما محال وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة أن النهي يقتضي الصحة لأن النهي يدل على التصور لكونه يراد للامتناع والممتنع في نفسه المستحيل في ذاته لا يمكن الامتناع منه فلا يتوجه إليه النهي كنهي الزمن أو نهي الزمن عن القيام والأعمى عن النظر وكما أن الأمر يستدعي مأمورا يمكن امتثاله فالنهي يستدعي منهيا يمكن ارتكابه إذا ثبت تصوره فلفظات الشرع تحمل على المشروع دون اللغوي فإذا نهي عن صوم يوم النحر دل على تصوره شرعا وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة لأن النهي من خطاب التكليف والصحة والفساد من خطاب الإخبار فلا يتنافى أن يقول نهيتك عن كذا فإذا فعلته رتبت عليك حكمه ولو صرح به فقال للأبي لا تستولد جارية الابن فإن فعلته ملكت الجارية ولا تطلق المرأة وهي حائض فإن فعلته وقع الطلاق ولا تغسل الثوب بماء مغصوب فإن فعلته طهر الثوب لم يكن هذا مناقضة فإذا لا دليل عليه من حيث الشرع ولا عرف له في اللغة ولنا أدلة أحدها ما روات عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد فإن قيل معناه ليس بمقبول قربه ولا طاعة قلنا قوله مردود يقتضي رد ذاته فإذا لم يكن اقتضى رد ما يتعلق به ليكون وجوده وعدمه واحدة الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله عليه السلام لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل واحتج عمر رضي الله عنه في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى ولا تنكح المشركات وفي نكاح المحرم بالنهي وفي بيع الطعام قبل قبضه بالنهي وغير ذلك مما يطل الثالث أن النهي عن الشيء يدل على تعلق المفسدة به أو بما يلازمه لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح إنما ينهى عن المفاسد وفي القضاء بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق الرابع أن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة لأن نصبها سببا تمكين من التوسل والنهي منع من التوسل ولأن حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه فتمكينه منه حث على تعاطيه والنهي منع من التعاطي ولا يليق ذلك بحكمة الشرع ثم لا فرق بين كون النهي عن الشيء لعينه أو لغيره لدلالة النهي على رجحان ما تعلق به من المفسدة والمرجوح كالمستهلك المعدوم وقولهم إن النهي لا ينافي الصحة قد بينا تناقضهما وإذا سلمنا أنه لا يناقضه لكن يدل على الفساد ظاهرا ويكفي ذلك وفي المواضع التي قضينا بالصحة خولف فيه الظاهر فلا يخرجه عن أن يكون الأصل ما ذكرناه كما لو خولف مقتضاه في التحريم وقولهم إنه يدل على الصحة بعيد جدا فإنهم إذا لم يجعلوه دليلا على الفساد مع قربه منه كيف يجعلونه دليلا على الصحة قولهم إنه يدل على التصور قلنا يدل على تصوره حسة وهو الأفعال أما الصحة والفساد فحكمان شرعيان لا ينهى عنهما ولا يؤمر بهما ودليله سائر مناهي الشرع كالمحاقالة والمزابنة والمنابذة والملامسة وقوله تعالى وَلَا تَنْكِحُ مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ وَوَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَاءِ وقوله عليه السلام دعي الصلاة أيام أقرائك إلى نظائره قولهم إن الأسامية الشرعية تحمل على موضوع الشرع عنه جوابان أحدهما أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية إلا ما صرفنا عنه لاستعمال الشرعي وفي الأوامر ألفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء للموضوع الشرعي أما في المنهيات فلم يثبت هذا في العرف الثاني أن نسلم استعماله في الموضوع الشرعي لكن الصلاة الشرعية هي الأفعال المنظومة والصحة غير داخلة في حدها نقول الثاني أن نسلم استعماله في الموضوع الشرعي نقول عنه جوابان أحدهما أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية إلا ما صرفنا عنه لاستعمال الشرعي وفي الأوامر ألفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء للموضوع الشرعي أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف الثاني أن نسلم استعماله في الموضوع الشرعي لكن الصلاة الشرعية هي الأفعال المنظومة والصحة غير داخلة في حدها لما ذكرناه والله أعلم باب العموم اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة وقد يطلق في غيرها كقولهم عمهم القحط أو المطر أو العطاء لكنه مجاز فإن عطاء زيد متميز عن عطاء عمر وليس في الوجود فعل هو عطاء نسبته إلى زيد وعمر واحدة وليس في الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين وعلوم الناس وقدرهم وإن اشتركت في أنها علم وقدرة لا توصف بأنها عموم فالرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان فوجوده في الأعيان لا عموم له إذ ليس في الوجود رجل مطلق بل إما زيد وإما عمر وأما وجوده في اللسان فلفظة الرجل قد وضعت للدلالة عليهما ونسبتها في الدلالة عليهما واحدة فسمي عاما لذلك وأما الذي في الأذهان من معنى الرجل يسمى كليا فإن العقل يأخذ من مشاهدة زيد حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل فإذا رأى عمرا لم يأخذ منه لم يأخذ منه صورة أخرى وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمر الحادث كنسبته إلى زيد الذي عاهده أولا فإن سمي عاما بهذا المعنى فلا بأس وحد العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصائدا مطلقة واحترزنا بالواحد عن قولهم ضرب زيد العمرا فإنه يدل على شيئين لكن بلفظين وبقولنا مطلقا عن قولهم عشرة رجال فإنه يدل على شيئين فصائدا لكن ليس بمطلق بل هو إلى تمام العشرة وقيل العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه يسمى عاما مطلقة كالمعلوم يتناول الموجود والمعدوم وقيل الشيء وقيل ليس لنا عام مطلق لأن الشيء لا يتناول المعدوم والمعلوم لا يتناول المجهول والخاص ينقسم إلى خاص لا أخص منه يسمى خاصا مطلقة كزيد وعمر وهذا الرجل وما بينهما عام وخاص بالنسبة فكل ما ليس بعام ولا خاص مطلقة فهو عام بالنسبة إلى ما تحته خاص بالنسبة إلى ما فوقه فالموجود خاص بالنسبة إلى المعلوم عام بالنسبة إلى الجوهر والجوهر خاص بالنسبة إلى الموجود عام بالنسبة إلى الجسم والجسم خاص بالنسبة إلى الجوهر عام بالنسبة إلى النام والنام خاص بالنسبة إلى الجسم عام بالنسبة إلى الحيوان وأشباه ذلك يسمى عام لشموله ما يشمله خاص من حيث قصوره عما شمله غيره فصل وألفاظ العموم خمسة أقسام الأول كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود وهو ثلاثة أنواع النوع الأول ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين والذين النوع الثاني أسماء الأجناس وهو ما لا واحد له من لفظه كالناس والحيوان والماء والتراب والنوع الثالث لفظ الواحد كالسارق والسارقة والزانية والزاني وإن الإنسان لفي خسر القسم الثاني من ألفاظ العموم ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة كعبيد زيد ومال عمر القسم الثالث أدوات الشرط كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي في الجميع وأين وأيان في المكان ومتى في الزمان ونحوه كقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وما عندكم ينفد وما عند الله ذاق عزي المستمع كتب الآية وما عندكم والصحيح ما عندكم ينفد وأينما تكون يدرككم الموت وقوله عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها القسم الرابع كل وجميع كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ولكل أمة أجل والله خالق كل شيء القسم الخامس النكرة في سياق النفي كقوله تعالى ولم تكن له صاحبة وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ قال البستي الكامل في العموم هو الجمع لوجود صورته ومعناه وما عداه قاصر في العموم لأنه بصيغته إنما يتناول واحدا لكنه ينتظم جمعا من المسميات معنى فالعموم قائم بمعناها لا بصيغتها واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة فقالت الواقفية لا صيغة للعموم بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع وفيما زاد عليه فيما بين الاستغراق وأقل الجمع مشترك كاشتراك لفظ النفر بين الثلاثة والخمسة وحكي نحو ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي قالوا لأن أقل الجمع مستيقا وفيما زاد مشكوك يحتمل أن يكون مرادا وأن لا يكون مرادا فيحمل على اليقين ولأن وضع هذه الصيغة للعموم إما أن تعلم بعقل أو بنقل فالعقل لا مدخل له في اللغات والنقل إما تواتر وإما آحاد فالآحاد لا يحتج بها والتواتر لا يمكن دعواه ثم لو كان لأفاد علما ضروريا ولأن لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع مسمياتها قضينا بأنها مشتركة وأن من ادعى أنها حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر كان متحكمة وهذه الصيغة تستعمل في العموم والخصوص بل استعمالها في الخصوص أكثر في الكتاب والسنة وليس أحدهما أولى من الآخر فهما قولان متقابلان فيجب تدافعهما والاعتراف بالاشتراك ولأنه يحسن الاستفهام فلو قال من دخل داري فأعطه درهما حسن أن يقول وإن كان فاسقا ولو عما اللفظ لما حسن أن يستفسر ولنا دليلا أحدهما إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم مع أهل اللغة بأجماعهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على تخصيصه دليل انتهى الشريط الخامس من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر وله بقية على الشريط السادس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر